السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياب من قناة فلاش التعلمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنبتدي نشرح مع بعض منهج discover primary free او الصف الثالث الابتدائي term one الترم الاول كل سنة وانتم طيبين والنهاردة بنبتدي نشرح اول حلقة في شرح منهج discover primary free وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي ده الكوفر بتاع الكتاب وطبعا يا اصحابي دي اول صفحة في الكتاب وطبعا هنا بنكتب ال name او العنوان والcontents او المحتوى اول حاجة احنا عندنا two themes او محورين في الترم الاول كل theme بيتكون من three chapters او من ثلاث فصول اول theme اسمه who am i who am i من انا من اكون وحنا عارفين طبعا who am i وهنا بنتكلم عن living healthy living healthy يعني العيش بصحة جيدة العيش بصحة جيدة ان انا عيش بصحة جيدة فبيكلمنا في theme الاولاني ده اذا نعيش بصحة كويسة ونحافظ على جسمنا ويكون عندنا كمان لياقة بدنية كويسة وهناعرف ده في الشابترز الخاصة ب theme one فاول شابتر اسمه making a stronger me making a stronger me يعني يجعلني اقوى making a stronger me يعني يجعلني اقوى بيخليني اقوى وشابتر two اسمه making a healthy body making a healthy body يعني ان انا اعمل جسم صحي وهيكلمنا في الشابتر ده ازاي يكون جسمنا صحي برضو وشابتر three او الفصل الثالث get fit get fit يعني ان احنا يكون عندنا لياقة بدنية with healthy eating with healthy eating بي الاكل الصحي الحصول على لياقة بدنية عالية بي الاكل الصحي اما theme two او المحور التاني في اسمه the world around me او العالم من حولي وبيكلمنا فيه طبعا عن البيئة والخصائص البيئية الموجودة في العالم حوالينا زي ما تعودنا في السنين اللي فاتت theme one بيكلمنا عن موضوع معين اما theme two بيكلمنا عن حاجة تانية فهنا بيكلمنا عن taking care يعني العناية بي of our world العالم بتاعنا taking care يعني اعتني بي طبعا of our world العالم بتاعنا فشابتر one هنا بيقول لنا when habitats change واحنا عرفنا السنين اللي فاتت يعني ايه habitat habitat يعني موطن وعرفنا ان الhabitats او المواطن بتختلف طبعا فيه اشكال كتيرة للhabitats زي forest الغابة وزي desert الصحرة وزي water habitat او البيئة المائية والحياة المائية فطبعا فيه اشكال كتيرة اوي من الhabitats او من المواطن اللي بيعيش فيها كائنات حية مختلفة فبيقول لنا هنا when habitat change او عندما تتغير المواطن شابتر two بيكلمنا عن water water everywhere ماء ماء في كل مكان بيكلمنا عن اهمية المياه في العالم حوالينا وشابتر three او الفصل الثالث how can i help how can i help كيف يمكنني المساعدة وزي ما عرفنا يا اصحابي في السنين اللي فاتت ان منهج discover هو منهج تفاعلي احنا المفروض ان احنا واحنا بنشرح بنسأل اسئلة كتير ليكو وانتو قاعدين بتسمعونا وبتتفرجوا علينا ونديكو فرصة ان انتو تفكروا لان لازم نفكر مفيش حاجة اسمها اجابة نوزجية مفيش حاجة اسمها حفظ مفيش حاجة اسمها تلقيم لازم نفكر ونتعلم مع بعض المعلومات الجديدة علشان كده اسمه discover او اكتشف لازم تكتشف المعلومة بنفسك هشرح لكم المنهج ده وطبعا زي ما احنا متعودين ان احنا بنستعين بدليل المعلم تيتشر جايد وده طبعا التيتشر جايد بتاع discover primary 3 واحنا بنستعين به بعد ربنا سبحانه وتعالى في الشرح علشان نوصل المعلومة بشكل كامل وبشكل سليم زي ما الوزارة محددة بالزبط وقبل ما نبدأ في الشرح احب انوح عن القناة الجديدة بتاعتنا هي قناة اسرية وكميدية في نفس الوقت احب ان انتو تتبعوها وتتفرجوا عليها والرابط بتاعها في الوصف اسفل الفيديو ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين يا اصحابي ده الكوفر بتاع chapter 1 او الفصل الاول وطبعا في المحور الاول who am i living healthy او الحياة بصحة جيدة العيش بصحة جيدة فهنا عنوان chapter 1 making a stronger me making a stronger me او يجعلني اقوى بيخليني اقوى وزي ما احنا شايفين على الكوفر اصحابنا هم بينعموا بصحة جيدة وبيتنططوا وبيلعبوا وعايشين حياة سعيدة لان طبعا الحياة السعيدة مرتبطة بالصحة الجيدة يا اصحابي ونتميل البيج اللي بعد كده خليكم معي ومعنا page number 3 او صفحة رقم 3 ودي اول page في المنهج هنا بيقولنا life skills life skills او مهارات الحياة احنا تعلمنا السنين اللي فاتت يا اصحابي مهارات الحياة وتعلمنا 3 حاجات مهمة جدا اول حاجة يا اصحابي تعلمناها يعني ايه collaboration collaboration يعني التعاون عايزكوا تعرفوا الكلمة دي كويس collaboration collaboration يعني التعاون ازاي ان احنا نبقى متعاونين مع بعض ونعمل في شكل team work او في شكل فريق عمل collaboration او التعاون ده بيتكون من اجزاء كتير جدا اهم جزء فيها هو communication واخدنا السنة اللي فاتت شابتر باسم communication في منهج ال discover communication او التواصل والاتصال لو احنا مفيش بيننا وبين بعض تواصل او communication بشكل سليم مش هنعرف نعمل collaboration او هنعمل تعاون بيننا وبين بعض اول حاجة بتأثر على collaboration او التعاون ان احنا يكون فيه بيننا وبين بعض communication بشكل كويس وبشكل سليم اول جزء بيأثر على collaboration او على التعاون ان احنا يكون بيننا وبين بعض communication او تواصل بشكل جيد وبشكل سليم تاني حاجة self management او التحكم في الذات طبعا في نهاية كل شابتر زي ما اخذنا في السنين اللي فاتت بيعمل لنا حاجة اسمها self assessment self assessment او تقييم ذاتي ازاي ان احنا نقيم عملنا والعمل بتاعنا في شكل team work او العمل الجماعي كان فيه بيننا وبين بعض collaboration او لا كان فيه تعاون او لا كان فيه communication او لا واخر حاجة بيسألنا عنها self management او او التحكم في الذات لما يكون مثلا عندي role play او مصرحية ولي دور فيها في وسط المجموعة بتاعتي او الجروب بتاعي انا قمت بالدور بتاعي كويس ولا لا اقلت الكلام اللي مفروض اقوله with the right spelling او بالنوت الصح والحروف الصح ولا لا اقلت with a clear voice قلت بصوت واضح ولا لا احتاجت مساعدة من حد ولا لا هل يا ترى انا ساعدت اللي حوالي اللي حد لو حد من team work بتاعي او من فريق العمل بتاعي كان محتاج مساعدة قدرت اعمله help وساعده ولا لا كل ده بنعمله حاجة اسمها assessment او تقييم في نهاية كل شابتر من الشابترز اللي احنا بناخدها علشان خاطر يأسس عندنا ويخلي عندنا الجزئية الخاصة بالكولابوريشن او بالتعاون لان هي اساس من القصص اللي احنا بنتعلم عن طريقها في منهجنا الجميل منهج discover فهنا بيكلمنا عن life skills او عن مهارات الحياة وبيقول لنا هنا follow each direction follow each direction يعني اتبع كل التعليمات write your answer neatly neatly يعني بدقة يبقى تكتب الاجابة بتاعتك بدقة يبقى تسمع التعليمات واحنا في ال classroom هيتقلنا طبعا الجزئية اللي احنا قلناها في الاول ان احنا اتعلمنا السنين اللي فاتت حاجات مهمة كتيرة في life skills اهمها ال collaboration او التعاون وازاي بيأثر عليه communication او التواصل والاتصال وال self management او التحكم في الذات فهنا بيسألنا عن الجزئية دي بقى وبيقول لنا اتبع التعليمات اللي اتقلت لك في classroom وبعدين write your answers neatly يعني بدقة اكتب الاجابات بتاعتك بدقة فهنا بيقول لنا اول حاجة copy the definition of life skills اكتب التعريف الخاص بالlife skills مهارات الحياة that the class has agreed upon that the class has agreed upon التي اتفق عليها الفصل يبقى مرة تانية copy the definition اكتب التعريف of life skills الخاص بمهارات الحياة that the class has agreed upon التي اتفق عليها الفصل فطبعا في حاجات كتيرة جدا خاصة بالlife skills طبعا كل واحد فينا يا اصحابي عنده life skills ممكن تكون مختلفة عن التاني يعني انا مثلا بحب العب كرة القدم بحب العب الفوتبول انت ممكن تكون بتحب حاجة تانية مثلا انت ممكن تكون مثلا بتحب swimming انا ممكن اكون بحب reading احب اقرأ كتير انت ممكن تكون بتحب الwriting انت مثلا ممكن تكون بتحب حاجة تانية وحكذا فlife skills هي حاجات كل واحد فينا متميز فيها وبيعملها بسهولة فممكن نقول ده مثلا بشكل عامل ازاي انا ممكن اقول لكم مثلا ان life skills ال definition بتاعها هو the things الاشياء that i can do اللي انا استطيع ان افعلها very well بشكل جيد جدا like مثلا reading القراءة drawing الرسم helping others مساعدة الاخرين playing football لعب كرة القدم etc وهكذا الاخ ممكن حد تاني يكتب اجابة تانية المهم ان احنا نبقى عارفين ان life skills او مهارات الحياة هي the things الاشياء that i can do very well الحاجات اللي انا اقدر اعملها very well او بشكل جيد جدا like مثلا واكتب الحاجات اللي انا شاطر فيها وبعملها بمنتهى لسهولة طب يقولنا هنا اصحابي في الجزء التاني below بالاسفل are some of the life skills بعض مهارات الحياة we will work on اللي احنا هنعمل عليها in class في الفصل this year this year السندي ففي بعض مهارات الحياة احنا هنعمل عليها او هنعمل عليها in class this year او في السنة دي put ضع a star نجمة in front of a name the skills the skills المهارات you are good at اللي انت جيد فيها already already بالفعل put a circle ضع دا ارا next to الى جانب the skills the skills المهارات you need اللي انت نحتاج to improve تحسن upon فيها تحسن فيها يبقى مرة تانية below are some of the life skills we will work on in class this year put a star in front of the skills you are good at already put a circle next to the skills you need to improve upon فاحنا هنحط star ودام the life skills اللي احنا already كويسين فيها او good at it وهنحط circle او دائرة beside او بجانب the life skills اللي احنا عايزين نعمل لها improvement او نعمل لها تحسين فاول حاجة بيقول لنا i am good at انا جيد في organizing تنظيم my work العمل بتاعي and staying focused and staying focused وان انا افضل مركز لو انت كويس في ان انت تقدر تعمل organizing او تنظيم للwork بتاعك او للعمل بتاعك and staying focused staying يعني تظل focused focused مركز نحط هنا star لو انت عايز تعمل improvement للجزئية دي عندك لان انت مش good at it ان انت ما بتقدر تعمل organize للwork بتاعك وان انت بتقدر staying focused نحط هنا circle تاني حاجة بيقول لنا i am creative انا مبدع and show my ideas وبوضح الافكار بتاعتي in different ways in different ways بطرق مختلفة لو انت عندك life skill دي ان انت creative او مبدع وبتقدر تعمل showing او توضيح لالideas بتاعتك in different ways بطرق مختلفة حط هنا store لو انت عايز تعمل improvement للجزئية دي والlife skill دي نحط هنا circle زي ما احنا شايفين قدامنا في السطر اللي بعد كده بيقول لنا i find ways انا بوجد طرق to solve my problems to solve my problems لحل المشاكل بتاعتي and help others and help others ومساعدة الاخرين لو انت عندك ال skill وان انت عندك المهارة الجميلة دي نحط هنا store لو انت عايز تعمل لها improvement ومعندكش ال skill نحط هنا circle فجزئية اللي بعد كده بيقول لنا i can communicate my ideas انا استطيع ان اوصل الافكار بتاعتي in many ways in many ways بطرق كتيرة لو انت بتقدر تعمل communicate او توصل ال ideas بتاعتك او الافكار بتاعتك in many ways او بطرق كتيرة نحط هنا store لو عايز تعمل improvement او تحسين لل skill نحط هنا circle في السطر اللي بعد كده بيقول لنا it is usually انه عادة easy سهل او من السهل for me بالنسبة لي to explain ان انا اشرح my thinking my thinking التفكير بتاعي التفكير بتاعي التفكير بتاعي لو انت عندك ال skill بتاعت ال explaining دي او الشرح دي نحط هنا star لو عايز تعمل لها improvement نحط هنا circle السطر اللي بعد كده بيقول لنا i like انا احب to set goals to set goals ان انا قضع اهداف to reach to reach علشان اوصل لها لو انت عندك ال skill دي ان انت تقدر تعمل setting للجولز او ان انت تحط اهداف بعد كده تسعى علشان تحققها تقدر تحط هنا store لو انت عايز تعمل improvement للجزئية دي نحط هنا circle وبعد كده بيقول لنا i listen انا بستمع and respect وبحترم others opinions others opinions اراء الاخرين opinions يعني اراء لو انت بتقدر تعمل listening we respect the command others opinions او لاراء الاخرين نحط هنا star لو عايز تعمل improvement للجزئية دي هنحط هنا circle واخر حاجة بيقول لنا i think i think يعني انا بفكر about how others feel how others feel كيف يشعر الاخرين when playing when playing عند اللعب or working together or working together او العمل معا لو انت بتعمل thinking وبتفكر ازاي بيشعر الاخرين لما بيلعبوا او بيشتغلوا مع بعض نقدر نحط هنا store لو انت عايز تعمل improvement للجزئية دي وانت عايز تشتغل على ال skill دي نقدر نحط هنا circle فبالتالي احنا دلوقتي اتكلمنا عن life skills باشكالها المختلفة وكمان حددنا الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها في ال classroom وهنشتغل عليها السنة دي طبعا ال life skills دي او مهارات الحياة دي المفروض ان احنا هنشتغل عليها السنة دي انت حددت دلوقتي انت محتاج تشتغل على A وانت good at A بالضبط وبالتالي هتقدر تعمل improvement او تحسين لل life skills اللي انت عايز تحسنها السنة دي وبالنسبة طبعا لولي الامر لو حتى ولدنا كانوا قاعدين معينا في البيت وبنشتغل معاهم في شرح الدرس ده خلينا نحدد مع بعض life skills او مهارات الحياة اللي احنا عايزين نعمل لها improvement او تحسين ونشتغل عليها مع بعض علشان حياتنا تبقى افضل وعلشان life skills دي او مهارات الحياة دي هتنفعهم بعد كده بقيت حياتهم بكده نكون انهينا شرح البيتج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس استنونا في الدروس الجاية هنشرحها اول باول مع بعض خلاص المنهج نزل كل سنة وانتم طيبين اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary free او الصف الثالث الابتدائي term 1 ودي الحلقة التانية بنشرح فيها listen to ولسه بنكمل مع بعض شرح chapter 1 او الفصل الاول making a stronger me making a stronger me او يجعلني اقوى وطبعا ده في theme 1 او في المحور الاول who am i living healthy او من انا الحياة بصحة جيدة او العيش بصحة جيدة وكنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية page 3 او صفحة رقم 3 و lesson 1 ونهاردة هنتدى نشرح lesson 2 page number 4 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن life skills او عن مهارات الحياة والنهاردة هنتكلم عن life skills جديدة او مهارة حياة جديدة مهارة حياة مهمة جدا عايزين نتكلم عنها ونتعلمها السنة دي وهي اسمها critical thinking critical thinking او التفكير الناقد يعني ايه تفكير ناقد يا اصحابي يعني ان احنا ناقد ناخد الافكار ونحللها في عقلنا وبعدين بعد ما نحللها في عقلنا نوصل لحل اي مشكلة بتواجهنا نوصل لافكار جديدة تساعدنا في حل اي مشكلة ممكن تكون بتواجهنا وده طبعا بنستخدمه في حل الغاز في حل المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهنا في حياتنا ده اسمه critical thinking critical thinking او التفكير الناقد ان انا امسك اي موضوع وانقضه انقضه يعني ايه يعني اعمله تحليل احلله في عقلي واشوف الحاجات الخاصة بالموضوع ده ايه واشوف المعلومات الخاصة بالموضوع ده ايه وارتبها في عقلي وبعد ما ارتبها في عقلي ابتدي احل المشكلة اللي بتواجهني وابني رأيي سليم يكون خارج من عقلي انا بعد ما اكون عملت critical thinking او التفكير الناقد فانا بيكلمنا وبيقول لنا بتاعت اي مشكلة بتاعت اي موضوع ونعمل لها نقد نعمل لها تحليل فعلنا ونعد نرتب الافكار فعلنا بالراحة كده وبهدوء وبعدين نوصل لحل المشكلة دي او نوصل للقرار السليم الخاص بالموضوع اللي احنا بنفكر فيه فمثلا يا اصحابي انا هديكم مثال صغير اوي لما يجي اقول لك لغز مثلا او riddle يعني لغز او حاجة زي فزورة كده الriddle او الفزورة دي انت ببتدي اديك معلومات بسيطة انت بتبتدي ترتبع فعقلك وبعدين بتبتدي تقول لي الحل طبعا يا اصحابي ده بيكون بناء على ثلاث حاجات هو حددهم لنا هنا في دليل المعلم الثلاث حاجات دول هم اول حاجة prior knowledge يعني المعرفة السابقة and learning والتعليم الصادق الحاجات اللي انت عرفتها قبل كده في السنين اللي فاتت من عمرك والحاجات اللي انت تعلمتها قبل كده برضو في السنين اللي فاتت من عمرك تاني حاجة prior experience يعني الخبرة السابقة مثلا انت كان عندك خبرة سابقة او تجربة كده انت مريت بيها السنين اللي فاتت مثلا في الصيف كانت الدنيا حر قوي فلما كانت الدنيا حر انت حسيت بالعطش فبالتالي انت عندك prior experience او خبرة سابقة مريت بيها في الموضوع ده ده بيأثر على رأيك لما تيجي الصيف الجاي برضو لما تحس ان الدنيا حر جدا هتعرف ان انت عطي عطش هتبقى محضر مثلا ان انت هتشرب مية تكون مثلا مية نضيفة مية معدنية مش ساقع قوي متعيناش مش عارف ايه ده اسمه prior experience او الخبرة السابقة ثالث حاجة لازم نكون بنحدد الانسر اللي احنا بنقولها دي reasonable reasonable يعني معقولة ولا لا بنعمل حاجة اسمها checking checking يعني فحص to see علشان نرى if an answer is reasonable reasonable يعني معقول لو الانسر اللي احنا بنقولها بعد ما فكرنا وبنينا الافكار بتاعتنا في عقلنا ونقضنا الموضوع وبعدين ابتدينا نعتمد على prior learning او prior knowledge اللي هي التعليم السابق والمعرفة السابقة وكمان ابتدينا نعتمد على prior experience prior experience او الخبرة السابقة زي ما قلنا احنا تعلمنا تعليم سابق ده ممكن يكون في الاسكول او في المدرسة وكمان عندنا prior experience او خبرة سابقة دي في حياتنا العادية مع بابا وماما في البيت في الشارع في النادي دي حاجة مش لازم تكون في الاسكول او في المدرسة ثالث حاجة لما دي نجيبها نهول الرأي بتاعنا او نهول الحل بتاع المشكلة دي هنشوف هو reasonable ولا لا reasonable يعني معقول ولا لا فدي الاستراتيجيات او الخطوات اللي احنا بنستخدمها واحنا بنعمل critical thinking هبسطها لكم و هوضح لكم بالامثلة دلوقتي مش عايزكم تخافوا خالص فهنا بيقول لنا using critical thinking skills استخدام نهارات التفكير الناقد فزاي ما قلتلكم انا هقول لكم دلوقتي riddle riddle او لغز دلوقتي هنشوف هتعرفوا تحلوا ولا لا مثلا الriddle بتاعنا او اللغز بتاعنا بيقول لنا we are dry and hard we are dry and hard احنا جافين و صلبين we are dry and hard احنا جافين و صلبين طب دي اول معلومة احنا عرفناها في الriddle بتاعنا ان احنا بنتكلم عن حاجة dry و hard جافة و صلبة في نفس الوقت we can be very small we can be very small احنا ممكن نكون صغيرين جدا دي تاني معلومة احنا عرفناها farmers put us المزارعين بيحطونا in the soil in the soil في التربة في الارض المزارعين بيحطونا في التربة طب دي تالت معلومة المزارعين بيحطوهم في الارض we need water to grow into plants احنا هنحتاج مية علشان ننمو و نبقى نباتات what are we what are we احنا ايه دلوقتي طبعا احنا عرفنا كلنا ان احنا بنتكلم عن seeds seeds او البزور اول حاجة احنا عملناها في حل الريدل دي اصحابي ايه هي بدأنا نسمع و نجمع الانفورميشن فاعلنا تاني حاجة بعد ما عرفنا كل الانفورميشن عملنا لها critical thinking او تفكير ناقد التفكير ده بدأنا نحلل به الانفورميشن دي فاعلنا و نشوف الprior knowledge والlearning كمان او التعليم السابق اللي احنا تعلمناه قبل كده والprior experience كمان او الخبرة السابقة وبعدين بدأنا نحط فاعلنا اه دي ال seeds دي البزور اللي احنا اخدناها في السنين اللي فاتت في منهك discover الجميل ال seeds او البزور دي ال farmers بيستخدموها و بيحطوها في ال soil او في التربة او في الارض علشان تموا بعد كده ويحصلوها grow up وتبقى plants plants او نباتات هنا بعد ما عرفنا ال answer دي فاعلنا قدرنا نعملها checking او نشوفها كده ونفحصها ال answer دي reasonable ولا لا reasonable يعني معقولة ولا لا فلاقيناها reasonable فاعلا فروحنا ايلينها على طول قلنا انت بتتكلمو عن ال seeds فروحنا ايلين ال answer هي ال seeds ال seeds او البزور زي ما احنا عرفنا كلنا من شوية فذا طبعا يا اصحابي example كده او مثال بسيط بيوضح لنا ازاي احنا بنستخدم critical thinking او التفكير الناقض في حال اي riddle او اي problem او اي مشكلة بتواجهنا في الحياة ونرجع هنا ال page number 4 مرة تانية فهم بيدي يقولنا look at انظر على the pictures الصور below الموجودة بالاسفل these pictures هذه الصور are small parts اجزاء صغيرة of a bigger picture of a bigger picture لصورة كبيرة اجزاء صغيرة من صورة كبيرة can you decide هل يمكنك ان تحدد ان تقرر what the whole image is what the whole image is ايه هو الصورة الكبيرة كانت عبارة عن ايه الصورة الكبيرة الا الصورة الصغيرة دي جزء منها هي عبارة عن ايه with your shoulder partner with your shoulder partner مع ذميلك في الفصل write your answers اكتب ايجاباتك in the blanks في الفراغات ثم بعد ذلك explain اشرح how you found your answers how you found your answers كيف وقت ايجاباتك فمرة تانية كده احنا عرفنا المطلوب مننا ايه؟ فتعالوا نشوف يا اصحابي مع بعض اول بيكيتر او اول صورة هنلاقيها صورة كده فيها colors جميلة كده فانا عايز كل واحد فيك ويفكر شوية ويقول لي ممكن تكون البيكيتر دي جزء من ايه او small part of what جزء من ايه بالضبط يا اصحابي هو بيقول لنا هنا what do you think the image is what do you think the image is ما رأيك في هذه الصورة الصورة دي عبارة عن ايه يا اصحابي هو بيسألنا هنا فانا مثلا يا اصحابي شايف ان الصورة دي عبارة عن جزء من butterfly wing butterfly wing او من جناح الفراشة انا شايف ان colors الجميلة الموجودة دي دي small part of butterfly wing او جزء صغير من butterfly wing او من جناح الفراشة ممكن حد تاني يقول لي لا اه يا مستر دي feather او ريشة جزء من feather او من الريشة ممكن حد تاني يقول او اجابة تانية المهم انت هتكتب هنا what do you think the image is او الصورة دي عبارة عن ايه فانا هكتب هنا butterfly wing او ايه او جزء من جناح الفراشة بعد كده بيسألنا وبيقول لنا what in the image helped you decide what in the image helped you decide يعني ايه اللي في الصورة ساعدك تقول كده فانا اعرض عليه واقول له the colors the colors او الالوان الالوان هي اللي ساعدتني ان انا اقول كده ممكن حد تاني يكون ليه اجابة تانية هنا يا اصحابي مفيش اجابة نموذجية الفكرة كلها ان احنا نقدر نستخدم critical thinking skills او مهارات التفكير الناقد فان احنا نشوف الحاجة اللي قدامنا المشكلة اللي قدامنا ال riddle اللي قدامنا او اللغز اللي قدامنا وبعدين نبتدي نعمل critical thinking في عقلنا او تفكير ناقد في عقلنا نحلل المعلومات دي وبعدين نبتدي نقول الانسر او الاجابة ولازم تكون reasonable answer او اجابة معقولة زي ما اتفقنا من شوية تعالوا نروح للصورة التانية ونشوف موجود فيها ايه موجود في البكيتشير التانية هنا صورة كده انا شايف مثلا ان هي ممكن تكون بي بي او نحلة فهنا بيقول لنا what do you think the image is تعتقد ان الامج ده عبارة عن ايه فانا هقوله هنا بي بي او نحلة ممكن حد تاني مثلا يعتقد ان هي another insect او حشرة تانية زي مثلا spider او عنكبوت او اي any other insect او اي حشرة تانية المهم ان احنا هنكتب هنا what do you think the image is او انت بتعتقد ان الامج ده عبارة عن ايه فانا كتبت هنا بي او نحلة بيقول لنا بعد كده what in the image helped you decide ايه اللي ساعدك في الامج ده او في الصورة دي ان انت تقول كده انا مثلا هقوله the yellow and black hair the yellow and black hair الشعر الاصفر والشعر الاسود اللي موجودين في الانسكت دي او في الحشرة دي فهو ده اللي ساعدني ان انا اقول كده ان دايما البيز او النحل بيبقى موجود فيه yellow and black hair او بيبقى موجود فيه شعر اصفر وشعر اسود فهو ده اللي خلاني قلت كده ممكن حد تاني يكون عنده اجابة تانية مش عيب خالص المهم ان احنا نكون استخدمنا critical thinking او التفكير الناقد فان احنا نقول الانسر بتاعتنا زي ما قلنا من شوية وتعالوا نروح نشوف the third image او الصورة التالتة فموجود هنا فيها حاجة كده تحس ان هي نسيج من الانسجة او قماش من الاقمشة فهو بيقول لنا هنا what do you think the image is فانا مثلا هقول له ان هي fabric او قماش قطعة من القماش انا شايف كده انا شايف ان النسيج ده ابهر عن قطعة من القماش او ال fabric فحيسألني ويقول لي what in the image helped you decide what in the image helped you decide اللي خلاك تعتقد كده في الصورة دي فمثلا انا هقول له ايه the yarn the yarn او الخيوط الغزل الخيوط اللي موجودة في القماش ده او في الغزل ده هي اللي خليتني اقول كده فاقول له the yarn ممكن حد تاني يقول حاجة تانية مثلا ممكن يقول مثلا window wire window wire او silk شباك مثلا ممكن حد تالت يقول اجابة تالتة مثلا ممكن مثلا يكون شايف ده paper او ورقة المهم ان احنا لما نكتب الانسر بتاعتنا لازم كمان نكتب ايه اللي خلينا نقول الانسر دي او خلينا نقرر القرار ده وبكده نكون اتكلمنا عن critical thinking او عن التفكير الناقد وتعالوا نتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج نومبر 5 او صفحة رقم خمسة وانوانها ريدلز ريدلز او الغاز فانا بيقول لنا solve the riddles حل الغاز and write وكتب about عن the strategy الاستراتيجية you used اللي انت استخدمتها to solve them to solve them لحلهم احنا قلنا ان احنا عندنا في دليل المعلم المفروض ان احنا بنستخدم ثلاث استراتيجيات او ثلاث طرق ثلاث خطوات يعني يا اصحابي في استخدام critical thinking او في استخدام التفكير الناقد فعندنا free strategies زي ما قلنا من شوية وهم طبعا اول حاجة considering prior knowledge and learning او استخدام prior knowledge المعرفة السابقة and learning والتعلم السابق الحاجات اللي احنا تعلمناها قبل كده ثاني حاجة considering prior experience استخدام الخبرة السابقة زي ما وضحنا في الاول ثالث حاجة checking to see نفحص علشان نعرف if an answer is reasonable reasonable يعني معقولة الانصر اللي احنا بنقوله reasonable reasonable او معقول حل عائل حل معقول مناسب للكلام اللي احنا بنتكلم فيه فدول three strategies او الثلاث استراتيجيات الثلاث طرق اللي احنا بنستخدمهم في اثناء critical thinking او التفكير الناقد اللي هو prior knowledge and learning prior experience checking to see if an answer is reasonable وكده هنوضح احنا استخدمنا انه استراتيجي او او اي استراتيجية في اثناء حل الردل او في اثناء حل الغاز دي فمرة ثانية بيقول لنا solve the riddles and write about the strategy you used to solve them فاول riddle او اول لغزة اصحابي بيقول لنا my number is less than ten my number is less than ten رقمي هو أهل من عشرة you can add my number انت ممكن تجمع رقمي three times ثلاث مرات what to make the number 15 to make the number 15 علشان تكون رقم 15 او رقم 15 what is my number what is my number ايه هو رقمي طبعا كلنا هنقعد نفكر في عقلنا شوية فاول حاجة هو قال لنا انه هو less than ten يعني هو أقل من عشرة يبقى الرقم اللي احنا بندور عليه بيبتدي من zero لحد nine او لحد تسعة ويقال لك لما تجمعني على نفسي تلات مرات هنكون 15 او هنكون رقم 15 فلو جمعنا مثلا zero plus zero plus zero هيدينا zero لا مش هو ذا one plus one plus one هيدينا three لا مش هو ذا two plus two plus two هيدينا six لا مش دا three plus three plus three هيدينا nine لا مش دا four plus four plus four هيدينا 12 لا مش دا five plus five plus five هيدينا 15 او هو الرقم دا هو five فهنقول your number is five او رقمك هو number five رقم خمسة بيقول لنا بعد كده this is how i solved the riddle this is how i solved the riddle هكذا حللت اللغز مثلا انا اعرفت ان انا حل اللغز دا باستخدام prior learning او بالتعلم السابق انا تعلمت في الماث زمان ازاي لما جمع number five على بعضه ثلاث مرات هيدينا 15 فهكتب هنا considering my prior learning considering my prior learning او باستخدام التعلم السابق الخاص بيا باستخدام تعليم السابق وبكده انا وضحت له ازاي انا عملت solve للriddle دا او للغز دا طب في riddle number two او في اللغز رقم اتنين بيقول لنا i am a unit i am a unit انا وحدة of measurement of measurement من القياس احنا اخذنا units of measurement كتيرا اوي السنين اللي فاتت مثلا لما بنيجي نقيس الوزن كنا بنستخدم الجرام والكيلوز ولما كنا بنيجي نعمل measurement لل length او للطول كنا بنستخدم السنتيمتر والميتر والكيلو ميتر كمان السنة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن المابس والدستنس بين ال cities او المسافة بين المدن المختلفة فاحنا اخذنا units of measurement كتيرا جدا السنين اللي فاتت كلها جميلة وحلوة وخلتنا عندنا knowledge كبيرة نقدر نستخدمها في حياتنا فهنا بيقول لنا i am a unit of measurement انا وحدة من وحدات القياس طب دي اول معلومة بعدين بيقول لنا i can measure the length انا اقدر ان انا i use a tool of an object الخاص بعنصر من العناصر طب دي تاني معلومة تالت حاجة بيقول لنا i am useful انا مفيد useful يعني مفيد المفيد for measuring كيف ذا يكون فهنا بيقول لنا i am انا فنكتب هنا مثلا centimeter 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 لانه هو centimeter unit صغيرة قوي بنستخدمها في قياس length بتاع الحاجات الصغيرة فهو centimeter هميز به ال paper clip اللي هو tool صغير وده مفيد ومناسب جدا reasonable answer يعني ليه الردل دي تاني حاجة بيقول لنا this is how i solved the riddle this is how i solved the riddle هكذا حللت اللغز فاكتب هنا واقول له مثلا considering my prior learning او باستخدام التعلم السابق بتاعي احنا زي ما قلنا في الاول احنا عرفنا السنتيمتر ده في ال prior learning بتاعنا او في التعلم السابق بتاعنا فده اللي ساعدنا ان احنا نقدر نحل الردل ده او اللغز ده فانكتب كده زي ما احنا شايفين قدامنا considering my prior learning او باستخدام التعلم السابق بتاعي وفي الاخر بيقول لنا هنا i can use critical thinking skills انا استطيع ان استخدم مهارات التفكير الناقد و my favorite strategy الاستراتيجية المفضالة بالنسباني today النهاردة was كانت طبعا considering my prior learning considering my prior learning باستخدام التعلم السابق بتاعي ليه بقى because لانه because لانه it helped me to answer the riddle it helped me to answer the riddle الحاجات اللي انا تعلمتها قبل كده ساعدتني في ان انا احل الردل دي او الالغاز دي يبقى considering my prior learning او باستخدام التعلم السابق الخاص بياه because لانه it helped me الاستراتيجية دي ساعدتني to solve to solve في حل the riddles the riddles الالغاز اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقت بكده نكون انهينا page number 5 وانهينا معها شرح listen to وانهينا معها درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفادت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 like تحت الفيديو ما تنسوش تتابعونا على قناتنا الجديدة قناة اسرية جميلة جدا الرابط بتاعها في صندوق الوصف اسفل الفيديو وما تنسوش كمان تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان واللنك بتاعهم في الوصف اسفل الفيديو والاهم انك تشاركوا الدرس مع اصحابكو علشان الكل يستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مستر حسام السياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكم يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 3 او الصف الثالث الابتدائي term 1 الترم الاول ونهاردة مع lesson 3 او مع الدرس التالت وزي ما احنا متعودين مع بعض يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يا اصحابي احنا لسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 او الفصل الاول making a stronger me making a stronger me او يجعلني اقوى والنهاردة معانا lesson 3 او الدرس التالت page number 6 او صفحة رقم 6 وانوانها run and jump run يعني نجري نركض and jump and jump ونقفز طبعا يا اصحابي احنا لسه بنكمل مع بعض ازاي نتعلم life skills life skills او مهارات الحياة اللي اتكلمنا عنها قبل كده وكنا قولنا ان اول life skills مهم جدا ان احنا نكون متعلمانها وعارفين استخدامها في حياتنا طبعا هي collaboration collaboration او التعاون النهاردة هنعمل some practice او بعض التدريبات ازاي نقدر نستخدم ال collaboration او التعاون في حياتنا وفي ال classroom بتاعنا فالنهاردة بنتكلم عن jump and run يعني الجاري والقفز وهنا بيقول لنا look at انظر على this athlete هذا البطل الرياضي who is competing اللي بيتنافس in an event في حدث رياضي the athlete runs down the track and then jumps at the line يعني الاثلت ده جاري على التراك وبعدين بينط من فوق ال line او من فوق الخط اللي احنا شايفينه ده وبعدين بيقول لنا what questions ايه الاسئلة could we ask اللي احنا ممكن نسألها about what is happening about what is happening الاسئلة اللي ممكن نسألها عن what is happening او عن الحدث الرياضي ده او ايه اللي بيحصل فيه فممكن مثلا حد من اصدقائنا يسأل سؤال جميل جدا يقول لنا مثلا what is the name of the athlete ايه اسم الاسئلة ده او اسمه ايه البطل الرياضي ده ممكن حد تاني مثلا يقول how many athletes او كم عدد البطال الرياضيين in this event في الحدث ده ممكن نسأل اسئلة كتير قوي وده بيعلمنا واحنا موجودين مع بعض في الكلاسروم او احنا حتى بنذاكر مع بابا ومع ماما في البيت ان احنا نقدر نتعلم ازاي نعمل collaboration او نعمل تعاون مع بعض وازاي نقدر نستخدم collaboration او تعاون ده فان احنا نوصل لافكار جديدة ونتعلم حاجات جميلة جديدة فهنا طبعا بيقول لنا ايه الاسئلة اللي احنا ممكن نسألها زي ما قولنا ممكن نسأل اسئلة كتير جدا وطبعا الصورة زي ما احنا شايفين الاثلت او البطل الرياضي ده بيجري على التراك وبعدين بيقفز at the line من على الخط اللي احنا شايفينه قدامنا فبيقول لنا هنا تحت there are lots of things يعني هناك اشياء كثيرة we could measure we could measure احنا ممكن نقسها in this photo في الصورة دي في اشياء كتيرة وممكن نقسها في الصورة دي record سجل الاسئلة بتاعتك about what is measurable يعني قابل للقياس يعني قابل للقياس ممكن نقيسه اكتب الاسئلة بتاعتك عن اي حاجة ممكن نقيسها هنا example يعني على سبيل المثال ممكن نسأل نقول how far did he run how far did he run how far يعني الى اي مدى المسافة اللي هو نطها قد ايه how far did he run يعني الى اي مدى هو قفز المسافة اللي نطها قد ايه ده example على الاسئلة اللي احنا ممكن نسألها لان طبعا السؤال ده هنقيس المسافة اللي هو نطها علشان نقدر نحط answer للاجابة دي فاحنا لازم نسأل اسئلة الاجابة بتاعتها تكون measurable ممكن نقسها في وطبعا تكون متعلقة باي حاجة ممكن نعمل لها measurement فطبعا يا اصحابي في teacher guide او في دليل المعلم هو مدينا بعض ال questions او بعض الاسئلة اللي احنا ممكن نسألها ممكن نستخدم ثلاثة منهم طبعا انا مش عايزكم تنقلوا الاسئلة دي زي ما هي ونحطها ونكتبها في الكتاب وخلاص الامثلة بتاعت الاسئلة اللي teacher guide بيقولها او دليل المعلم بيقولها واحنا لازم نفكر في الاول ونحط الاسئلة اللي احنا ممكن نسألها ونحاول نفكر ايه الاسئلة اللي ممكن نسألها وتكون الاجابة بتاعتها متعلقة بحاجة ممكن نعمل لها measurement في البكيتشر اللي احنا ما شفناها فهنا بيقول لنا الاسئلة ممكن تكون how fast is he running how fast is he running يعني هو جريب بسرعة قعد قد ايه في الهواء قبل ما يلمس الارض هو بيعمل jump ممكن كمان نسأل نقول how much does he or his shoes weight how much does he or his shoes weight يعني وزن هو قد ايه او وزن الشوز بتاعه قد ايه ممكن كمان نسأل نقول how long are his legs how long are his legs الرجلين بتاعته طولها قد ايه ودي برضو حاجة علشان نقدر نجاوب عليها لازم نعمل measure او نقيس الرجلين بتاعت الافليت ده او البطل ده طولها قد ايه فزي ما قلنا يا اصحابي ممكن نسأل الاسئلة دي هنا انت بس مطلوب منك ان انت تكتب three questions او ثلاث اسئلة في المكان ده علشان نقدر نوضح ان احنا قدرنا نسأل اسئلة متعلقة بثنكس او باشياء we could measure احنا نقدر نقسها in this photo في الصورة دي ونتنقل الpage اللي بعد كده خليكم معي ونوصل الpage number 7 او صفحة رقم 7 وعنوانها how far can we jump how far can we jump يعني الى اي مدى نستطيع ان نقفز الى اي مدى المسافة اللي احنا نقدر نعمل لها jump ده طبعا practice او تدريب على collaboration او على life skill اللي هي بتاعت التعاون collaboration فهنا بيقولنا ان احنا واحنا في ال classroom هنتقسم groups زي ما احنا عارفين المفروض ان احنا كل group هنفترض ان فيه trench trench او حفرة او حفرة في ال way او في ال road بتاعنا في الطريق بتاعنا واحنا رايحين او احنا راجعين من ال school الترانش او الحفرة دي المفروض ان الترانش دي او الحفرة دي غويتة شوية وكمان عريضة العرض بتاعها about 80 سنتيمتر او 80 سنتيمتر او 80 سنتيمتر المفروض ان احنا عايزين نعمل practice او نتدرب ازاي نقدر نعمل jump او ننط يعني من فوق الترانش او من فوق الحفرة دي فانا بيقولنا read all instructions اقرأ كل التعليمات المكتوبة تحت طبعا carefully بحرص before you jump قبل ما تقفز and collect وجمع data البيانات with your group مع المجموعة بتاعتك هنا ال instructions او التعليمات اول حاجة بيقولنا stand with both feet on the line اقف برجليك الاثنين على الخط stand with both feet on the line اقف باقدامك الاثنين على ال line تاني حاجة بيقولنا jump forward اقفز للامام as far as you can go as far as you can go لاقصى مدى لاقصى مسافة تقدر تقفزها jump forward as far as you can go ثالث او ثالث حاجة في التعليمات بيقولنا have another group member mark where your feet land هيعلم انت رجليك نزلت فين يعني انت المسافة اللي انت نطيتها هتنزل فين بالضبط فالanother group member هيعلم المكان اللي انت رجليك هتنزل فيه بحيث ان احنا يبقى بيننا وبين بعض collaboration او تعاون فهو يعلم انت نطيت فين عشان خاطر نقدر نعمل measurement او نعمل قياس بعد كده للمسافة اللي انت نطيتها number 4 بيقولنا have a third group member have a third group member وخلي معاكو كمان فرد ثالث في الجروب measure ease the distance المسافة of your jump اللي انت قفزتها هيبقى معاكو فرد ثالث في الجروب او عضو ثالث في الجروب يعني هيعمل measurement للدستانس اللي انت نطيتها واخر حاجة بيقول record your distance below your distance below المسافة اللي انت نطيتها بالاسفل يبقى احنا كده عرفنا instructions او التعليمات اللي احنا المفروض هنمشي عليها تاني حاجة بيقول لنا هنا how far did you jump الى اي مدى انت نطيت record your distance سجل المسافة اللي انت نطيتها فبيقول هنا I jumped وهنكتب هنا المسافة اللي احنا نطيتها المفروض يا اصحابي ان دي اجابة انت هتكتبها على اساس المسافة اللي انت نطيتها فعلا حتى لو انت قاعد مع بابا وماما حاول كده توقف جنبهم في البيت مثلا وتعمل الexperiment b او التجربة دي وتنط كده وتشوف المسافة اللي انت هتنطها قد ايه وبابا او ماما يقصلك المسافة اللي انت نطيتها قد ايه وتكتب هنا distance قد ايه بالضبط بالسنتيمتر بعد طبعا ما نعمل لها او نقصها لو احنا في ال classroom هنتبع ال instructions دي وهنقيس طبعا ال distance اللي احنا نطيتها وهنكتبها هنا بالضبط الاخر هنا بيقول لنا ask 15 students اسأل 15 طالب في الفصل بتاعك how far they jumped هم ايه كم المسافة اللي هم نطيتها record their answers سجل الاجابات بتاعتهم using hash marks using hash marks مستخدما علامة ال hash on the correct row في الصف الصحيح off the chart below في الجدول الموجود بالاسفل فطبعا يا اصحابي احنا نستخدم العلامة اللي هو وضحها لنا في teacher guide او في دليل المعلم هي حاجة شبه التالي short او العلامة الخاصة بال pictograph او بالتالي short اللي هي الشرطة الميلة دي كل شرطة ميلة من الشرط دي هتبقى one student او طالب واحد زي ما عرفنا في المنهج بتاع الماس بتاعنا فطبعا one two three four دول four students طب لو عندنا five بنعمل عليهم شرطة بالعرض كده ودي اسمها track out او مش لازم نحفظ اسمها المهم ان الشرطة اللي بالعرض دي بتقول ان دي على بعضها كده punch البنش دي عبارة عن five students او خمس طالبة فكل شرطة من دول بتمثل one student او طالب واحد كل اربعة من دول لو هنخليهم خمسة نعمل عليهم شرطة بالعرض كده تبقى punch البنش الواحدة عبارة عن five students او خمس طالبة فنرجع هنا اصحابي للشارت الموجود او الجدول الموجودة عندنا فبيقول لنا هنا distance jumped distance jumped او المسافة اللي تم نقفزها و number of students number of students او عدد الطالبة فبيقول لنا هنا من zero ل 40 سنتيمتر كم واحد فنفترض مثلا يا اصحابي المفروض ان الاجابات دي تكون او دقيقة لو احنا في الكلاسروم فعلا وعملنا دي او التجربة دي هنكتب هنا الاجابات صح لو احنا في البيت وبنجرب مع بابا وماما ومع اخواتنا مثلا فنكتب هنا الاجابات الخاصة بكل واحد فمسلا هنا من zero سنتيمتر ل 40 سنتيمتر هنفترض ان في one student بس او طالب واحد بس هو اللي قدر ينط المسافة الصغيرة دي مثلا حد طوله مش طويل اوي ومقدرش ينط المسافة ابعد فهي دي الجامب بتاعته فنكتب هنا شرطة ميلة زي ما احنا شايفين قدامنا طب من 41 ل 80 سنتيمتر المفروض ان دي المسافة متوسطة هنفترض مثلا ان احنا في عندنا seven students او سبع طالبة نطو المسافة دي فهنعمل هنا زي ما شفنا ادي punch ودي كمان two فكده seven students البنش عبارة عن five students والشرطتين دول عبارة عن two students فهنا seven طب من 81 سنتيمتر ل 120 سنتيمتر فمثلا هنقول ان في ثري بس او ثلاثة بس هما اللي قدروا يعملوا شمب ل المسافة دي فنكتب هنا مثلا one two three طب من 121 ل 160 من 21 سنتيمتر او 160 او 160 او 160 سنتيمتر فهنفترض انه او اكتر من 160 سنتيمتر فهنفترض برضو ان في واحد بس هو اللي قدر يعمل جمب للمسافة دي وبكده نكون عملنا record او سجلنا الانسرز او الاجابات الخاصة بال 15 او بال 15 طالب اللي معانا في الكلاسروم اللي احنا سألناهم واخر حاجة او الهلك يا اصحابي واخر حاجة او انهاردة انتو ادربتوا على اللايف سكيلز اللايف سكيلز اللي اسمها الكلابوريشن او على المهارة الخاصة بالتعاون سألتك سؤال اخير او واحترمته من اجل المشاكل او على شان انتو عملتو معانا او نعملتو عملكة واحترمتم اراء بعضكم البعض واحترمتم اراء بعضكم البعض او من اشتركتوا اللايف سكيلز اللايف سكيلز وبرضو انتو تدربتم على اللايف سكيلز بتاعت حل المشاكل وحاجة السؤال الاخير قبل ما نقفل الحلقة what were you trying to solve today what were you trying to solve today انتوا تحاولتوا النهاردة تحلوا مشكلة اي تقدروا تجاوبوني خلوني اجاوب معاكم يا اصحابي الشاطرين اللي هلفوا الاجابة واللي لسه بيفكروا الproblem كانت how far can we jump how far can we jump او الى اي مدى نقدر نقفز ونقدر ننط يعني وطبعا ده متعلق بالاكتيفتي اللي احنا اخدناه واللي هو can we all jump over the trench in the road او احنا ممكن كلنا النط من فوق الترانش او من فوق الحفرة الموجودة في ال road او في الطريق بتاعنا وبكها نكون خلصنا شرح lesson 3 وخلصنا معا شرح page 7 وخلصنا دارس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى اليه الف واحد استفادوا او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على قناتنا الجديدة ما تنسوش تتابعونا كمان على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان الرابط بتاعهم في ال description او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسين الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 3 او الصف الثالث الابتدائي term 1 الترم الاول ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 making a stronger me او تجعلني اقوى ونهاردة هنبتدي نشرح lesson 4 او الدرس الرابع page 8 او صفحة رقم تمامية ويزاي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب والم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا يا اصحابي المرة اللي فاتت اتعلمنا two skills او مهارتين من life skills او من مهارات الحياة لو تفتكروهم هما اول حاجة طبعا الcollابوريشن الcollابوريشن او التعاون ازاي اتعلمنا نبقى متعاونين مع بعض وتاني حاجة اتعلمناها المرة اللي فاتت كانت solve problems او حل المشاكل ولما كلمنا عن الترنش او الحفرة اللي كانت في الروض او في الطريق بتاعنا واحنا رحين المدرسة ازاي هنعمل jump او ازاي هنعمل measuring او هنقس distance او المسافة اللي هنعمل لها jump وكان فيه 15 students او 15 طالب كل واحد فيهم ادينا data بتاعته او البيانات بتاعته وسجلناها بعد كده في table او في جدول وعملناها على شكل علامات اللي هي telemarks او العلامات اللي هي شكلها مائل كده وعرفنا الكلام ده وشرحناه باستفادة المرة اللي فاتت وكان موضوع جنيل جدا النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة هي life skill مهمة جدا وجديدة ولازم نتعلمها مع بعض وهي اسمها decision making ال decision making او صنع القرار ازاي اي قرار او اي decision بنعمله بيبقى فيه result في الاخر بتترتب عليه او نتيجة النهاردة هنتعلم ازاي نعمل decision او ناخد قرار وال decision ده بيكون طبعا بناء على data او على بيانات احنا شايفينها او عارفينها لان طبعا يا اصحابي اي شخص عادي بياخد اي decision او بيعمل اي decision making بيكون بناء على data data هو عارفها وبالتالي بناء على البيانات دي بياخد decision ده او بياخد القرار ده فالنهاردة هنتعلم ازاي نعمل decision فاول حاجة بيقول لنا هنا presenting data presenting يعني تقديم لما انا بقدم اي حاجة بعمل لها presenting presenting data يعني تقديم البيانات فاول حاجة يا اصحابي انا عايزكم تعملوها دلوقتي وعزيني تعود عليها بعد كده الparagraph اللي مكتوب ده عايزكم تقرؤوه وتحاولوا تقرؤوه هتديكم نص دقيقة بس تحاولوا تقرؤوه وبعدين انا هقرؤه عايزكم تفكروا وتشوفوا كده فهقلكوا الكلام اللي انتو قرأتوه نفس المعنى اللي انا قلته ولا لا موسيقى مجموعة من الرياضيين تنافسوا في مصابقة قفز الطلبة جمعوا البيانات عن الرياضيين كم الارتفاع اللي ممكن كل رياضي من الرياضيين دول يقفز انظر على القياسات اللي هم جمعوها يبقى مرة تانية فوجب لنا هنا القياسات او المجموعة اللي هم جمعوها في تابل صغير كده ومكتوب هنا height of jump height of jump يعني ارتفاع القفزة number of athletes number of athletes عدد الرياضيين وطبعا يا اصحابي عايز اقول لكم معلومة مهمة جدا لازم نعرفها النهاردة والمعلومة دي حطوها في عقلكوا وقفلوا عليها بقية حياتكم لما جون يعملوا دراسات على عقلنا كبني ادمين our brains او لو اقول بتاعتنا بت understand او بتفهم images او الصور اكتر بكتير جدا واسرع كمان لما بتعمل understanding للwords او للنumbers يعني انا لو جبتلك words كلمات او numbers او ارقام وحطتهم قدام عينك وجبتلك image بمثل الwords دي او ال numbers دي العقل بتاعك والعقل بتاعي كبني ادمين هيفهم الimage اسرع اسرع من الوقت اللي هيفهم به الwords او ال numbers علشان كده لما بنيجي نعمل presenting للديتا افضل حاجة ان احنا نحطها في شكل image او صورة زي ما اخدنا قبل كده وعرفنا قبل كده وعرفنا كمان السنة دي في المنهج بتاع الماث بتاعنا والحلائقات دي مشروحة عندنا دلوقتي فيه images كتيرة ممكن نشرح بيها الديتا زي مثلا graphs او الرسوم البيانية وعرفنا طبعا يعني ايه bar graph وخدناه السنين اللي فاتت ولسه مكمل معانا السنة دي وعرفنا كمان حاجة جديدة اسمها line plot line plot ده شكل من اشكال graphs موجود عندنا الشرح بتاعه في الماث عندنا وعرفنا كمان pictograph pictograph او الرسم البياني بالصور الكلام ده كله مشروح عندنا في منهج الماث وموجود على القناة بتاعتنا دي اسمها graphs images او graphs دي بتسهل على عقلنا ان احنا نفهم الديتا بشكل اسرع وابسط المعلومة دي لازم نحطها في عقلنا كويس قوي ونبعارفين ان احنا عقلنا بيفهم الامجس او الصور بشكل اسرع من الwords او numbers كمان فهنا مدينة تيبل او جدول زي ما قلنا height of jump او ارتفاع القفزة و number of athletes او عدد الرياضيين فبيقولينا هنا height of jump او ارتفاع القفزة من 0 ل 50 سنتيمتر في 10 athletes قفزوا الارتفاع ده يعني لما قوم يعملوا measuring لل distance اللي هم عملوا لها jump او ارتفاع النطة بتاعتهم في الهواء لقوه من 0 ل 50 سنتيمتر من 51 ل 100 سنتيمتر او من 50 ل 100 سنتيمتر يعني لو في 7 athletes او 7 رياضيين قدروا ينطوا المسافة دي من 101 لحد 150 سنتيمتر في 2 athletes بس هم اللي قدروا يعملوا jump للمسافة دي ومن 151 ل200 سنتيمتر في 1 athlete بس هو اللي قدر ينطي الارتفاع الكبير ده فده التابل اللي students او الطلبة قدروا يعملوا collecting للديتا وحطوها فيه وهنا بيقول لنا look at the three options انظر على الاختيارات التلاتة بلو الموجودة بالاسفل of how this data can be communicated communicated يعني يتم تواصلها يدينا هنا three options او ثلاثة اختيارات ثلاثة اشكال من الرسوم البيانية او من الجرافز ممكن نوصل بيها او نعمل communicating للديتا دي زي ما قلنا من شوية فبيسألنا هنا وبيقول لنا circle the option يعني ضع دائرة حول ال option او الاختيار that communicates اللي بيوصل these data the best these data the best البيانات دي بشكل افضل يبقى مطلوب مننا ان احنا نعمل circle او نحط دائرة حوالين image او حوالين الشكل او حوالين graph اللي بيعمل communicates او بيوصل these data بشكل افضل فزي ما احنا شايفين يا اصحابي في عندنا هنا line plot line plot ده اخدناه في الماف والشارح بتاعه موجود عندنا في القناة لازم نروح نتفرج عليه لان ده مهم جدا في الماف عندنا وفي عندنا كمان الشكل ده من الاشكال البيانية ده شبه line plot بس هو بالdots او بالنقط ده شكل من الاشكال اللي بيوصل برضو ال data وهو ملغبط شوية وملعبك شوية ال dots كتيره وممكن الواحد نعرفش عدها وفي اخر حاجة حبيبنا كلنا طبعا اللي انا شخصيا بحبه وهو الbar graph وعوضة حاجة فيهم ففي عندنا free options او 3 اختيارات زي ما قال لنا وبيقول لنا احنا لازم نحط circle او دائرة حوالين الoption او حوالين الاختيار اللي بيقدر يعمل communicate او بيوصل ال data the best البيانات بشكل افضل وبيقول لنا هنا في الجنب 10 athletes jumped 0 to 50 cm بيشرح لنا فتلاقي حتى في line plot في هنا 10 access او 10 علامات اكس كمان في ال dots هنا بتلاقي ده 10 dots وهنا في الbar graph اللي هو من 0 ل 50 اطول واحد بيقول لنا 7 athletes jumped 51 to 100 cm سبعة يدروا ينقطوا من 51 to 100 cm فتلاقي هنا في 7 access في هنا 7 dots البار هنا اقل شوية من البار اللي قبل منه لان ده 7 best 2 athletes jumped 101 to 150 cm اثنين بست اللي ادروا ينقطوا من 101 to 150 cm فتلاقي هنا في 2 access وهتلاقي هنا في 2 dots وهتلاقي هنا في الbar graph البار بتاع المسايفة دي اصغر من اللي قبل منه 1 athlete jumped 151 to 200 cm واحد بست اللي قدر ينقط من 151 to 200 cm هتلاقي هنا على line plot في اكس واحدة وهنا ال dot line ده في dot واحدة وعلى الbar graph هتلاقي الbar بتاع المسافة دي اقصر واحد فيهم لانه هو 1 athlete او واحد بس من الرياضيين فطبعا هنا اصحابي مفيش اجابة نموذجية زي ما قلتلكم احنا هنا بنعمل decision making او بنصنع قرار انا عايزك طبعا تحط circle حوالين ال image او حوالين الشكل اللي بيعمل communicating او بيوصل ال data بشكل افضل بالنسبالي انا الbar graph هو المفضل لانه هو اوضح واحد فيهم ممكن الواحد يتلغبطه هو بيقرأ line plot ممكن نقرأ x زيادة او x اعال في ال dot line ده طبعا ده لغبط خالص وسيق جدا بالعكس هو الواحد هيتلغبط اكيد هو بيعد ال dots دي لكن ال bar graph بيبقى واضح وباين جدا وطبعا هنا هو ناقص بس ال access او المحور بتاع numbers او الارقام هو قصب انهم يحطهوش علشان هو عايز بس يوضح لنا الفرق بينهم مش اكتر الفرق بين ال bar graph وال dot line ده وال line plot فاحنا المفروضة نحط circle حوالين واحد من الثلاثة دول ونتنقل لل page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page number 9 او صفحة رقم تسعة وهنا بيقول لنا graphing how far we can jump graphing how far we can jump هنعمل تمثيل بياني لاي مدى احنا ممكن نقفز طبعا زي ما خدنا المرة اللي فاتت احنا عملنا collecting او جمعنا ال data الخاصة ب 15 students او ب 15 طالب من ال students زميلنا في الفصل فالمفروض هنا هنعمل بقى graphing او تمثيل بياني how far we can jump او لاي مدى احنا نستطيع ان نقفز فياريتوا يربع الجزئية دي او صحابي هسيبكوا 10 ثواني تقروها بيقول لنا هنا use the numbers استخدم الارقام from the how far can we jump page اللي موجودة في صفحة الى اي مدى نستطيع ان نقفز اللي خدناها المرة اللي فاتت to graph the distances علشان نعمل تمثيل بياني للمسافات you recorded اللي انت سجلتها then ثم بعد ذلك answer the questions اجب على الاسئلة طبعا يا اصحابي دي ال data اللي احنا عملنا لها collection وجمعناها المرة اللي فاتت في الدرس اللي فات بالنسبة لل distance jumped او بالنسبة المسافة اللي تم قفزها من 0 ل40 سنتيمتر كان فيه one student من 41 ل80 كان فيه seven students من 81 ل120 فيه three students من 121 ل160 كان فيه three students اكثر من 160 كان فيه one student او كان فيه طالب واحد طبعا دائما من الحلقة اللي فاتت طبعا دائما من الحلقة اللي فاتت طبعا بيقولنا هنا عايزين بقى نعمل graphing او نعمل تمثيل بياني لل distances دي او للمسافات دي فنعمل هنا bar graph صغير على 0 ل40 سنتيمتر لانه هو كان one student طبعا من 41 ل80 كان فيه a day اصحابي شاطرين كان فيه seven students فهو ال graph بتاعه بالشكل ازاي ما احنا شايفين دا طبعا من 81 ل120 كان فيه a day اصحابي شاطرين كان فيه three students طبعا من 121 ل160 كان فيه a day اصحابي برضو كان فيه three students طبعا من 160 او اكثر من 160 سنتيمتر شاطرين كان فيه one student برضو فهنا كده احنا عملنا graphing او عملنا تمثيل بياني للdistances دي او للمسافات دي المفروض دلوقتي احنا نبقى قادرين نجاوب على الاسئلة الموجودة تحت فبيقولينا هنا اصحابي what range had the greatest number of students what range اي مدى had the greatest number of students موجود فيه اكبر عدد من الطلبة انهي مسافة من دول موجود فيها عدد اكبر من الطلبة شاطرين طبعا from 41 to 80 سنتيمتر بيقولينا كمان what range had the least number of centimeters اي مدى موجود فيه اعلى عدد من الطلبة طبعا بالنسبة للdata collection اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت من 0 ل40 سنتيمتر and greater than 160 سنتيمتر طبعا السؤال التالي بيقولينا what information اي معلومات may be missing ممكن تكون مفعودة from your graph from your graph من الرسم البياني بتاعك زي ما قلت يا اصحابي هو مش مدين الاكسس بتاع النومبر بتاع اللي students هنا فانت مش عارف البار الواحد منهم فيه كم student فانكتب هنا تعداد اللي students اللي في كل دستنس من الدستنس دي فانكتب هنا one student jumped from 0 to 40 سنتيمتر seven students jumped from 41 to 80 سنتيمتر three students jumped from 81 to 120 سنتيمتر three students jumped from 120 to 160 سنتيمتر where one student jumped greater than 160 سنتيمتر صب كده احنا عوضنا الجزئية بتاعة الاكسس اللي ناقص او المحور اللي ناقص اللي هو المفروض بيبقى موجود عليه number of students او عدد الطالبة زي ما احنا عارفين كلنا اي bar graph بيبقى to access فيه هنا اكسس ناقص اللي هو بيبقى مفروض vertical access او المحور العمودي اللي بيبقى عليه number of students او عدد الطالبة ومش جايبه لنا هنا فدي تعتبر missing information او بيانات ناقصة احنا كمناها وكتبناها له هنا كتبنا له عدد الطالبة ال not كل مسافة من المسافات دي المفروض طبعا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت دي data collection المفروض نجمعها في ال classroom بتاعنا ممكن تكون الارقام مختلفة لما نجمعها في ال classroom لون من احنا نكون فاهمين ال concept اللي احنا شغالين على اساسه وزي ما اتفقنا يا اصحابي احنا هنا بنتعلم حاجة مهمة جدا اسمها decision making او صنع القرار زي ما قولتلكو في اول الدرس هو اسألنا لصفحة اللي فاتت ان احنا اي graph من ال graphs ممكن يكون بيعمل communicating او بيوصل ال information وال data بشكل افضل فاحنا حطينا circle حوالين ال graph اللي احنا شايفينه بيوصل ال data بشكل افضل هنا بيسألنا وبيشوف احنا فاهمين بقى ال bar graph ولا لا وخلانا عملنا وعملنا presenting او تمثيل وتقديم لل data بتاعتنا اللي احنا عملنا لها collecting في الحلقة اللي فاتت على ال graph هنا وسألنا كمان في ال bar graph ايه اكتر مسافة الطالبة نطتها وسألنا كمان ايه the greater number وايه the least number وايه the missing information علشان يتأكد ان احنا فاهمين ال bar graph وعارفين ازاي نعمل presenting او تقديم وتمثيل لل data او للبيانات في ال bar graph وفي ال graphs المختلفة كمان الكلام ده مشروح بشكل اوسع في المنهج بتاع ال math بتاعنا والحلقات دي مشروحة وموجودة عندكو تقدروا تتفرجوا عليها تنفعكو كتير وطبعا according to teacher guide او طبقا لدليل المعلم النهاردة احنا تعلمنا life skill جديدة وهي decision making او صنع القرار وكمان اتعلمنا ازاي نعمل communication او نعمل تواصل واتصال بنا وبين بعض ازاي قدرنا نعمل data collection اخر حاجة اصحابي المفروض نعرفها واحنا في ال classroom دلوقتي انا هسألها لكم بشكل بسيط جدا انا لو جبتلكوا bar graph تاني دلوقتي بتاع مجموعة تانية من الطالبة غير ال 15 students اللي انتو عملتو لهم data collection البارجراف التاني ده مختلف طبعا عن البارجراف ده فحاجات لان هو خاص بناس تانيين وسألتوكو ايه similarities او ايه اوجه التشابه similarities او ايه اوجه التشابه بين البارجراف ده والبارجراف التاني طبعا هتوضحوا ان هم بيعملوا presenting data وبيمثلوا البيانات وسألتوكو ايه هي differences او الاختلافات اللي بينهم هتقولولي مثلا الاختلافات بين الاعداد في كل distance من ال distances المختلفة سألتوكو مثلا طب هما ليه different اصلا مختلفين ليه الموضوع بسيط جدا لان هما بيمثلوا different students او بيمثلوا طالبة مختلفين العدد بتاعة ال 15 students دول غير ال 15 students اللي انت عملت لهم data collection فبالتالي البارجراف ده غير البارجراف بتاعك المهم ان احنا نكون فاهمين ده ما نتسائل ونعمل comparing او نعمل مقارنة بين two graphs ازاي نعرف نعمل compare بينهم طبعا هما بيكون بينهم وبين بعض similarities similarities او اوجه تشابه فحاجات زي ان هما الاثنين بيعملوا presenting data او تمثيل البيانات بيكون كمان بينهم وبين بعض differences او اختلافات لان مثلا ال numbers مختلفة وال distances كمان ممكن تكون مختلفة وطبعا هما المختلفين ليه او why they are different because they are presenting data for different students او هما بيمثلوا بيانات لطلبة مختلفين المفروض ان احنا نكون فاهمين الكلام ده والمفروض ان احنا نتسائل السؤال ده في classroom او في الفصل ان شاء الله لو انتوا اتقسمتوا الفصل اتقسم مجموعتين كان فيه في الفصل مثلا 30 students او 30 طالب اتقسموا مجموعتين فال 15 دول غير ال 15 دول فالمفروض ال teacher بتاعنا هيجمع ال graphs او الرسوم البيانية مننا ويحاول يخلينا نعمل comparing او نقارن بين two graphs من ال graphs دي او بين رسمين بيانيين من الرسوم البيانية دي كل واحد فيهم خاص بالمجموعة من المجموعتين فاحنا المفروض ان اعرف نعمل comparing ونقارن بينهم وزي ما قلتلكم مفيش اجابة نموذجية المهم ان احنا نكون فاهمين والمهم كمان ان احنا نحفظ الكلمات الجديدة اول بول علشان بعد كده يا اصحابي انا عايزكوا تقروا معايا الدرس انا هسيبلكوا فرصة قبل ما نقرأ اي حاجة حاولوا تقروها لوحدكم علشان تتدربوا على ال reading وبعدين انا هقراها قدامكم وهقولكم معناها ايه وانتو حاولوا تعرفوا انتو ايه اللي واقع منكو علشان تحفظوه وبالتالي نتقدم ونتحسن ان شاء الله اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاقي الف واحد استفادوا او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كنان وانا سايبلكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary three او الصف الثالث الابتدائي term one term الاول ولسه بنكمل مع بعض شرح chapter one او الفصل الاول making a stronger me making a stronger me او يجعلني اقوى وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية lesson four او الدرس الرابع page number ten او صفحة رقم 10 النهاردة نبتدي مع lesson five او الدرس الخامس page number 11 او صفحة رقم 11 وعنوانها a new year a new year يعني سنة دراسية جديدة هنا السنة دي اصحابي هيبقى معانا اصدقاء جدد اول صديق لينا هيكون اسمه رشاد السنة اللي فاتت كان معانا حسام وكان معانا نور وكانوا موجودين معانا في منهج discover السنة دي هنتعرف على صديق جديد لينا اسمه رشاد رشاد معانا في primary free او في الصف الثالث الابتدائي برضو ونشوف رشاد هيحصل له ايه معانا السنة دي وانهاردة عايزين نتعلم new life skill او مهارة حياتية جديدة هي اسمها ال empathy ال empathy او التعاطف ازاي ان احنا نتعاطف مع حد لو حد مر بموقف محرج قدامنا او حد حصل له حاجة سيئة ازاي ان احنا يبقى عندنا empathy او عندنا تعاطف ونقدر نتعاطف معاه نحط نفسنا مكانه نشوف هو قد ايه مثلا حصل له حاجة بمؤلمة او حاجة بداي اي حد ونتعاطف معاه ونتصرف معاه على الاساس ده ال life skill دي اسمها empathy او تعاطف المهم ان احنا نكون فاهمين ان ال empathy او التعاطف دي life skill مهمة جدا يا اصحابي زي ما احنا هنتعاطف مع الاخرين لو هما بيمروا بشيء سيء او بموقف سيء هما كمان هيجي وقت ويتعاطفوا معانا فيه ويحسوا مثلا بموقف سيء احنا مرينا به او بوقت صعب احنا مرينا به فهنا النهاردة احنا بنتكلم عن ال empathy او عن التعاطف الاستوري الجميلة اللي احنا هنقراها دلوقت في lesson 5 او في الدرس الخامس فيها بعض المعلومات الخاصة بال life skill دي واول حاجة زي ما قلنا عنوان الدرس هو a new year او عام دراسي جديد فاول حاجة بيقول لنا هنا read the story read the story او اقرأ القصة فبيقول لنا رشاد was excited to start a new school year رشاد كان متحمس علشان يبدأ عام دراسي جديد the first week الاسبوع الاول he met his neighbor zina فاول اسبوع هو قابل جارتو زينا زينا جارتو طلعت كمان زملته في ال classroom او في الفصل في المدرسة and they became friends وهم اصبحوا اصدقاء رشاد and zina spend lots of time together رشاد وزينا قدوا اوقات كتيرة مع بعض talking about building things بيتكلموا عن building things او بناء الاشياء they had a lot in common they had a lot in common يعني هم عندهم حاجات كتير او مشتركين فيها they were excited هم كانوا متحمسين جدا to start on a new class project to start on a new class project ان هم يبدأوا في مشروع مدرسي جديد زي ما احنا عارفين يا اصحابي ان احنا كل سنة بيبقى عندنا projects او مشاريع بنعملها في ال classroom مع بعض فهم كانوا متحمسين جدا ل new class project او مشروع دراسي جديد يعملوه في ال classroom the class was going to write and perform a play about being healthy الفصل كان هيبتدي يكتب ويعمل مسرحية عن ازاي ان انت تكون بصحة جيدة each group كل مجموعة will get to write a script المفروض ان هي تكتب script او نص زي ما احنا عرفنا قبل كده لل play او للمسرحية اللي هم هيعملوها the teacher announced يعني المعلم اعلن كده and each group will get to write a script and each group will get to write a script the teacher قال كده first decide on each person's rule for the project اول حاجه لازم نقرر decide on each person's كل شخص من الشخصيات rule دور بتاعه for the project في البروجيكت ده او في المشروع ده then ثم بعد ذلك you will need to agree on the story the group طبعا هيحتاج ان هو agree on او يتفق على the story اللي هما يكتبوها رشاد and zina felt lucky رشاد وزينا حاسوا ان هما محظوظين that they got to be in the same group علشان هما هيبوا في نفس ال group او في نفس المجموعة their group begin picking rules المجموعة بتاعتها ابتدت ان هي تختار الاضوار for the project للمشروع رشاد loves building things رشاد بيحب بناء الاشياء so he picked the role of creating the props علشان كده هو اختار ان هو يبقى اللي بيعمل the props او الادوات والحاجات اللي بيستخدموها في play بتاعتهم مثلا لو مثلا انت بتعمل play عن موضوع معين في مثلا علم هو بيعمل العلم ده وبيلونه فده prop او ده غرض من الاغراض اللي بيستخدموها في عمل play بتاعتهم وهكذا اي حاجة ممكن يكونوا بيستخدموها كادات عرض في عمل play بتاعتهم او في عمل project بتاعهم هو بيعمل ال prop ده او بيعمل الغرض ده ذينا ايضا بتحب تعمل الاشياء ذينا ايضا بتحب تعمل الاشياء The other group members الاعضاء التانين اللي في الجروب took the rules اختاروا الادوار of script writer اللي هي واحد هي بكاتب script writer and schedule keeper واحد تاني هي يمسك جدول العرض بتاع ال project بتاعهم ثم بعد ذلك it was time to start planning the story ده بقى خلاص وقت تخطيط the story او القصة اللي هما هيعرضوها في ال project بتاعهم رشاد had a good idea رشاد كان عنده فكرة كويسة he said i think we should tell a story اعتقد ان احنا ينبغي ان احنا نقول story او قصة about how fast Egyptian Arabian horses are عن ازاي ان Egyptian Arabian horses او الخيول العربية المصرية سريعة ازاي هي سريعة they laughed at رشاد's idea they سخرت يعني دحكت وسخرت كده من فكرة رشاد she said that's a terrible idea يعني دي فكرة بشعة فكرة شنيعة it has nothing to do with being healthy هي ملاقش علاقة خالص بان انت تبقى بصحة جيدة i think the best story to tell انا اعتقد ان افضل قصة ممكن نقولها is about Sarah Ahmed هي عن Sarah Ahmed she was the first Egyptian woman هي كانت اول امرأة مصرية to win an Olympic medal تفوز بميدالية أولمبية رشاد was surprised رشاد كان مندهش وكان مصدوم that his friend ان صدقته didn't like his idea محبتش ومعاجبتش بالفكرة بتاعته his feelings were hurt he said he said i don't like your idea either انا بمحبش فكرتك بردو if we don't use my idea الا احنا مش هنستخدم الفكرة بتاعتي i don't want to be in this group انا مش عايز ابقى في الجروب دي he fold his arms هو ربع دراعاته وكده وقفل دراعاته على بعضها and put it and put it وبوز تجهم عبس وشه كده كشر كده وضرب بوز يعني وكده عرفنا الستوري الجميلة اللي مر بيها رشاد وصدقته زينة اللي هي his neighbor وصدقته في نفس الوقت والكليك بتاعه في ال classroom واللي حصل بينهم في اليوم بتاع ال project اللي اعلن عنه التيتشر بتاعهم تعالوا نتنقل البيج اللي بعد كده ونشوف ايه اللي حصل بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 12 او صفحة 12 احنا سبنا الستوري الجميلة اللي احنا قرناها من شوية هنرجع لها تاني كمان شوية بس هنا لسه زي ما قلنا بنتكلم عن الامباثي الامباثي او التعاطف فبيسألنا بعض الاسئلة الاصحابي وبيشوف هنأعمل ايه وهل هيكون عندنا امباثي او تعاطف ولا لأ فبيقول لنا ماذا كنت ستفعل ماذا كنت ستفعل ماذا كنت ستفعل ماذا كنت ستفعل وبعدين بيقول لنا هنا من السيناريوهات او من القصص الصغيرة اللي ممكن تحصل تحت دي فبيقول لنا هنا there may be more than one correct answer ممكن يكون هناك اكتر من اجابة واحدة صحيحة ومدينا مجموعة اختيارات المفروض ان احنا نوصل كل سيناريو او كل قصة من القصص الصغيرة اللي هو بيقول هلنا دي او موقف صغير من المواقف دي بحاجات احنا ممكن نعملها في الموقف ده تعالوا نوصلها مع بعض فبيقول لنا يا اصحابي اول حاجة your friend makes fun on someone in class your friend makes fun on someone in class يعني صديقك صخر من واحد تاني من شخص تاني في ال classroom عندكو المفروض انت كنت هتعمل ايه كنت هتاسك your friend to stop هتقول له اسكت ولا get help from an adult you trust ولا get help from an adult you trust هتطلب مساعدة من شخص داي الغندا بتصق فيه ولا walk away هتمشي بعيد and find other friends to be with هتدور على اصدقاء تانيين ممكن تكون معاهم ولا be a friend listen support and speak up هتكون مع صديقك وهتسمع له وهتدعمه وهتكلم كمان بصوته ولا say nothing مش هتقول حاجة and walk away وهتمشي ولا ask for an apology ask for an apology هتطلب منه ان هو يعتذر المفروض طبعا ان انا مثلا بالنسبالي لو my friend makes fun on someone in class هقول له اول حاجة ask your friend to stop هقول له اسكت تاني حاجة ممكن مثلا ان انا اقول له هو يعتذر ask for an apology اعتذر كمان لو سمحت طب تاني جملة بيقولنا your friend pressures pressures يعني بيضغط you عليك to do something علشان تعمل شيء ما you don't want to do انت مش هيستعمله المفروض ان انت هتختار ايه من الاختيارات يا اصحابي شطرين طبعا انا واحد من الناس مثلا هقول له اسكت بطل اللي انت بتعمله ده ask your friend to stop هقول له اسكت طب لو your friend does not listen to your ideas لو هو ما بيسمعش الارائك وكلامك اللي انت بتقوله هتقول له stop مش هو مش مستمعك اصلا ولا هتحاول to get help from an adult you trust ولا هتحاول to get help from an adult you trust هتحاول تطلو مساعدة من شخص بالغ انت بتصق فيه ولا walk away and find other friends to be with هتروح تدور على اصدقاء تانيين تبقى معهم ولا هتبقى مع صاحبك listen with support to speak up ولا say nothing and walk away ولا ask for an apology طبعا كل واحد ممكن يكون لاختياره بس انا مثلا ها say nothing and walk away مش هكلم مش هقول له حاجه وهو بعض يومشي طب لو your friend tells your secret السر بتاعك to other people in class للناس التانيين في ال classroom المفروض اتامل مع ايه انا طبعا هاسك هم for apology هقول له يعتذر وكمان ممكن ask your friend to stop هطلب منه انه هو يبطل اللي هو بيعملو ده طب اخر حاجه بيقولك your friend spreads يعني صديقك بينشر a rumor اشعاعات about someone عن شخص ما in class في الفصل وبينشر rumors او اشعاعات about someone in class عن شخص ما في ال classroom المفروض هنعمل ايه طبعا انا ممكن اقول له ask your friend for an apology او هطلب منه انه هو يعتذر عن اللي هو بيعملو ده طبعا يا اصحابي هنا مفيش اجابة نموذجية ممكن كل واحد يبقى ليه اختيار اللي هو يختاره في السيناريو ده او في الموقف ده المهم ان احنا نبقى عارفين انه لازم يكون عندنا empathy empathy او تعاطف مع اي شخص بيمر بموقف حرج او بوقته صعب ولازم يكون عندنا empathy ونحس به ونحط نفسنا مكانه كمان وتعالوا نتنال ال page اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل ل page 13 او صفحة 13 ولسه بنكمل ستوري الجميلة بتاعت رشاد وزينة فهنا العنوان بتاع ال page بيقول لنا asking for help asking for help طلب المساعدة فبيقول لنا read the story يعني اقرى القصة اول حاجة بيقول لنا that night that night يعني في هذه الليلة في نفس الليلة اللي كان فيها رشاد وزينة في الكلاسروم وحصل بينهم الاختلاف اللي قريناها من شوية that night في هذه الليلة رشاد كان بيأكل العشاء بتاعه with his parents مع والديه and younger sister ياسمين وأخت الصغيرة ياسمين فهو رشاد بيقول اي بقى you wouldn't believe that زينة did رشاد قال يقولوا انتو مش هتصدقوا زينة عملت ايه رشاد قال كده i thought we should tell a story about how fast Egyptian Arabian horses are انا اعتقدت ان احنا المفروض نقول قصة عن ازاي الخيول العربية المصرية سريعة but زينة لكن زينة laughed at me laughed at me صخرت مني the other kids الاطفال التانيين in our group في ال group بتاعنا had different ideas هندوم قراء تانية to she didn't like any of them هي محبتش ولا فكرة فيهم i don't know what to do انا مش عارف اعمل ايه رشاد cried رشاد عيات وبكى زينة is my friend but now it feels like we do not even like each other زينة كانت صدقتي بس انا حاسس دلوقتي ان احنا مش بنحب بعض اصلا all because كل ده بسبب we cannot agree احنا مش قادرين نتفق about what story عن اي قصة to tell هنقولها for the play for the play for the play في المصرحية اللي احنا المفروض نعملها رشاد's parents ابو رشاد ومامته were glad كانوا سعداء to see him علشان هما شايفينه excited about the play متحمس بخصوص المصرحية دي they were also worried about how he worked with others هما كانوا الانين هو يتعامل ازاي مع الاشخاص التانين رشاد's mom والدة رشاد قالت i think it would be best for you to learn more about your friends ideas انا اعتقد ان من الافضل ان انت تتعلم اكتر عن افكار اصحابك you might change your mind you might change your mind ربما ان انت تغير رأيك وزي ما احنا شايفينهم يا اصحابي هما هنا eating dinner وبيتعشوا وهو بيكلمهم وبيحكي لهم ايه اللي حصل وبيسألهم عن رأيهم المفروض ان هو يعمل ايه ومكتوب تحت هنا والده بيقول له yes that's great idea his dad said والده قال كده قال له صح ده دي فكرة جميلة جدا والده قال كده قال له لازم تتعلم عن your friends ideas او الاراء بتاعت اصحابك ممكن ان انت change your mind او تغير رأيك why don't you ask everyone in the group to explain why they think their idea is best then you can take a group vote بيقول له ليه انت متقولش لكل واحد من افراد المجموع بتاعتك ان هو يقول رأيه وبعدين هو هيوضح هو شايف رأيه ده ليه هو شايفه افضل رأي وبعدين تقدروا تعملوا group vote او تعملوا تصويت في الgroup وتشوفوا انهي فكرة هي الافضل علشان تعملوها في البلاي بتاعتكو او في المسرحية بتاعتكو ياسمين اخته الصغيرة ياسمين had been listening كانت قاعدة بتسمع to the conversation للمحاجسة دي والكلام اللي تقال وبعدين قالت ايه i don't think that idea will work انا ما اعتقدش ان الفكرة دي هتشتغل و هتبقى كويسة معاك يا رشاد thena will still be mad at you زينة هتفضل غطبانة منك just forget your idea انا من رأي ان انت تنسى فكرتك خالص and use her idea واستخدم الفكرة بتاعتها instead بدلا يعني من فكرتك then ثم بعد ذلك زينة will be happy زينة هتكون سعيدة and you can play with your friend again وبعد كده انت تقدر تلعب مع صديقتك واصدقائك دول مرة تانية as rashad helped clean up after dinner بينما رشاد كان بينظف معهم بعد العشاء he thought هو كان بيفكر about his parents and sisters advice كان بيفكر في نصيحة والديه ونصيحة اخته كمانا ونتنيل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 14 او صفحة 14 وانوانها making a decision making a decision او صنع القرار واحنا خدنا المرة اللي فاتت يعني ايه making a decision وهنا بيقول لنا read the story اقرأ القصة وبعدين بيقول the next day في اليوم التالي at school في المدرسة رشاد presented his solution to the group رشاد قدم الحل بتاعه للجروب او للمجموع بتاعته وقال i think we should share our idea and explain why we think our idea is best المفروض انا اعتقد احنا لازم نعمل share ونشارك our ideas افكارنا and explain ونشرح why we think ليه احنا بنعتقد our idea is best ان فكرتنا دي هي الافضل then ثم بعد ذلك we can take a group vote احنا ممكن نعمل تصويت في الجروب بتاعنا ايه هي فعلا ال best idea او ايه هي افضل فكرة علشان نعملها في play بتاعتنا then said then said that sounds like a great idea انا شايف ان الرأي ده فكرة جميلة جدا احنا ممكن نتبع الفكرة بتاعتك each student كل طالب in the group في المجموعة took turns خد دور presenting their ideas ان هما يوضحوا اراءهم وافكارهم كويس جدا هما زي ما احنا شايفين في البيكيتشر هنا هما قاعدين على table وكل واحد بياخد turn بتاعه او الدور بتاعه علشان يعمل explaining او شرح للايديا او للفكرة بتاعته قدام الجروب وفي الاخر هيعملوا group voting او هيعملوا تصويت ويشوفوا ايه هي ال best idea او ايه هي افضل فكرة يقدروا يعملوها في play او في المسرحية بتاعتهم بعد كده بيقول لنا after everyone had shared بعد ما كل واحد شارك الافكار بتاعته رشاد took a survey رشاد عمل بقى السيرفي الاستفتاء ده اللي هو اللي هيعملوا فيه voting او هياخدوا التصويت ويشوفوا اي واحدة من ال ideas دي هي the best idea he first made a table هو في الاول وقف على الترابيزة to collect the data علشان يجمع البيانات the first column اول عمود من الاعمدة اللي هو رسمها في الورقة اللي هيعمل فيها collecting للديتا دي او جمع البيانات يشوف انهي فكرة احسن فكرة the first column ده listed all of the story ideas for the play كل الاراء والافكار الخاصة بالمسرحية اللي هما يعملوها ده اول column او اول عمود في الاراء كلها والافكار كلها الخاصة بالقصص اللي هما عايزين يقترحوها اللي هما بيقترحوها لل play the second column العمود الثاني was empty was empty يعني كان فارغ so he could add tally marks علشان خاطر يقدر هو يحط tally marks اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت لو انتو فاكرين في الدرس اللي فات واحنا بنعمل data collection tally marks اللي هي شرط الميلة دي هو يحط بقى في second column ده tally marks اللي بتوضح كل فكرة بيقيدها كام واحد for every vote he collected لكل تصويت هو جمعه each person كل شخص in the group في المجموعة wrote their vote كتبوا تصوتهم on the paper square في وراء مربعة he collected the paper squares هو جمع الأوراق دي and tallied and tallied the votes on the data table وحط طبعا العلامات بتاعة telemarks دي في ال data table او في جدول البيانات there were two stories ideas وكان هناك قصتين بس that got the most votes اللي حصلوا على أعلى تصويت zina's idea هي القصة بتاعت zina and rachad's idea وفكرة رشاد كمان at first في الأول rachad was disappointed rachad was disappointed rachad كان محبط that his idea لأن الفكرة بتاعته did not get the most votes ما حصلتش على أعلى التصويت well حسنا said zina zina قالت حسنا horses can be athletes too الأحصنة ممكن يكونوا رياضيين برضو let's write خلينا نكتب a story قصة using both of our ideas مستخدمين أفكارنا إحنا الاثنين rachad was so happy رشاد كان سعيد جدا that they could come to an agreement إن هما خلاص وصلوا الاتفاق after all في النهاية this play was going to be great now المصرحة دي خلاص هتبقى رائعة دلوقتي that they were working so well together لأن هما كانوا بيعملوا بشكل جيد جدا together معا the group got right to work on their script وكمان خلاص الجروب بدأوا إن هما يكتبوا السكريبت أو النص اللي هما يعملوا لل story و لل play بتاعتهم فبكده خلاص يا أصحابي إحنا عرفنا اللي حصل إزاي إن إحنا ممكن نتفق مع بعض إزاي إن إحنا نقدر كمان لما نوضح أفكارنا و نسمع أفكار الآخرين حوالينا ممكن إن إحنا ن change our idea أو ممكن نغير رأينا أو هما كمان ممكن يغيروا رأيهم و يغيروا فكرتهم المهم إن إحنا لازم نتواصل مع بعض لازم يكون فيه بيننا وبين بعض communication و يكون فيه بيننا وبين بعض التواصل وأهم حاجة يا أصحابي إن إحنا يكون فيه بيننا وبين بعض collaboration أو تعاون علشان نوصل لأفضل نتيجة زي ما شفنا في ال story الجميلة دي إحنا إزاي لازم يكون عندنا empathy empathy أو تعاطف مع حد حصل له موقف محرج أو حد مر بوقت صعب ولازم كمان نعمل sharing أو نشارك ال ideas بتاعتنا والأفكار بتاعتنا مع اللي حوالينا علشان يقدروا يوصلوا و يفهموا إحنا بنفكر إزاي ممكن يغيروا رأيهم و إحنا كمان لازم نسمعهم و نشوف ال ideas أو الأفكار بتاعتهم لأن إحنا كمان ممكن نغير رأينا و نعرف معلومة جديدة ممكن تخلينا نوصل لشكل أفضل و شكل أحسن للمشكلة اللي إحنا بنحلها المهم إن إحنا هنا يا أصحابي قدرنا نعرف إزاي هم قدروا يعملوا making decision أو يقدروا أو قدروا يصنعوا القرار و يقدروا كمان يعملوا solving للproblem أو يحلوا المشكلة اللي كانت بتواجههم و قدروا يتفقوا في الآخر أنا عارف إن الدرس ده دسم شوية و فيه حاجات كتير أنا بطلب منكم مش إن إنتوا تحفظوا الكلمات كلها أو حاجة زي كده أنا طالب منكم بس إن إنتوا تحفظوا العنوين و كمان لازم نتضرب على ال reading يا أصحابي إحنا قرينا النهاردة الدرس فأنا عايزكم بعد ما تتفرجوا على الدرس رجعوهم الأول تاني و كل paragraph أنا قريته حاولوا تقروا لوحدكم اقروا مرة و 2 و 3 و 5 و 10 اتضربوا على ال reading لأنه هو مهم جدا هنحتاجوا بعد كده في الامتحان إن شاء الله في السنين اللي جاية لازم إزاي نعرف نعمل reading و نقرأ بشكل كويس وبعدين نترجم و نفهم الكلام المكتوب ده اللي إحنا بنقراه أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس لو أعجبك الدرس أعمل لايك أتمنى ألاقي ألف واحد استفادوا أو ألف لايك تحت الفيديو و ما تنسوش تتابعونا على قناتنا الجديدة قناة أسرية جميلة الرابط بتاعها في ال description أو في الوصف أسفل الفيديو والمجموعة بتاعتنا والصفحة كمان موجود اللينك بتاعهم في description أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة زيكو يا أصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary free أو الصف الثالث الابتدائي term 1 term الاول ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 أو الفصل الاول making a stronger me أو يجعلني اقوى وكنا هنهينا lesson 5 المرة اللي فاتت ونهاردة هنبتدي في lesson 6 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم lesson 6 في page 15 أو في صفحة 15 عنوانه commercial commercial أو الاعلانات التجارية هن الأصحابي بيكلمنا عن الاعلانات التجارية أو الcommercials اللي احنا بنشوفها وبنسمعها بنشوفها في التليفجن وبنسمعها في الراديو أو على اليوتيوب أو حتى بنشوفها في الماجازين أو المجلات والنيوز بايبرز أو الجرايد اي commercial أو اي اعلانات ممكن نكون بنشوفها وبنصدفها المجتمع حوالينا وكل الميديا اللي حوالينا مليانة commercial أو مليانة اعلانات فيه commercial على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيه commercial في التليفجن ودي اهم حاجة فيهم طبعا وهي الاكتر انتشعران فيه commercial كمان على اليوتيوب وعلى مواقع الانترنت المختلفة الcommercial أو الاعلانات هي وسيلة بتستخدمها الشركات علشان تعرف الناس بالمنتجات بتاعتها وتخليهم يشتروها وتزود المبيعات بتاعتها وتكسب اكتر وفي نفس الوقت بتساعدنا ان احنا نعرف حاجات كتيرة عن المنتجات الجديدة دي فهنا اصحابي احنا بنتكلم عن الcommercial او الاعلانات وعايزين طبعا نستخدم الskills اللي احنا تعلمناها قبل كده وعايزين واهمها طبعا الcritical thinking او التفكير نوقض ان احنا نمسك الاعلانات او الcommercial دي ونحللها ونعرف ايه المفيد بالنسبالنا منها او ايه اللي مش مهم او مش مفيد بالنسبالنا منها وكمان لازم نكون وغدين بالنا ان الcommercial دي او الاعلانات دي بتستخدم الskill اللي اسمها communication او التواصل والاتصال علشان توصل لنا الinformation او المعلومات وكمان تحوز على اهتمامنا او to grab our attention تلفت انتباهنا للproducts او للمنتجات اللي هما بيعلنوا عنها هنتكلم في الموضوع ده بشكل جميل او دلوقتي ونوضح ازاي احنا ممكن نستخدم الcritical thinking او التفكير الناقد في تحليل الcommercial اللي احنا بنشوفها حوالينا وكمان ازاي نقدر نحدد المهم او المفيد بالنسبالنا منها واللي مش مهم او مش مفيد بالنسبالنا منها فانا بيقول لنا commercial او الاعلانات وبيقول لنا هنا talk with your group talk with your group يعني تحدث مع المجموع بتاعتك احنا هنكون اتقسمنا في الclassroom لgroups او لمجموعات احنا عارفين طبعا ان مادة discover مبنية على الprojects او على المشاريع وعلى الteamwork او العمل الجماعي فاحنا دايما بنتقسم لgroups او لمجموعات في الclassroom وكل واحد بيبقى موجود في group مختلفة المهم ان احنا دلوقتي مع الgroup بتاعنا فبيقول لك talk with your group تحدث مع الgroup بتاعك او مع المجموع بتاعتك about one عن واحد of the commercials من الاعلانات you have seen انت شفتو قبل كده describe يعني اوصف the strategies الطرق يعني اللهم استخدموها used المستخدمة to advertise للاعلان the product عن المنتج decide whether each strategy is used اي استراتيجية مستخدمة to get your attention للحصول على انتباهك or provide information او علشان توفرلك المعلومة فهنا احنا الوقتي هنبتدي نتكلم كل واحد هيتكلم عن commercial هو شايفه او اعلان هو شايفه وزاي ال commercial ده او الاعلان ده كان بيعرض ال product او المنتج اللي هما بيتكلموا عنه وزاي ال commercial ده قدر ان هو get your attention او ان هو يلفت انتباهك وكمان يعمل لك providing لل information او يوفرلك معلومات ما كانتش عندك قبل كده فبيقولك هنا ال commercial طبعا يا اصحابي فيه commercial كتيرة جدا انا اخترت مثلا two commercials او اعلانين ممكن يكونوا بيموجودين دلوقتي في التلفزيون او على التلفزيون وطبعا زي ما قلنا فيه commercial كتيرة جدا ممكن تختار اي واحد منهم انا مثلا اخترت الاعلان بتاع مورو او شوكولاتة اللي اسمها مورو واعلان جميل جدا وفيه اا ليه اعلانات كتيرة قوي بيتكلم عن الطاقة والنهاي وازاي الشوكولاتة اللي اسمها مورو دي بتديلك طاقة جمدة جدا تقدر تساعدك بعد كده والاعلان التاني اللي هو بيتكلم على الشاورجل اللي اسمه باندولين او اللي هو الشامبو اللي هو اسمه باندولين ده والنجمة مي كساب طلعت فيه وعمل اعلان جميل قوي هي والاطفال او اللي معاها والاعلان ده جنيل جدا جدا طبعا الاولاد كلهم بيغنوا الاغنية بتاعته انا حتى اولادي بيغنوا الاغنية بتاعته اعلان جنيل قوي فالاعلانين دول ممكن نتكلم عنهم ونستخدمهم في في البيتج دي فمثلا الكميرشل النام بتاعه مثلا انا هكتب باندولين او مورو اور مورو اور مورو شوكولات باندولين اور مورو شوكولات بيقولينا هنا سيلنج ستراتيجيس او استراتيجيات البيع ديسكريبشن الوصف اتنشن اور انفورميشن هل يطرى هو لفت انتباهك ولا دالك معلومات جديدة فاول حاجة في السيلنج استراتيجيس او في استراتيجيات البيع بيقولك هنا باند واجون باند واجون يعني الفرق الموسيقية الموسيقى اللي هما استخدموها الفرق الموسيقية والاغاني اللي عاملينها في الاعلان هل يا ترى هي جميلة ولا لا all cool كله جميل وكله رائع ولا لا people your age have one الاطفال او الناس اللي في سنك عندهم واحد من البرودكت دا ولا لا فمثلا انا هول هنا مثلا I see kids like me have one انا شايف اطفال زي بالظبط عندهم البرودكت دا واحد من البرودكت دا سواء كان البندولين اللي هو الشامبو دا ولا المورو تشوكليت او الشوكولاتة مورو دي فانا شايف الاعلانين مثلا الاطفال عندهم واحد والاعلانين جميل ومسلي جدا هل يا ترى هو grab your attention ولا direct information بالنسبة لي مثلا الاعلان بتاع البندولين دا او الاعلان بتاع الشامبو دا هو grab my attention هو لفت انتباهي لان طبعا مفيش information جديدة يعني اي شامبو في الدنيا بنحط عليه مياه واحنا بنستحمى به او احنا بنخسل شعرنا به فمفيش new information او مفيش معلومات جديدة فهو grab my attention او حصل على انتباهي ولفت انتباهي علشان خاطر البند ويجون او الفرقة الموسيقية اللي فيه عاملة موسيقى جميلة اوي وفيه اغنية جميلة اوي لفتت انتباهي ولفتت انتباه كل اللي شافوا الاعلان وكل اللي شافوا الاعلان وفي نفس الوقت هو اعلان موسيقى جميل فهنا هكتب attention طب تاني حاجة بيسألنا عنها show results بيوضح النتاج of a competition الخاصة بالمنفسة with another product مع منتج تاني هل يطرى الاعلان ده كان بيوضح بيوضح ان فيه competition او فيه منفسة بينه بين another product او فيه منفسة بينه بين منتج تاني وما جابش في سيرة منتج تاني خالص لا في المورو chocolate ولا في البندولين شامبو ده فهنا هو ما استخدمهوش فما فيش اي description هنا وما جابش سيراتهم خالص اي شركة تانية او اي منتج تاني وبالتالي ما ما فيش اي information وما فيش اي attention هنا فهنا شرطة وهنا شرطة طب تالت حاجة تالت حاجة ممكن تستخدمها الشركة اللي بتعمل الاعلان ده music music او الموسيقى هل يطرى كان فيه موسيقى في الاعلان ده طبعا هنا هقول it has a song it has a song او ليه اغنية الاعلان كان فيه اغنية اعلان بندولين ده مثلا اعلان جنيل جدا وما يكسب مغنية فيه اغنية جنيلة جدا فهو كان فيه song جنيلة it has a song هل يطرى هو اداني information ولا اقومي اتنشن طبعا الصنغ بتاعته ما ديتنيش new information خاصة بالproduct او بالشامبو بس هي ادتني information خاصة بالانواع اللي هما بيقدموها ان فيه نوع ريحته بالفراولة وفيه نوع ريحته بالبانانا او بالموز فهو اداني information عن الحاجات اللي هما حطينا في الproduct ده او في المنتج ده فهنكتب هنا information بيقولنا هنا colorful packaging colorful packaging او تغليف ملون الغلاف بتاع الproduct ده كان colorful او ملون ولا لا طبعا هنكتب هنا the packaging was colorful التغليف كان ملون وطبعا لما انا شفت الغلاف الملون بتاع الproduct ده هو grab my attention هو مدنيش information جديدة بس هو حصل على اهتناني ال colors بتاعته كانت جميلة فهو grab my attention فهنكتب هنا attention طب famous people or cartoon characters كان فيه famous people or cartoon characters في ال advertisement ده او في الاعلان اللي انت شفته ده طبعا فيه بالنسبة للعلان بتاع بندلين ده كان فيه ما يكساب مثلا ممكن نكتب اسمها هنا والattention or information طبعا هو grab my attention لما شفت famous person او شخص مشهور في الاعلان هو grab my attention او حصل على اهتمامي طب mention sale or price of product هو ذكر السعر بتاع الproduct ده ولا لا طبعا في ال advertisement بتاع بندلين ده قال ان ال price 5 pounds او 5 جنيه فهنكتب هنا 5 pounds او 5 جنيه وطبعا هو لما قال لي ال information دي فهو اديني information فعلا فهنكتب هنا information طب other فيه اي حاجة تانية استخدمتها الشركة دي في ال commercial ده او في الاعلان ده ولا لا طبعا مفيش اي حاجة تانية هم حطوها في الاعلان ده او انا افتكرها فهعمل هنا شرطة وهعمل هنا شرطة وزي ما وضحتي اصحابي قبل كده مفيش هنا اجابة نموذجية احنا بنفكر مع بعض انا بتكلم عن اعلان جاه في دماغي انتو ممكن تشوف اعلان تاني او اي commercial تاني وتقدر تحلله وتعمله critical thinking او تفكير ناقد وتشوف الاعلان ده متوفر فيه ال strategies دي ولا لا الشركة اللي عملت الاعلان ده حطت فيه ال strategies دي ولا لا وهتكتب طبعا ال description او الوصف بتاع كل strategy من ال strategies دي كانت موجودة ازاي وهتكتب هي grab your attention هتكتب attention ولا information ادتلك اي information هنا ولا لا فالمهم ان احنا نعرف ازاي نفكر ونعمل critical thinking او تفكير ناقد ونحلل ال commercial او الاعلانات اللي احنا ممكن نشوفها في الوسائل المختلفة وتحت هنا بيقول لنا اصحابي this commercial helping me making good choice هل يطرق ال commercial او الاعلان ده ساعدني ان انا اختار الاختيار اختار اختيار جيد ولا لا فاكتب هنا اصحابي طبعا yes it helped me to make a good choice او ان هي فعلا ساعدتني ان انا اعمل اختيار جيد وبيقول لنا هنا why لماذا or why not او لما لا هي ساعدتك ولا مساعدتكش ليه لو ساعدتك وليه لو مساعدتكش هاول مثلا because لانه وطبعا قلنا قبل كده ان اي why في الدنيا يعني او اي لماذا في الدنيا الانصر بتاعتها لازم تبدأ بbecause فاي why هنبدأ الاجابة بتاعتها بbecause او لانه وهنقول it gives me some information about the product and its price because it gives me some information about the product and its price لان هي ادتني بعض المعلومات عن المنتج ده وكمان عن السعر بتاعه وزي ما قلنا انت ممكن تكتب اي اجابة هنا المهم انه هي تكون اجابة logic او منطقية وتفكر في الاعلان او ال commercial اللي انت بتكلم عنه وتشوف الحاجات اللي موجودة فيه وتقدر تعمله critical thinking زي ما قلنا من شوية ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 16 او صفحة 16 وعنوانها يعني منتج جديد وبراينستورم يعني عصف ذهني فطبعا يا اصحابي هنا المفروض با ان احنا هنعمل designing او تصميم لنيو برودكت commercial او اعلان عن منتج جديد وبراينستورم او العصف الذهني طبعا احنا عارفينه من السنين اللي فاتت ان احنا كلنا في الجروب بتاعنا نقعد نفكر مع بعض او نعمل عصف ذهني عن طريق ان احنا نتبادل الافكار علشان نوصل لافضل شكل وافضل رأي وافضل فكرة خاصة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه الbrainstorming او العصف الذهني فانا بيقول لنا brainstorm ideas اعمل عصف ذهني للافكار for your commercial الخاصة بالاعلان بتاعك listen to everyone's ideas استمع لرأي كل واحد in your group في المجموعة بتاعتك write all the ideas اكتب كل الافكار والاراء in your book في الكتاب بتاعك be sure كن متأكدا to name ان انت تكتب اسم your product للمنتج بتاعك فبيقول لنا هنا اصحابي product name product name او اسم المنتج طبعا انا ممكن افكر في اي منتج من المنتجات ممكن نقول اي حاجة فمثلا لو انا قلت مثلا هنعمل مشروب خاص بالاطفال وليكن حليب مثلا فممكن نسميه healthy milk healthy milk او حليب صحي product name healthy milk او حليب صحي انت ممكن تعمل product تاني او منتج تاني المهم ان انت هتكتب ال name of your product هنا وبيقول لنا كمان how will we get the buyer's attention ازاي احنا نحصل على انتباه ال buyers او المشترين مثلا buy an attractive song او عن طريق اغنية attractive او جذابة buy an attractive song او عن طريق استخدام اغنية جذابة ممكن كمان نقول children will drink the milk او الاطفال هيشربوا اللبن بيقول لنا كمان what should we say about the product احنا يجب نقول ايه عن ال product ده ما الذي يجب ان نقوله عن هذا المنتج what should we say about the product المفروض ان احنا نقول ايه عن ال product ده او عن المنتج ده مثلا ممكن نقول it makes you stronger it makes you stronger ان هو بيجعلك اقوى هيخليك اقوى وهيخليك احسن it makes you stronger ممكن انت تقول حاجة تانية وبيقول لنا تحت هنا what words ايه الكلمات sounds الاصوات images والصور can we use اللي احنا ممكن نستخدمها to persuade لإقناع the audience the audience الجمهور ايه الwords وال sounds والامجز can we use to persuade persuade يعني اقناع نحنا نقناع the audience the audience الجمهور الwords مثلا ممكن نقول making a stronger me making a stronger me او يجعلني اقوى the sounds مثلا انا مش مش لاقي sound معين ممكن نكتب music the music هنستخدمها طبعا في commercial بتاعنا والامجز مثلا ممكن نحط صورة حد قوي هنا ولد قوي هنا او طفل قوي في الاعلان بتاع product في ال commercial بتاعنا عن product ده اخر حاجة بيقول لنا what else ايه كمان what else ايه كمان do we need to add do we need to add احنا محتاجين نحنا نضيفه فاول هنا مثلا i need to add the price of the product i need to add the price of the product انا محتاج اضيف سعر المنتج فبالتالي هنا هنكون عملنا good commercial او اعلان تجاري كويس هيوضح كل ال information او المعلومات الخاصة بالproduct او بالمنتج بتاعنا وكمان هي grab ال attention بتاع ال audience او بتاع الجمهور ويديهم كمان information او معلومات عن ال product اللي احنا بنعمله ال commercial ده او الاعلان ده وبكنا نكون انهينا page 16 وانهينا معاها lesson 6 او درس السادس وانهينا درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو ما تنسوش تتابعونا على قناتنا الجديدة والصفحة بتاعتنا والمجموعة كمان الخاصين بنا على الفيسبوك وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary three او الصف الثالث الابتدائي term one term الاول ولسه بنكمل مع بعض شرح chapter one making a stronger me او يجعلني اقوى ونهاردة هنبدأ مع بعض نشرح lesson seven page 17 وزي ما احنا متعاودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب بيكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم lesson seven يا اصحابي بتتكلم عن التقييم الخاص بنا في ال classroom احنا زي ما احنا عارفين ان احنا في ال classroom بنتقسم لgroups او لمجموعات والمفروض ان احنا بعد ما عملنا ال commercials او الاعلانات التجارية اللي عملناها المرة اللي فاتت كل واحد عمل commercial هو ال group بتاعه ال commercial ده اتكلم عن product من ال product المختلفة او منتج من المنتجات المختلفة والcommercial ده طبعا استخدمنا فيه strategies او الاستراتيجيات اللي احنا تعلمناها وذكرنا طبعا ال price او السعر ذكرنا ان ال commercial بتاعنا جايب packaging او التغليف والتعبئة بتاعة ال product ده colorful او ملونة وبشكل جميل وعرفنا كمان ان ممكن نستخدم strategies تانية بتعتمد على grab attention او ان احنا نجذب انتباه الخاص بالمشاهد اللي بيشوف ال commercial بتاعنا او الاستراتيجية التانية اللي بتعتمد على providing information او توفير المعلومات وان احنا نعرف المشاهد اللي بيشوفنا بعض المعلومات عن ال product بتاعنا علشان يشتري منتج بتاعنا ده وما يشتريش منتج تاني فاحنا عرفنا المعلومات دي المرة اللي فاتت وبعدين المفروض ان كل جروب من الجروب عمل ال commercial بتاعه او الاعلان التجاري بتاعه يفروض دلوقتي ان احنا نعمل assessment او تقييم ال commercial الخاصة بالجروبس التانية او المجموعات التانية فبير assessment يعني تقييم القرناء تقييم اصحابنا في ال classroom والعمل بتاعهم او ال commercial بتاعتهم اللي هم عملوها المرة اللي فاتت فبيقول لنا انا اصحابي listen استمع closely بعناية to the commercial للاعلان التجاري being presented اللي اتقدم to you ليك او دلوقتي فيه جروب تاني هيقدم لكو ال commercial بتاعهم واحنا عايزين نسمعه نشوفه بعناية وبعدين بيقول لنا listen for strategies استمع للستراتيجيات اللي هم استخدموها facts الحقيق اللي هي ال information اللي هم بيقولوها and whether or not the commercial gives you enough information وسواء الاعلان ده كان بيديلك information او لا to make a good choice to make a good choice علشان تعمل اختيار جيد فهل يطر الاعلان ده بيديلك enough information او معلومات كفاية علشان تقدر تعمل good choice ولا لا فبيقولينا هنا ايه هو product name او ايه هو اسم المنتج اللي هم اعلانوا عنه فهافترض مثلا يا اصحابي ان احنا في ال classroom دلوقتي وانا الجروب التانية او انا المجموعة التانية اللي بتعمل presenting او بتقدم ال commercial بتاعها ليكو وعايزكو تعملولو assessment فمثلا انا هعمل product جديد او منتج جديد ال product ده مثلا وليكن juice juice او عصير فهنسميه مثلا healthy juice healthy juice يعني عصير صحي وبعدين بيقولك مين ال performers ال performers او المؤدين اللي بيادوا الاعلان ده هنقول مثلا هنا مستر حسام الصياد مستر حسام الصياد ده اول حاجة فانا دلوقتي بعمل لك ال commercial ده وبقولك ان انا بوفر healthy juice او عصير صحي gives you بيعطيك vitamins vitamins vitamin and makes you stronger and makes you stronger وبيخليك اقوى and it costs وهو بيكلف 5 pounds 5 pounds او 5 جنيه انا دلوقتي قلتلك ال commercial بتاعي وانت وقفت وسمعتني وعرفت ال information اللي انا بقولها والمفروض كمان انت شايف في ايدي دلوقتي healthy juice ده او العصير الصحي ده وهو معمول له packaging packaging او تعبئة او تغليف شكله جميل وcolorful كمان ملون كده وشكله جميل فانت شايفني وشايف ال product اللي انا بتكلم عنه في ال commercial بتاعي وسمعت ال information اللي انا قلتها لك فالمفروض دلوقتي انت بتعمله assessment assessment او تقييم فاحنا هنا قلنا اول حاجة product name اللي هو healthy juice او العصير الصحي والperformers او المؤدون هو مستر حسام الصياد مثلا او هنكتب هنا اسم ال group التاني او اسم ال student اللي بيقدم لنا ال commercial ده من ال group التاني بعدين بيقولك strategies used استراتيجيات استخدمها to get our attention to get our attention علشان يلفت انتباهنا يحصل على انتباهنا strategies used to get our attention يعني استراتيجيات استخدمها ال performer ده او المؤدي ده اللي بيورينا ال commercial ده علشان يحصل على انتباهنا او to get our attention فالمفروض هنكتب هنا ايه علشان نوضح هو استخدم اي استراتيجي من الاستراتيجيات المختلفة فمثلا يا اصحابي هنقول هنا colorful packaging colorful packaging او تغليف ملون وشكله جميل وكمان ممكن نقول drinking juice drinking juice او في ناس او في حد في ال commercial ده كان واقف بيشرب الجوز وكان شكله جميل اوي ويا سلام بقى لو كان المشاهدين في حد فيه مع تشان دلوقتي فاول ما يشوف ال commercial ده هيروح يشتري الجوز ده على طول طب يقول لنا هنا facts about the product facts about the product او حقائق عن المنتج ايه facts او الحقائق اللي انت عرفتها about the product او عن المنتج ال commercial ده ادالك اي information عرفتها عن ال product ده طبعا اول حاجة انا قلتها في ال commercial بتاعي انه هو it has vitamins it has vitamins يعان هو فيه فيتامينات it makes me stronger it makes me stronger هو هيخليني اقوى its price is 5 pounds its price is 5 pounds its price is 5 pounds او 8 خمسة جنيه طب احنا كده عرفنا facts او information اللي هو اقلنا في ال commercial ده واخر حاجة بيسألنا في ال assessment ده او في التقييم ده is there enough information هل كان هناك معلومات كافية to make a good choice to make a good choice علشان تعمل اختيار جيد علشان تختار صح يعني فانقول طبعا yes there is yes there is انه هو فيه فيتامينات كمان and its price and its price is 5 pounds its price is 5 pounds وكمان قال لنا ان سعره خمسة جنيه فكان فيه enough information او معلومات كافية to make a good choice to make a good choice علشان نعمل اختيار صحيح نعمل اختيار جيد وبكده نكون انهينا ال assessment بتاعنا ليه ال commercial اللي احنا شايفينه من ال group التاني طبعا ده اصحابي شكل تخيلي ليه اللي ممكن يصل في ال classroom انت ممكن تشوف commercial تاني ممكن ال commercial ده مايكونش فيه facts مايكونش فيه اي information مايكونش فيه enough information او مايكونش فيه معلومات كافية مايكونش فيه مثلا ال strategies اللي احنا استخدمناها اللي هي ال colorful packaging او التغليف الملون او ان مثلا كان فيه حد بيستخدم ال product ده في ال commercial اللي احنا شفناه المهم ان احنا نبقى عارفين ازاي نعمل assessment او تقييم ال commercial او الاعلانات المختلفة وزي ما اتفقنا ده بيكون عن طريق critical thinking او التفكير الناقد اللي هي life skill اللي احنا كنا بنتكلم عنها المرة اللي فاتت ونتنقل ال page اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل ل page 18 او صفحة 18 وفيها listen 8 او الدرس التامن بيقولنا هنا يا اصحابي strategies i can use strategies i can use او استراتيجيات انا ممكن استخدمها استطيع ان استخدمها وزي ما اعرفنا يا اصحابي احنا في شابتر 1 في discover السنة دي في الترم الاولاني بنتعلم ازاي نعمل تنمية او improvement life skills معينة المفروض هنتخدمها بقيد حياتنا وازاي نحدد ايه اللي ممكن نكون كويسين فيها مش محتاجين نعمل لها improvement وتكلمنا عن مجموعة من life skills في الدروس اللي فاتت كان منها critical thinking او التفكير الناقد كان منها كمان self management او التحكم في الذات كان منها ومن اهمها كمان collaboration او التعاون والcommunication او التواصل والاتصال احنا هنا دلوقتي بنعمل revision سريعة او مراجعة سريعة كده على اللي تعلمناه في الدروس اللي فاتت فبيقول لنا strategies i can use او استراتيجيات انا اقدر استخدمها انا استطيع ان استخدمها وبيقول لنا هنا work with the class يعني اعمل مع اصحابك في الفصل to list علشان تعمل قائمة على الاقل بستراتيجية او اتنين you can use انت تستطيع ان تستخدمها for each لكل من of the four life skills من مهارات الحياة الموجودة بالاسفل فهو جايب لنا طبعا يا اصحابي four life skills او اربع مهارات حياة اتكلمنا عنهم في الدروس اللي فاتت وكتب لنا كمان استراتيجية واحدة من الاستراتيجيات اللي ممكن استخدمها في كل life skills والمفروض ان هو بيقول لنا نكتب كمان احنا استراتيجية او استراتيجيتين من عندنا ممكن استخدمهم واحنا بنعمل دي او مهارة الحياة دي فاول حاجة بيقول لنا critical thinking او التفكير الناقد فبيقول لنا هو مثلا من عنده او الاستراتيجية ممكن استخدمها واحنا بنعمل critical thinking او تفكير ناقد use think time استردم وقت التفكير to understand لتفهم a question سؤال and consider and answer before speaking and answer before speaking اجابة قبل ما تتكلم use think time to understand a question and consider and answer before speaking يبقى نستخدم وقت التفكير علشان نفهم السؤال ونحط في دماغنا كده اجابة نقدر نقولها قبل ما نتكلم دي استراتيجية هو بيستخدمها وهو بيعمل critical thinking احنا ممكن نقول ايه كمان يا اصحابي ممكن نقول مثلا consider prior learning consider prior learning او ان احنا نعتمد على التعلم الصادق اللي احنا تعلمناه ممكن نقول ايه كمان ممكن نقول مثلا ask myself does my answer makes sense ask myself ان انا اسأل نفسي هل الاجابة بتاعتي دي لها معنى ولا لا على ال question اللي احنا بنجاوب عليه طب ده في critical thinking انت ممكن طبعا تستخدم اي strategy من ال strategies التانية المهم ان احنا نبقى عارفين و احنا بنعمل critical thinking احنا بنستخدم اي استراتيجية من الاستراتيجيات دي طب في self management او التحكم في الذات اول حاجة بيقولها لنا هنا انا عشان خاطر اتحكم في ذاتي واقدر اعمل self management لازم اعمل set goals set goals احط لنفسي اهداف اسعى وراها set goals يعني اضاع اهداف طب هو قالينا اول استراتيجية ممكن استخدمها واحنا بنعمل self management احنا ممكن نقول ايه كمان او ممكن استخدم انهي strategy كمان ممكن مثلا اقول be organized in my work be organized be organized in my work ان انا اكون منظم في العمل بتاعي be organized in my work طيب في ال collaboration collaboration او في مهارة التعاون بيقول لنا listen to my team listen to my team ان انا استمع ليه الفريق بتاعي ممكن كمان احنا نعمل ايه واحنا بنعمل collaboration share my ideas share my ideas ان انا اشارك ارائي ممكن كمان ايه respect other ideas respect other ideas ان انا احترم ارائي الاخرين ده كله في ال collaboration او في التعاون طب في ال communication ال communication او التواصل ممكن نعمل communicate ازاي مع بعض اصحابي اول حاجة علشان افهم الناس التانية اللي حواليه لازم اعمل listening فهقول listen to others listen to others ان انا استمع للاخرين هم كمان علشان يفهموني لازم انا اتكلم بوضوح فهقول speak clearly speak clearly ان انا اتحدث بوضوح يبقى لازم اسمعهم كويس ولازم كمان اتحدث بشكل واضح لشان هم يسمعوني ويفهموني بكده نقدر نعمل communication بشكل سليم وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 19 او صفحة 19 وعنوانها my goals my goals او اهدافي هنا بنتكلم عن الاهداف بتاعتي والاهداف دي بتساعدني ان انا حقق ايه فبيقول لنا هنا follow the directions التبع التعليمات for each section لكل جزء اول حاجة write two life skills اكتب مهارتين من مهارات الحياة you want to improve you want to improve يعني انت عايز تعمل لهم عملية تحسين up on تحسن فيهم for each one write two strategies فالمفروض يا اصحابي زي ما قلنا في اول شابتر ان احنا هنحدد life skills اللي احنا عايزين نعمل لها improvement او نعمل لها عملية تحسين و life skills او المهارات الحياتية اللي احنا already كويسين فيها ومش عايزين نعمل لها improvement هنا بيقول لنا بقى محتاجين ان احنا نكتب two life skills او مهارتين من مهارات الحياة اللي احنا عايزين نعمل لهم improvement او عملية تحسين وكمان بيقول لنا اكتب two strategies او strategies او احنا هنستخدمهم علشان نعمل عملية improvement او عملية التحسين دي فبيقول لنا هنا اصحابي skill i want to improve skill i want to improve مهارة انا عايز اعمل لها عملية تحسين strategies to improve strategies to improve strategies to improve استراتيجيات هستخدمها في عملية improvement او عملية التحسين فاول حاجة مثلا انا ممكن اقول set goals to reach set goals to reach يعني ان انا احط اهداف علشان اوصلها دي مثلا skill انا عايز اعمل لها improvement او عملية تحسين set goals to reach فالستراتيجي اللي احنا ممكن استخدمها او strategies اللي احنا ممكن استخدمها نقدر نعمل improvement دي مثلا اول حاجة ask my father or my mother for help هطلب من ماما او من بابا المساعدة ask my mother or my father for help هطلب من بابا او من ماما المساعدة طب ممكن اقول ايه كمان دي اقول strategy انا ممكن استخدمها strategy التانية اللي احنا ممكن استخدمها ايه هي i will follow the plan to reach my goals i will follow انا هتبع the plan الخطة to reach my goals اللي هتوصلني لتحقيق اهدافي هنحط plan او خطة علشان نقدر نعمل reaching او نوصل الاهداف بتاعتنا طبعا دول two strategies او انا ممكن استخدمهم علشان اعمل improvement او تحسين ليه life skill دي او ليه المهارة الحياتية دي اللي هي set goals to reach او وضع اهداف علشان نوصل لها طب ايه life skill تانية اللي انا عايز اعمل لها improvement او تحسين مثلا مثلا ممكن اقول organizing my work organizing my work او تنظيم العمل بتاعي طبعا يا اصحابي زي ما اتفقنا قبل كده مفيش اجابة نموذجية المهم ان احنا بنوضح ايه الفكرة وايه المطلوب مننا في الدرس علشان لما نيجي نجاوب على الاسئلة نبعارفين احنا بنجاوب ازاي وازاي نقدر نفكر ونفهم بشكل سليم فهنا مثلا انا اقول organizing my work organizing my work او تنظيم عملي دي life skill انا عايز اعمل لها improvement او اعمل لها عملية تحسين فهنا strategies to improve او الاستراتيجيات اللي انا استخدمها في عملية improvement او عملية التحسين the life skill دي ايه هي I will make a schedule انا هحط جدول علشان امش عليه I will make a schedule ده هيساعدني في organizing تمام طب تاني حاجة ممكن نعملها ايه اصحابي I will practice daily for 10 minutes to improve this skill I will practice daily for 10 minutes to improve this skill انا هتدرب كل يوم 10 دقايق بس علشان اقدر اعمل improvement او تحسين للمهارة الحياتية دي ممكن طبعا انت تستخدم ايه strategies تانية او ايه استراتيجيات تانية المهم ان انت عارف هتعمل improvement او تحسين للايف سكيل دي ازاي وفي اخر حاجة هنا بيسألنا وبيقول لنا write اكتب one life skill مهارة حياتية واحدة you think انت تعتقد you are very good at ان انت كويس فيها جدا explain your thinking اشرح التفكير بتاعك انا ممكن مثلا اقولي اصحابي I find ways to solve my problems and help others I find ways انا باقي الترو to solve my problems علشان احل مشاكلي and help others واساعد كمان الاخرين دي life skill جميلة جدا انا شاطر فيها وهوضح why طبعا فاقول I think quietly انا بفكر بهدوء until I find the solution until I find the solution حتى اجد الحل فاقول I think quietly انا بفكر بهدوء until I find the solution until I find the solution حتى اجد حل ال problem اللي انا بفكر فيها بكده نكون انهينا lesson 8 وانهينا معاه درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على قناتنا الجديدة قناة اسرية جميلة والمجموعة بتاعتنا والصفحة بتاعتنا كمان على الفيسبوك واللينك بتاعهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة واتفعل جرس الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary three او الصف الثالث الابتدائي term one الترم الاول ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر one making a stronger me او تجعلني اقوى والنهاردة اخر جزء في شابتر one وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة يا اصحابي هناخد lesson nine و lesson ten و طبعا lesson nine في page 20 و عنوانها our class pledge our class pledge او القسم او العهد الخاص بالفصل بتاعنا pledge يعني قسم او يعني عهد او يعني تعهد طبعا احنا زي ما عرفناه المعنى ده السنين اللي فاتت في الدروس قبل كده فهنا بيقول لنا write اكتب the class pledge neatly the class pledge neatly neatly يعني بدقة طبعا و بيقول لنا هنا be sure كن متأكدا to check spelling ان انت تكون متأكد من بتاع الكلمات اللي انت هتكتبها فطبعا يا اصحابي المفروض ان احنا في ال classroom هنتقسم لgroups او لمجموعات زي ما اتفقنا التيتشر بتاعنا هيقسمنا الgroups طبعا احنا من اول chapter 1 واحنا بنتكلم عن life skills او مهارات الحياة وعرفنا ان فيه life skills احنا ممكن نكون شاطرين فيها وعرفينها كويس فيه life skills تانية او مهارات تانية عايزين نعمل لها improvement او نعمل لها عملية تحسين ونخلي نفسنا افضل فيها وطبعا هنا في اخر الشابتر بنتكلم عن life skills اللي احنا المفروض هنعمل لها improvement او تحسين وازاي نتعهد مع بعض في ان احنا نفضل مستمرين لاخر السنة في ان احنا نعمل improvement او تحسين ال life skills دي فبيقولنا هنا ان احنا نختار two or three life skills مهارتين او ثلاثة يعني ان احنا نتعهد ان احنا نعمل لهم improvement او تحسين وان احنا نفضل مستمرين في عملية improvement او تحسين ده لحد اخر السنة وطبعا في كل group من ال groups المختلفة كل group منهم هيختار life skills اللي هو عايز يعمل لها عملية improvement او تحسين وهيعمل pledge او هيعمل تعهد هيقوله قدام بقية الفصل وباقي ال groups ان هو هيعمل improvement للحاجات دي فطبعا احنا هنا كل واحد ممكن يعمل ال pledge بتاعه او القسم او التعهد بتاعه ويشوف هو محتاج يعمل improvement او تحسين لايه وبعدين بنكتبه مع بعض وبنتلع نقوله قدام باقي ال groups في ال classroom وطبعا المفروض ان احنا نبقى متأكدين من ال spelling زي ما هو طلب مننا فطبعا انا اختارت بعض الحاجات اللي احنا ممكن نكتبها طبعا هنا زي ما اتفقنا قبل كده مفيش اجابة نموذجية انت ممكن تتعهد وتعمل pledge بحاجات تانية المهم ان انت تكون عارف انت عايز تعمل improvement لايه من life skills المختلفة او ممكن حتى من strategies المختلفة او من الاستراتيجيات المختلفة اللي هي الحاجات اللي احنا المفروض نعملها حتى واحنا بنعمل life skills بتاعتنا في الحياة يعني مثلا انا تعهد وقلت مثلا لو انا من group من groups المختلفة هقول we pledge to we pledge to نحن نتعهد ان listen while others are talking listen while others are talking ان احنا نستمع بينما يتحدث الاخرين طبعا دي حاجة مهمة جدا يعني علشان افهم اي درس من الدروس لازم اسمع للتيتشر او للمعلم بتاعنا وهو بيقول لنا الشرح بتاع الدرس اللي هو بيقوله فدي حاجة مهمة جدا استراتيجية مهمة جدا لازم نكون متعلمانها واحنا عايزين نعمل لها improvement في البلدج بتاعنا كمان ممكن نقول share learning materials share learning materials ان احنا نشارك الادوات بتاع التعلم بتاعتنا مثلا حد من اصحابنا في ال classroom محتاج حاجة معينة احنا ممكن ندهاله يستخدمها ويرجعها لنا تاني ده حاجة برضو احنا عايزين نعمل لها improvement ممكن كمان نقول respect others ideas respect others ideas ان احنا نحترم اراء وافكار الاخرين ودي حاجة كويسة جدا لازم تكون عندنا كلنا ان احنا نعمل respect ونحترم لاراء بعض والافكار بعض ونتناقش لو في عندنا اي اختلاف المهم ان احنا يبقى عندنا respect او احترام others ideas او لافكار الاخرين دي الحاجات اللي احنا بنعمل لها pledge او بنتعهد ان احنا نعمل لها improvement او تحسين خلال السنة الدراسية بتاعتنا زي ما قلت انتو ممكن تكتبوا حاجات تانية المهم ان انتو تبقوا عارفين مطلوب مننا هنا ايه والمفروض ان احنا نجاوب بشكل عامل ازاي ونتنقل للpage اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لpage 21 ولسن 10 وانوانها a stronger me a stronger me يعني انا الاقوى وانا بيقول لنا create a way to show the stronger you create يعني انشئ way to show the stronger you طريقة ان انت توضح لنا بيها ازاي انت بقيت قوي you can write a story انت ممكن تكتب قصة or poem او مثلا قصيدة شار or draw a picture او ان انت ترسم صورة or choose another way او ان انت تستخدم اي طريقة تانية take time to add details خد وقتك علشان خاطر تضيف بعض التفاصيل فالمفروض هنا يا اصحابي ان هو بيطلب مننا ان احنا نوضح ازاي بعد ما تعلمنا ازاي نعمل improvement للlife skills المختلفة عندنا نختار life skills من life skills دي اللي هي بقيت كويسة عندنا وبقيت قوية وبعدين نوضح ازاي ان هي خلتنا بقين اقوى مش بقين اقوى في الجسم وفي العضلات بقين اقوى في مواجهة الحياة في مواجهة المشاكل بقين اقوى في ان احنا بقين نعرف نحل اي مشكلة بتواجهنا نعرف نبقى موجودين وسط الcommunity او المجتمع بتاعنا مثلا في classroom او في family بتاعتنا بشكل افضل نحل اي مشكلة تواجهنا نبقى اشخاص effective اكتر وفعالين اكتر في الحياة بتاعتنا ازاي نوضح ان احنا بقينا stronger او بقينا اقوى مثلا انا عجبني جدا life skill بتاعت critical thinking او التفكير النقدي critical thinking او التفكير النقدي واحنا اتكلمنا عنها في الدروس اللي فاتت بشكل مستفيد بتعلمنا ازاي ان احنا مثلا لو شفنا اي commercial او اي حاجة ان احنا نقعد نحللها في عقلنا ونشوف الحاجة دي مفيدة لنا ولا مضرة لنا ازاي مثلا ناخد القرار الصح ازاي القرار ده يكون فعلا لي معنا ويكون logic ما يكونش اي حاجة وخلاص فمثلا critical thinking او التفكير النقدي دي life skill جميلة جدا انا شايف ان هي ساعدتنا كتير ان احنا نبقى اقوى وان احنا نبقى افضل فهكتب هنا critical thinking او التفكير النقدي ومش هكتب اي حاجة تانية انا ممكن ارسم صورة مثلا لي وانا بفكر وصورة ان انا لقيت حل المشكلة اللي انا كنت بفكر فيها باستخدام critical thinking او باستخدام التفكير النقدي ممكن انت فعلا تكتب story زي ما هو طالب منك ممكن تكتب poem او شعر زي ما هو طالب منك ممكن ترسم صورة بشكل تاني زي ما هو بيقولنا المهم ان احنا نوضح ازاي ان احنا بقينا stronger او بقينا اقوى بعد ما عملنا improvement او تحسين لل life skill اللي احنا هنتكلم عنها زي ما قلتلك يا اصحابي discover مش مادة لغة على قد ما هو مادة عمل جماعي هو بيطلب مننا دايما ان احنا نعمل team work او عمل جماعي وان احنا نتقسم في شكل groups او في شكل مجموعات كل شابتر بيطلب مننا ان احنا نعمل project او نعمل مشروع سواء كان commercial اعلان سواء كان play او مصرحية سواء كان اي حاجة تانية المهم ان هو في المنهج ده بيطلب مننا ان احنا نتعلم ازاي نعمل عمل جماعي او نشتغل في شكل team work فريق عمل وازاي يكون عندنا هدف واحد وازاي نوصل لحل اي مشكلة بتواجهنا عن طريق طبعا الbrainstorming او العصف الزهني ونحنا نشارك افكارنا فده الهدف بتاع مادة discover الجميلة اللي احنا بندرسها دلوقتي فانا اخترت حل بسيط جدا هحط صورتين هنا صورة جميلة كده لي ارسمها وانا بفكر وصورة تانية بعد ما اوصل لحل الproblem او المشكلة اللي انا بوجهها وعمل بينهم سهمة بسيط وكاتب فوق منهم critical thinking او التفكير النقدي وبكده اكون وضحت له ازاي انا حاسس ان انا بقيت اقوى في حل المشاكل زي ما هو قال لي استخدم اي طريقة تعبر بيها ازاي بقيت اقوى وبكده نكون انهينا lesson 10 ونشوف اخر صفحة اللي هي التقييم بتاعنا في اخر الشابتر خليكم معايا ونوصل لpage 22 او صفحة 22 وي myself assessment او تقييمي الشخصي طبعا هنا بيقول لنا read each statement او اقرى كل عبارة for each row في كل صف color the stars لون عدد النجوم in the box في السندوق that describes your effort اللي بتوصف مجهودك وزي ما عرفنا في السنين اللي فاتت في chapters كتيرا جدا خدناها في منهج discover دي صفحة احنا كلنا عارفينها ومتعودين عليها بنقيم نفسينا او بنعمل لنفسنا assessment او تقييم ونشوف عملنا ايه واحنا بنشتغل في شكل group او في شكل مجموعة عمل في classroom بتاعنا فاول حاجة بيقول لنا academic content او المحتوى الاكاديمي بيقول لنا هنا star واحدة i can solve a problem with help انا بقدر احل مشكلة بعد الحصول على مساعدة من الاخرين لو انت الشخص ده اعمل هنا coloring للstar هنا في البوكس التاني بيقول لنا i can solve a problem independently او بشكل مستقل لو انت الperson ده اعمل هنا coloring للtwo stars بيقول لنا هنا i can solve a problem independently in more than one way انا اقدر احل المشكلة بشكل مستقل باكتر من طريقة لو انت الperson ده هتعمل coloring لthree stars طبعا تاني raw او تاني صاف بيقول لنا quality of performance quality of performance او جودة الاداء فبيقول لنا star واحدة i speak softly or was hard to understand انا بتكلم بصوت منخفض او كان صعب ان حد يفهمني لو انت الperson ده اعمل color لone star بيقول لنا تاني حاجة i spoke clearly انا اتكلمت بوضوح لو انت الperson ده اعمل coloring لtwo stars واخر حاجة بيقول لنا انا اعملت بمفردي لو انت الperson ده هتاخد one star i worked with my group انا عملت مع الgroup بتاعي لو انت الperson ده هتاخد two stars واخر حاجة بيقول لنا i worked with my group and we helped each other واحنا كمان ساعدنا بعض لو انت الperson ده هتاخد three stars او تلت نجوم وتقدر تعمل لهم coloring وبكده نكون انهينا chapter one وان شاء الله المرة الجاية هناخد chapter two making a healthy body او ازاي ان احنا نعمل جسم صحي واتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الي الف واحد استفادوا او الف like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في ال description او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة واتفعل جرز الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة مثل كل اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 3 او الصف الثالث الابتدائي term 1 term الاول والنهاردة هنبتدي نشرح chapter 2 او الفصل الثاني making a healthy body making a healthy body او ازاي نعمل جسم صحي وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يا اصحابي زي ما احنا عارفين ان chapter 2 بيتكلم عن العادات الصحية وعايزين نعرف يعني ايه عادات او يعني ايه habits habits او عادات احنا يا اصحابي في حياتنا اليومية او in our daily routine في الروتين او في نمط الحياة بتاعنا كل يوم بنعمل حاجة اسمها ال activities activities او الانشطة كل واحد فينا بيبقى لي some activities او بعض الانشطة بيعملها كل يوم ودي بتكون اليوم بتاعه مثلا حد بيصحى من النوم الصبح بيخسل اسنانه ده activity حد تاني مثلا بيصحى يجري شوية او يلعب شوية رياضة ده activity حد تالت مثلا بيصحى ياكل على طول وبيعملش اي نشاط ده activity الاكتيفتي زي اصحابي في منها المفيد وفي منها المدر يعني لو حد بيعمل activity معين الاكتيفتي ده ممكن يكون مفيد ممكن يكون healthy صحي ممكن يكون unhealthy او غير صحي يكون مدر زي مثلا حد مثلا بيحب يأكل سويتس كتير اوي او بيحب يأكل حلويات كتير اوي ده activity مع انه unhealthy بس هو يعتبر activity حد تاني مثلا بيحب يلعب رياضة بيحب يعمل running يجري بيحب يعمل exercise او يلعب بعض التمارين الرياضية ده activity وده healthy حد بيحب يأكل healthy food او اكل صحي بيحافظ على انه هو يأكل مثلا طبق سلطة بيحافظ على انه هو يأكل vegetables او خضروات بيحافظ على انه يأكل fruits او فواكه ده activity activity هو healthy healthy activity الاكتيفتيز دي اصحابي لما بتتكرر كل يوم في حياتنا بتعمل حاجة اسمها habits habits او العادات العادات او habits هي activities بتتكرر كل يوم فبنعملها على طول فبنسميها habits او عادات احنا تعودنا نعملها على طول الhabits في منها برضو healthy وفي منها unhealthy في شابتر 2 او في الفصل التاني بنتكلم عن ازاي نكون healthy habits او ازاي نكون عادات صحية ونحافظ عليها وازاي نبعد عن ال unhealthy habits او العادات غير الصحية اللي ممكن تضرنا علشان في الاخر نوصل ان احنا يبقى عندنا healthy body او جسم صحي لازم نكون فاهمين الكلام ده كويس يبقى الاكتيفتيز او الانشطة في منها healthy وفي منها unhealthy الاكتيفتيز لما بتتكرر على طول على طول بنعملها كل يوم بتكون حاجة اسمها habits او العادات الhabits او العادات في منها برضو healthy وفي منها unhealthy healthy او الصحي ده بيساعدنا ان احنا يبقى عندنا healthy body او جسم صحي ال unhealthy او الغير صحي ده بيدرنا وبيدر عقلنا وبيدر جسمنا وانا اعرف ده كمان شوية انتو فاكريني اصحابي في شابتر 1 او في الفصل الاول كان في عندنا واحد صاحبنا اسمه رشاد ارينا ستوري جميلة خاصة بيه في الاسكول مع اصحابه النهاردة رشاد هنقرأ عنه ستوري تانية او قصة تانية مع اخته الاصغر منه ياسمين وهم في البيت هنشوف هيعملوا ايه والستوري دي اسمها ياسمين's choices ياسمين's choices او اختيارات ياسمين هنا بيقول لنا read the story read the story او اقرأ القصة طبعا المفروض ان احنا نقرأ الستوري دي الوحدينا ولازم نبقى شاطرين ونقرأها ولو ما عرفناش نقرأ كلمة نحاول نشوفها ازاي بتتنطق وازاي بتتقري ولازم نكون شاطرين في ال reading اصحابي انا هقرأ طبعا الستوري دي الوقتي هقرأها واحدة واحدة وعايزكوا بعد كده تقروها ورايا وبعد ما خلص خالص عايزكوا تقروها لوحدكم وتشوفوا هتقروها صح ولا لا لو في حاجة قدامك وقف الفيديو رجع الجزء اللي انت وقفت فيه وشوفوا بيتقري ازاي وقرأة تاني لوحدك وهكذا لازم نتدرب كويس على reading يا اصحابي فهنا ياسمين's choices او اختيارات ياسمين ياسمين هي اخت رشاد الصغيرة عايزين نشوف ايه هي اختيارات ياسمين وهي في البيت ياسمين came home ياسمين رجعت البيت from school من المدرسة feeling a little tired and grouchy grouchy يعني عابست يعني غضبان شوية كده منيق فهي رجعت من المدرسة feeling a little tired متعبة شوية وجرouchي كمان عابسة مضايقة شوية she did not feel happy هي ما حستش بالسعادة and full of energy وان هي ممتلئة بالطاقة like she usually did like she usually did زي ما هي عادة بتحس كل يوم يبقى مرة تانية ياسمين came home from school feeling a little tired and grouchy she did not feel happy and full of energy like she usually did بعدين بيقول لنا she went to the kitchen هي ذهبت ليه المطبخ and thought about what she could have وفكرت هي ممكن تحصل على ايه ممكن تاخد ايه من المطبخ مثلا عالشان تشربه او تكله soda or juice فكرت بقى هتشرب soda يعني مثلا كولا ولا بيبسي ولا اي حاجة من الحاجات دي اللي فيها السودا or juice او عصير مثلا من العصائر المختلفة عصير من العصائر بتاعت الفكهة she took a soda هي اخدت صودا اختارت مشروف فيه صودا what should she have for a snake وفكرت كمان ممكن تاخد ايه كواجبة خفيفة an orange برتقالة or cookies cookies اللي هو البسكويت اللي بيبقى مسكر فيه سكر كتير شوية ياسمين نيو ياسمين عرفت she should pick fruit هي عرفت ان هي كان المفروض ان هي تاخد فكهة صمريت فكهة but she was feeling a little yucky لكن هي كانت تحسن ان هي متضايقة شوية yucky بتيجي بمعنى or phone وبتيجي بمعنى متضايق she thought هي اعتقدت the cookies might cheer her up cheer her up ان هي تخليها مبتاهقة وتخليها مبسوطة اكتر مرة ثانية she went to the kitchen and thought about what she could have soda or juice she took a soda what should she have for a snake an orange or cookies ياسمين knew she should pick fruit but she was feeling a little yucky she thought the cookies might cheer her up بيقولينا بعد كده ياسمين went to the living room ياسمين رحت غرفة المعيشة and sat down وقلست on the couch she turned on the television هي شغلت التلفزيون مرة ثانية بيقولينا بعد كده just then يعني بعد كده على طول رشاد and his father came in the room رشاد وبابا دخلوا الغرفة they were both sweaty sweaty يعني عرقان ياسمين ياسمين يعني زعاقت وقالت كده ياسمين انتو غرقانين عرق انتو عرقانين جدا you're all wet yelled ياسمين ياسمين صاحت وقالت كده فرشاد رد عليها وقال لها we were out running احنا كنا برا بنجري he said he said هو قال كده running helps me clear my head running بيساعدني ان انا افضي دماغي and makes my body feel good and makes my body feel good يبقى مرة تانية we were out running he said running helps me clear my head and makes my body feel good ياسمين watched رشاد go into the kitchen and grab an orange ياسمين شايفت رشاد هو داخل المطبخ وبيسحب وبيأخذ يعني برتقالة then he poured two glasses of water وبعد كده هو صب لنفسه كبتين مية ياسمين was not feeling any better ياسمين ما كانتش حاسة بأي تحسن the cookies had given her a headache البسكويت المثكر ده and the soda upset her stomach and the soda upset her stomach رشاد thought down next to yasmin and turn it off the television رشاد جلس جنب أخته ياسمين وأفل التلفزيون يبقى مرة تانية رشاد thought down next to yasmin and turn it off the television والله إيه بعد كده بقى this orange gives me more energy البرتقالة دي بتديني طاقة أكتر رشاد said why don't we go outside and play little football ياسمين ليه ما نخرجش بره دلوقتي ونلعب بعض كرة القدم يا ياسمين مرة تانية this orange gives me more energy الورنج دي بتديني طاقة أكتر رشاد said رشاد قال كده why don't we go outside and play a little football ياسمين ليه ما نخرجش بره ونلعب بعض كرة القدم يا ياسمين فبيقول لنا بعد كده this idea الفكرة دي أو الرأي ده perk her up immediately يعني أصارت انتباهها على الفور ياسمين thought moving around ياسمين اعتقدت ان التحرك ان يتحرك نفسها شوية might help her بما ان هو يساعدها feel bitter ان هي تشعر بتحسن she chased her older brother outside she chased يعني هي لحقت her older brother بأخوها كبير outside outside إلى الخارج يبقى مرة تانية this idea perk her up immediately ياسمين thought moving around might help her feel bitter she chased her older brother outside وليتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي طبعا يا أصحابي زي ما اتفقنا ان الانشاطة اللي احنا بنعملها في حياتنا لما بتتكرر بتكون لنا حاجة اسمها habits او العادات ولازم نبقى واخدين بالنا من الجزء ده كويس وعايزين نعرف ازاي بقى نحافظ على healthy habits او العادات الصحية ونبعد عن unhealthy habits او العادات غير الصحية فانا في page 28 او في صفحة 28 بيقول لنا healthy or unhealthy healthy يعني صحي or unhealthy او غير صحي بيقول لنا read اقرأ each activity كل نشاط decide قرر if the activity is healthy لو النشاط ده صحي or unhealthy or unhealthy او غير صحي circle your answer circle your answer يعني ضع دائرة حول الاجابة بتاعتك فاول حاجة بيقول لنا skipping breakfast every morning ان احنا نفوت وجبة الافتار كل يوم الصبح لا healthy ولا unhealthy يا اصحابي شطرين طبعا unhealthy لان احنا لازم ناكل الbreakfast بتاعنا كل يوم الصبح فده unhealthy activity زي ما احنا شايفين قدامنا طب يقول لنا playing outside everyday ان احنا نلعب في الخارج كل يوم ده healthy ولا unhealthy يا اصحابي شطرين healthy لازم نحرك جسمنا شوية ونلعب شوية رياضة ده healthy activity طب يقول لنا في number 3 eating fruits and vegetables eating fruits and vegetables ان احنا ناكل خضروات وفكهة ده healthy ولا unhealthy يا اصحابي شطرين طبعا healthy healthy activity فنحط circle حوالين healthy طب يقول لنا في number 4 getting seven hours of sleep every night ان احنا نحصل على سبع ساعات نوم كل ليلة طبعا احنا المفروض ان احنا ننعم ثمان ساعات من سبع ساعات فده unhealthy او غير صحي طيب في number 5 بيقول لنا having arguments with your friends often having arguments with your friends often ان انت تعمل مشاجرات كلامية وتتخانق مع اصحابك على طول ده healthy ولا unhealthy شطرين unhealthy طبعا فنحط circle حوالين unhealthy في number 6 بيقول لنا sharing your feelings when you are sad or upset ان انت تشارك وتفتفت كده تتكلم مع حد مثلا من قصرتك لما بتحس ان انت حزين او زعلان ده healthy ولا unhealthy شطرين طبعا الواحد لازم يعمل sharing للfeeling بتاعته ولو عنده مشكلة يقولها للي حواليه فده healthy activity او نشاط صحي طب في number 6 بيقول لنا eating candy and snacks instead of lunch بدل الغداء eating candy ان احنا ناكل حلوة and snacks وحاجات خفيفة واجبات خفيفة instead of lunch بدل من وجبة الغداء ده healthy ولا unhealthy يا اصحابي شطرين unhealthy فنحط circle حوالين unhealthy طب في number 8 بيقول لنا watching tv and playing video games 4 hours نحنا نتفرج على التلفزيون ونلعب العاب الفيديو جيمز لمدة ساعات ده healthy ولا unhealthy شطرين unhealthy فنحط circle حوالين unhealthy واخر حاجة في number 9 بيقول لنا drinking water throughout the day ان احنا نشرب مية على مدار اليوم طبعا ده healthy activity او نشاط صحي فنحط circle حوالين healthy زي ما احنا شايفين قدامنا ونتنقل ل page 29 وزي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي عنوانها my choices my choices او اختياراتي طبعا يا اصحابي قبل ما ناخد my choices او اختياراتي احنا ويحنا عاديين في ال classroom ان احنا نتناقش مع بعض مع teacher بتاعنا ايه الفرق بين choices او الاختيارات يعني مثلا عندنا ياسمين واخوها رشاد كل واحد كان عنده choices بتاعته او الاختيارات بتاعته ياسمين اختارت بعض unhealthy choices او الاختيارات غير الصحية ورشاد اختار بعض healthy choices او الاختيارات الصحية عايزين نشوف الفرق بينهم ايه تأثير choices او الاختيارات علينا وعلى حياتنا وعلى اجسامنا فمثلا انا لو قلتلك انت لو اتبعت بعض healthy activities او الانشطة الصحية ايه اللي ممكن يكون تأثيرها على جسمك طبعا according to teacher guide او طبقا لدريل المعلم هيبقى في عندنا اجابات مختلفة يعني ممكن كل واحد فيكو في ال classroom يكون ليه اجابة مختلفة المهم ان احنا نفكر لما نختار healthy choice او اختيار صحي الاختيار ده هيكون تأثير وعامل ازاي علينا فزي ما احنا شايفين قدامنا مثلا ممكن حد يقول لي we feel good we feel good ان احنا بنحس ان احنا افضل ممكن حد تاني يقول لي we feel happier we feel happier ان احنا بنحس ان احنا اسعد ممكن حد تاني يقول لي we have more energy to play we have more energy to play ان احنا يكون عندنا طاقة اكبر ان احنا نلعب ممكن حد رابع يقول لي we get sick less often يعني ان احنا بنعيه بشكل اقل وهكذا المهم ان احنا نفكر لما نختار healthy choice او اختيار صحي ايه الافكت بتاعه علينا او هيأثر علينا بشكل عامل ازاي تمام والمفروض ان ال discussion دي او المناقشة دي تحصل في ال classroom او لو احنا عاديين بنذاكر مع بابا وماما هم هيسألوننا لما نختار healthy choice او اختيار صحي وبدل unhealthy choice او بدل الاختيار غير الصحي هيكون ده الافكت بتاعه او التأثير بتاعه علينا عامل ازاي فكل واحد هيكون ليه الاجابة بتاعته المهم ان احنا نفكر تأثيره هيكون علينا عامل ازاي ونرجع لبيج 29 او صفحة 29 وعنوانها my choices my choices او اختياراتي فبيقولنا هنا write three good choices اكتب 3 اختيارات جيدة you will make this week انت هتعملها الاسبوع ده ثم بعد ذلك draw a picture ارسم صورة of how you will feel لشكلك هتحس بايه if you make those choices لو انت عملت الاختيارات ده يبقى مرة تانية write three good choices you will make this week then draw a picture of how you will feel if you make those choices لو انت عملت الاختيارات ده فالمفروض مثلا يا اصحابي كل واحد فينا هيختار three healthy activities او ثلاث انشطة صحية يقول مثلا ان هو يعملهم الاسبوع ده زي ما احنا قلنا من شوية ثلاث اختيارات كويسة three good choices وبعدين يرسم صورة لنفسه في البوكس الموجود في اخر الصفحة هنا وهو متخيل شكله هيكون عامل ازاي لما يعمل الاختيارات دي او الاختيارات دي فمثلا انا اخترت وقلت مثلا i will eat more vegetables and fruits انا هاكل خضروات وفاكها اكتر الاسبوع ده i will eat more vegetables and fruits this week ممكن كمان اقول i will brush my teeth انا اخذل اسناني i will brush my teeth انا اخذل اسناني ممكن كمان في الاختيار الثالث اقول i will sleep eight hours every night i will sleep eight hours every night هنام ثمان ساعات كل ليلة وبكده اكون three good choices او ثلاث اختيارات صحية جميلة هتساعدني ان انا ابقى احسن وهعملهم this week او الاسبوع ده بيقول لنا تحت هنا this is how i predict predict يعني اتوقع ده اللي انا بتوقعه i will feel ان انا احس بيه يعني if i make those choices لو انا عملت الاختيارات دي هنرسم هنا picture او صورة لنفسنا متخيلين شكلنا عامل ازاي لما نعمل choices دي طبعا كل واحد فيكم ممكن يكتب اي choices تانية اي choices تانية هنا المهم ان احنا نبقى عارفين ايه هي good choices او ايه هي الاختيارات الجيدة for our health لصحتنا وتأثيرها هيكون ايجابي علينا وبعدين نعمل drawing picture هنا متخيلين فيها شكلنا هيكون عامل ازاي بعد ما نعمل three choices دي او الثلاث اختيارات دول this week في الاسبوع ده ان شاء الله وبكده نكون خلصنا page 29 وخلصنا معاها درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاقي الف واحد استفادوا او الف لايك تحت الفيديو الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة واتفعل جرس الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسمة لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 3 او الصف الثالث الابتدائي term 1 الترم الاول ولسه بنكمل مع بعض شرح chapter 2 او الفصل الثاني making a healthy body او ان احنا نعمل جسم صحي وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح lesson 1 والنهاردة هناخد lesson 2 هو درس طويل شوية في chapter 2 بس المعلومات اللي فيه معلومات جميلة قوي وهو شيق لو الدرس بتاعنا النهاردة طويل شوية عايزك توقف الشرح في النص تقوم تشرب شوية مية وترجع تكمل تاني المهم ان انت تكون مركز لان المعلومات اللي احنا هنتكلم فيها معلومات جميلة وشيقة وهتفيدك في حياتك كلها بصفة عامة هتخليك تعرف ازاي تحافظ على جسمك ان هو يكون صحي وطبعا من اهم الاشياء ان لم تكن اهم حاجة ممكن يكون ربنا ادهالك هي صحتك وصحت جسمك في الدنيا فالمعلومات اللي هنتكلم فيها معلومات مهمة جدا اول حاجة listen to في page 30 او في صفحة 30 عنوانها healthy habits healthy habits او العادات الصحية كنا عارفنا المرة اللي فاتت ان احنا كل يوم في حياتنا بنعمل activities مختلفة او انشطة مختلفة طبعا بتبدأ من اول ما نصح من النوم الصبح لحيات ما نيجي ننام بالليل بعد اليوم بتاعنا كله فالactivities دي لما بتتكرر كل يوم بتعمل حاجة اسمها habits او العادات وطبعا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا healthy habits او عادات صحية بتخلينا صحتنا تبقى كويسة وتخلينا نبقى كويسين وفي عندنا unhealthy habits او عادات غير صحية وطبعا دي بتضرنا وبتضر جسمنا وبتضر عقلنا كمان النهاردة هنتكلم عن healthy habits او العادات الصحية وطبعا هنا اصحابي healthy habits او العادات الصحية بتتضمن حاجات كتيرة هنتكلم عن جزء منها في درس النهاردة فبيقول لنا هنا read the text اقرأ القطعة underline بخط تحت or highlight او يعني ظلل how each of the healthy habits كيف كل واحدة من العادات الصحية helps your body بتساعد جسمك answer the questions يعني اجب على الاسئلة ان احنا نحصل على القدر الكافي من النوم ان احنا ننام نوم كافي طبعا بيكلمنا عن النوم الكافي وبيقول لنا have you ever يعني هل سبق لك عمرك يعني هل سبق لك stayed up late ان انت تصهر on a school night في ليلة مدرسية مرة تانية have you ever stayed up late on a school night عمرك سهرت قبل كده في ليلة من الليلة المدرسية في يوم المفروض تاني يوم هتصحة تروح في المدرسة what did you feel like in the morning يعني انت حسيت بايه شعرت بايه تاني يوم الصبح when you do not get enough sleep لما انت ما حصلتش على النوم الكافي you can get grambi you can get grambi grambi يعني غاضب حسس ان انت غضان وحسس بالسوء وبالتعب جواك فانت هتحس بالاحساس ده primary school children اطفال المرحلة الابتدائية اللي هم من اول grade 1 حتى grade 6 need around بيحتاجوا حوالي from 10 to 12 hours of sleep every night من عشرة ل 12 ساعة نوم كل ليلة getting enough sleep الحصول على النوم الكافي helps you think بيساعد تفكيرك better ان هو يبقى افضل and helps your body وبيساعد جسمك stay healthy stay healthy ان هو يفضل صحي ويبقى هو ده الجزء اللي بيورينا ازاي ان healthy habit دي او العادة الصحية دي بتساعد جسمنا ان هو يفضل جسم صحي يبقى نعمل تحت منها underline زي ما احنا شايفين قدامنا كده هوت وهنقراها مرة تانية بشكل سريع المفروض يا اصحابي زي ما اتفقنا قبل كده عايزكم تقروا كل تكست بعد ما نقراها لوحديكم لو فيه حاجة وقفة قدامكم توقفوا الفيديو وترجعوا وتشوفوا احنا قرناها ازاي نتعلم ان احنا نعمل reading لوحدينا بشكل سليم علشان بعد كده ان شاء الله السنين اللي جاية هيكون عندنا exams وهنقرا فيها لوحدينا الاسئلة وهنجاوب فيها كمان فطبعا لازم نتعلم نعمل reading ونطلع المعلومات الموجودة في اي paragraph بنقراها لوحدينا مرة تانية Firstki 1. Have you ever stayed up late on a school night what did you feel like in the morning 2. When you do not get enough sleep you can get grumpy secondary school children need around ten to twelve hours of sleep every night 3. Getting enough sleep helps you think better and helps your body stay healthy وطبعا هنا أصحابي لازم نعرف معلومات بسيطة وجديدة هنتكلم عنها النهاردة طبعا يا أصحابي ده اسمه الهيدنج الهيدنج أو التايتل بتاع الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو healthy habits أو العادات الصحية طبعا الهيدنج أو العنوان الرئيسي ده بيتفرع منه عنوين فرعية يعني ايه عنوين فرعية؟ يعني subheading أو subtitle عنوين فرعية متفرعة منه هو مقسم لنا الدرس بتاعنا لpoints أو لنقاط معينة بنتكلم فيها زي healthy habits أو العادات الصحية اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة يبقى أول subheading أو أول عنوان فرعي هو get enough sleep أو الحصول على نوم كافي وهنا مدينا picture أو صورة الصورة دي بتوضح الكلام اللي هو بيتكلم عنه بيتكلم عن ايه؟ وموجود تحت منها مكتوب بعض الكلمات كده دي اسمها capture capture أو لقطة من الموضوع أو جزء كده مهم في الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه بيوضح لك الفكرة مع البيكيتشر أو مع الصورة اللي هو حاططها لك فهنا بيقول لنا sleep helps our brains نوم بيساعد brains يعني عقول بيساعد عقولنا remember إن هي تتذكر what we learn اللي احنا تعلمناه during the day during the day في أثناء اليوم يبقى مرة تانية sleep helps our brains remember what we learn during the day طبعا دي اسمها capture أو زي ما قلنا لقطة كده من الموضوع ولقطة مهمة جدا مع البيكيتشر أو مع الصورة اللي موجودة في الجنب بتوضح الفكرة وبتأول معنى وتخلينا نفهم أحسن يبقى مرة تانية الجزء اللي بيورينا إزاي إن healthy habit أو العادة الصحية دي بتهيبس our body احنا حطينا تحت منها خط أو عملنا underline اللي هي getting enough sleep helps you think better and helps your body stay healthy طب تعالوا نشوف التكست التانية أو القطعة التانية المكتوبة في نفس الصفحة بتقول إيه stay positive and calm stay positive يعني إن انت تفضل إيجابي تظل إيجابي تحس بإحساس كويس and calm وهادي دي طبعا healthy habit أو العادة الصحية التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة طبعا stay positive يعني إن انت ما تخليش أي حاجة تضيقك وما تتوترش and calm وتخليك هادئ طول الوقت هنا بيقول لنا it is easy to get busy من السهل إن انت تبقى مجغول with activities with activities بالأنشطة like television زي التلفاز and video games it can be stressful ممكن تكون مجهدة if you stare at a screen for too long stare يعني إن انت تحضق تبحلق كده تفضل فاتح هناك at screen at screen في الشاشة من الشاشات for too long for too long لفترة طويلة بمرة تانية it is easy to get busy with activities like television and video games it can be stressful stressful يعني مجهد if you stare at a screen for too long anger يعني الغضب التوتر and worry والآلأ are also distracting distracting يعني بتشتت اللي انتباه ما تخليكش مركز and tiring and tiring وبتتعب بتجهد الجسم يبقى anger يعني الغضب and worry والآلأ are also distracting and tiring when something goes wrong لما بيحصل حاجة غلط it is important to have a positive attitude من المهم إن انت يكون عندك سلوك إيجابي ما تاخدش بقى الدنيا على نفسك وعلى عصابك وتضايق لما يحصل حاجة غلط when something goes wrong it is important من المهم to have a positive attitude إن انت يفضل عندك سلوك إيجابي remember تذكر to take time to enjoy إن انت تحصل على وقت إن انت تستمتع في quiet activities ببعض الأنشطة الهدية that calm you that calm you اللي ممكن تهدي عصابك وتهديك remember to take time to enjoy quiet activities that calm you اللي ممكن تهديك some quiet activities بعض الأنشطة الهدية دي or reading زي القراءة and taking a walk outside أو ان انت تتمشى شوية خارج البيت staying positive اللي انت تفضل إيجابي improves بيحسن your mood الحالة المزاجية بتاعتك staying positive اللي انت تفضل إيجابي and calm وهادي can also ممكن أيضا help your body إن هو يساعد جسمك fight some illness fight يعني ان هو يقاتل some illnesses some illnesses بعض الأمراض طبعا الجزء اللي بيودينا ان الهلثي حابت دي أو العادة الصحية دي بتساعد جسمنا هي طبعا بتبدأ من هنا staying positive improves your mood حسن حالتك المزاجية staying positive and calm can also help your body fight some illnesses أو بعض الأمراض إن هو يقاتل بعض الأمراض ويمنع بعض الأمراض عنك فمرة تانية هنقرأ التكست دي أو القطع دي ونقرأ بعد كده المعلومة الموجودة تحت الصورة اللي موجودة جنب التكست دي فبيقول لنا هنا مرة تانية stay positive and calm it is easy to get busy with activities like television and video games it can be stressful if you stare at screen for too long anger and worry are also distracting and tiring when something goes wrong it is important to have a positive attitude remember to take time to enjoy quiet activities that calm you some quiet activities are reading and taking a walk outside staying positive improves your mood staying positive and calm can also help your body fight some illnesses وطبعا هنا يا أصحابي زي ما احنا شايفين في بيكيتشر أو في صورة جنب التكست دي فيها صديقتنا دي بتقرأ وبتعمل reading ده طبعا quiet activity أو نشاط من الأنشطة الهادية اللي بتخلي الواحد بيشعر بالهدوء وبستكينة ومكتوب تحت منها reading is a quiet calm activity القراءة هي نشاط من الأنشطة الهادئة اللي بتعمل لنا calming أو بتهدي أعصابنا زي ما اتفقنا من شوية ونتنقل للتكست اللي بعد كده خليكم معاه والثالث تكست موجودة معنا والثالث healthy habit موجودة معنا هي eat healthy eat healthy إن انت تأكل طعام صحي بيقول لنا هنا eating sweet snacks once in a while once in a while the expression على بعضه يا أصحابي معناه مرة كل وفين مرة كل حين once in a while يعني مرة كل وفين أو مرة كل حين لما تأكل sweet snacks بعض المقرمشات الحلوة اللي احنا وعرفنا المرة اللي فاتت لما ناكلها كتير بتضر جسمنا لو كلناها once in a while أو مرة كل وفين will not harm you will not harm you لن تضرك مش هتضرك يعني مرة كل اللي فين وفين دي مش هتضرك قوي but ولكن if you choose to eat those foods لكن لو انت اخترت ان انت تأكل الاطعمة دي every day كل يوم you can harm your body انت ممكن تضر جسمك you might you might also find that you do not have the energy you need to get through the day انت كمان ممكن انت تلاقي نفسك ما عندكش الطاقة اللي تقدر تكمل بيها اليوم it is important انه من المهم to think about your food choices انت تفكر في الاختيارات الخاصة بالطعام بتاعك healthy food الطعام الصحي gives you بيعطيك nutrients nutrients العناصر الغذائية your body needs اللي قسمك محتاجها and gives you energy وبيعطيك الطاقة to work and play to work and play علشان تعمل وتلعب كمان يبقى مرة تانية eat healthy او ان انت تأكل طعام صحي eating sweet snacks once in a while will not hurt you لاني أدرك but if you choose لكن لو انت اخترت to eat those foods every day لانت تعكل الطعام هذه كل يوم you can harm your body انت ممكن تدرك اسمك you might also find that you do not have the energy you need to get through the day لانت محتاجها علشان تكمل اليوم it is important to think about your food choices انه من المهم ان انت تفكر في اختيارات الطعام بتاعتك وبعدين healthy food الاطعمة الصحية gives you nutrients بتعطيك العناصر الغذائية your body need اللي جسمك محتاجها and gives you energy to work and play وبتعطيق الطاقة علشان تعمل وتلعب زي ما اتفقنا من شوية وهنا الفيكيتشر الموجودة فيها طبعا صورة some fruits and vegetables أو بعض الخضروات والفاكهة وهي دي طبعا نوع من انواع healthy food أو الطعام الصحي والكابتشر أو المعلومة الموجودة تحت منها بتقول fruits vegetables الفواكه والخضروات and grains grains والحبوب الحبوب طبعا يا اصحابي زي الامح وزي الفول وزي العتس are healthy foods هي اطعمة صحية our bodies need our bodies need اجسامنا بتحتاجها مرة ثانية fruits vegetables and grains are healthy foods our bodies need ونتنال التكست اللي بعد كده خليكم معا والتكست اللي بعد كده فيها healthy habit اللي هي بتقول stay active stay active يعني تفضل نشيط تظل نشيط physical activity يعني physical activity يعني النشاط البدني النشاط اللي بنحرك فيه جسننا takes energy بيأخذ بعض الطاقة طبعا مننا but ولكن exercise التمرين الرياضي also helps you feel helps you feel بيسعدك ان انت تشعر more alert ان انت متيقز اكتر alert يعني متيقز منتبه اكتر and less tired and less tired ومتعب اقل مش حاسس بالتعب بشكل كبير بمرة ثانية physical activity takes energy but exercise also helps you feel more alert and less tired بيولينا كمان and hour ساعة واحدة of movement of movement من الحركة everyday كل يوم is good goal is good goal هدف جيد for most primary school children for most لاغلب primary school children اطفال المرحلة الابتدائية staying active ان انت تفضل نشيط helps your body بيسعد جسمك stay strong stay strong ان هو يفضل قوي staying active ان انت تظل نشيط can improve your mood ممكن يحسن حالتك المزاجية and help you focus on school and help you بيسعدك focus on school ان انت تركز في المدرسة يبا مرة ثانية physical activity takes energy but exercise also helps you feel more alert more alert and less tired هي بتبدأ طبعا من هنا staying active helps your body stay strong بتساعد جسمك ان هو يفضل قوي staying active can improve your mood ممكن يحسن حالتك المزاجية and help you focus on school ويساعدك ان انت تركز في المدرسة وطبعا البيكيتشر هنا او الصورة هنا فيها اصدقائنا بيلعبوا فوتبول او كرة القدم طبعا نوع من انواع physical activity او النشاط الجسدي ومكتوب تحت منها a sport او الرياضة like football اللي هي مثلا زي كرة القدم is one way هي طريقة من الطرق children can stay active اللي تخلي الاطفال يفضلوا نشيطين يبقى لما بنلعب فوتبول او بنلعب كرة القدم ده بيخلينا stay active او ان احنا نفضل نشيطين وتعالوا نتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 31 او صفحة 31 وطبعا فيها ال questions او الاسئلة اللي هنجاوب عليها بعد ما نقرأ الدرس في البيج اللي فاتت فهنا طبعا هنجاوب على بعض الاسئلة اصحابي واول حاجة طبعا هيسألنا فيها هيسألنا عن كل healthy habits او كل عادة من العادات الصحية دي وهيسألنا المفروض ان هي تساعدنا ازاي فبيقولنا هنا you make choices every day انت بتعمل اختيارات كل يوم كل يوم بتختار حاجات بعض الاكتيفتيز بتعملها كل يوم you choose what to wear انت بتختار تلبس اي and what books to read واي كتب هتقراها you also often choose وانت برضو غالبا بتختار what to eat انت هتاكل ايه and what activities to do واي انشطة هتعملها healthy habits او العادات الصحية make your body healthy بتخلي جسمك صحي فاول healthy habits هيكلمنا فيها ويسألنا فيها هي get enough sleep get enough sleep او ان احنا نحصل على النوم الكافي فبيقولنا هنا what is one reason ايه السبب الوحيد you should get enough sleep you should get enough sleep اللي يخليك ان انت لازم تحصل على نوم كافي ايه ممكن reason اللي ممكن يخليك تحصل على enough sleep او ان انت تحصل على النوم الكافي شطرين يا اصحابي طبعا في so many reasons اهمها ان هي it helps my body stay healthy it helps my body ان هو بيساعد جسمي stay healthy ان هو يفضل صحي طب في number two بيقولنا what time do you usually get up for school get up يعني يستيقظ ايه الوقت اللي انت عادة بتصحفه علشان تروح المدرسة بالنسبالي انا مثلا at six am six am او الساعة سالسة صباحا طبعا احنا عرفنا ان في am و pm زي ما اتفقنا قبل كده واخدنا السنة اللي فاتت وانحنا بنعمل ازاي نعمل reading للوقلاك او للساعة وطبعا هنعمل revision ان شاء الله فيديو لوحده خاص بالحاجات دي وخاص بالgrammar الخاص بالمرحلة الابتدائية كلها طبعا ده فيديو تكميلي عندنا فيديوهات عملناها قبل كده فيها الgrammar الخاص بالمرحلة الابتدائية واهم الحاجات اللازم نعرفها واحنا في primary stage او في المرحلة الابتدائية فطبعا am و pm am يعني صباحا و pm يعني مساء فانا هقول at 6 am او الساعة سادسة صباحا number three بيقولنا what time would you need to go to bed to get 12 hours of sleep اي وقت انت محتاج ان انت تروح في تنام لشان تحصل على 12 ساعة من النوم فالمفروض لو احنا نصحى 6 am يبقى يعني عشان يبقى علشان نحصل على 12 hours of sleep لازم ننام على الاقل at 6 pm او الساعة السادسة مساء طبعا كل واحد هنا يكتب الوقت اللي هو بيصحى فيه علشان يروح المدرسة والوقت اللي بينام فيه علشان يحصل على 12 hours of sleep في الجزء اللي بعد كده بيكلمنا في healthy habit التانية او العادة الصحية التانية وهي stay positive and calm او ان انت تفضل ايجابي وهادئ فبيقول لنا هنا what is one quiet activity suggested in the passage in the passage في القطع اللي احنا قرناها بيقول لك اديني اكتيفتي واحد مقترح في القطع اللي احنا قرأناها فطبعا مثلا احنا قرأنا ان فيه مجموعة من healthy habits هي quite healthy habits زي reading وزي take a walk outside او نحنا نتمشى خارج المنزل شوية فانكتب هنا ال reading and taking a walk outside او نحنا نعمل قراءة and taking a walk outside او نتمشى خارج المنزل شوية دي quiet activity او دي انشطة هادية بتساعدك ان انت كانت تبقى quiet او تبقى هادئ طب في نمبر 5 يقول لنا name a quiet activity سمي نشاط هادي you enjoy انت بتستمتع بي that is not listed in the passage that is not listed in the passage وما تمش ذكره في القطع اللي احنا قرناها مثلا انا هقول مثلا هنا painting او الرسم painting او الرسم برضو ده quiet activity وبيخليك ان انت تبقى calm وتبقى هادئ وبيخليك تفرغ اي حاجة انت عايز تكتبها او ترسمها في الرسم اللي انت بتعمله ممكن هنا نكتب painting ممكن حد تاني يبقى عنده quiet activity تاني او نشاط هادي تاني اكتبه هنا برضو المهم ان احنا نبقى عارفين ازاي نميز بين the quiet activities والactivities التانية اللي ممكن تضرنا ونتنقل ال page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page 32 او صفحة 32 ونحنا نأكل طعام صحي فبيسألنا وبيقول لنا what can happen ايه اللي ممكن يحصل to your body لجسمك if you eat too many sweet snacks لو انت اكلت طعمة كتير قوي من اللي هي بتبقى مسكرة وبيبقى فيها سكر كتير هيحصل لجسمك ايه في الوقت ده what can happen to your body if you eat too many sweet snacks فاقول طبعا i will not have enough energy to get through the day i will not have enough energy to get through the day او انا مش هيبقى عندي الطاقة الكافية اللي تخليني اكمل اليوم طيب في number 7 بيقول لنا what is your favorite healthy snack ايه الوجبة الصحية المفضلة بالنسبالك فانا مثلا هقول هنا apple او التفاح ممكن نقول orange orange او البرتقال ممكن نقول اي اسم من اسماء الفروتس المختلفة المهم ان احنا نقول هنا favorite healthy snack او الوجبة الصحية اللي احنا بنحبها او الطعام الصحي اللي احنا بنحبه واخر حاجة بيكلمنا عن healthy habit اللي هي stay active او ان انت تظل النشيط فبيسألنا بيقول لنا في number 8 هنا how can staying active help you at school how can staying active help you at school ازاي ان انت تفضل نشيط بيساعدك في المدرسة طبعا زي ما هو قال لنا في التكست اللي فاتت it helps me focus in school او بتساعدني ان انا نركز في المدرسة it helps me focus in school ان انا ابقعد نركز في المدرسة ونتنال البيتج اللي بعد كده خليكم معي طبعا يا اصحابي هنا في البيتج دي يعلمنا حاجة اسمها tracker tracker او المتتبع ازاي نعمل table او جدول نتابع فيه اي نشاط او اي activity احنا بنقوم به في حياتنا وازاي ممكن نتابع او نعمل track لأي habit او اي عادة من العادات احنا ممكن نكون بنعملها في حياتنا برضو فهنا بيقول لنا healthy habits tracker او متتبدع العادات الصحية وطبعا هنا بيقول لنا احنا نعمل table او جدول زي ما احنا شايفين قدامنا التابل او الجدول ده هيكون فيه healthy habits المختلفة او العادات الصحية المختلفة وفيها الايام بتاعت week بتاعنا او الاسبوع بتاعنا طبعا كل healthy habits قدامها الخانة بتاعت كل يوم زي ما احنا شايفين قدامنا يعني مثلا get enough sleep وفي saturday وفي sunday وفي monday وفي tuesday ووينس داي thursday friday كل خانة من الخنات دي موجودة قدام كل healthy habits او كل عادة الصحية من العادات دي فمثلا لما نعمل healthy habits او العادة الصحية دي في saturday هنعمل هنا علامة صح ما عملنا هاش من سينة نعملها في sunday مش هنعمل علامة صح ممكن نعمل علامة غلط وهكذا فبنقدر نعمل track او تتبع لل healthy habits او العادات الصحية المختلفة اللي احنا بنقوم بيها في حياتنا فبيقول لنا هنا الاصحابي read the activities اقراء الانشطة on the chart في الجدول add your three goals اضف الثلاث اهداف بتوعك اللي احنا ذكرناهم قبل كده في page 21 او صفحة 21 لما قلنا احنا عايزين نعمل improvement للlife skills بتاعتنا وقلنا هنأكل more vegetables more fruits كل واحد كان بيكتب three goals او الثلاث اهداف اللي هو عايز يعملهم في حياته بيقول لنا then ثم بعد ذلك use this chart استخدم الجدول ده to check off علشان تتابع علشان تفحص the thanks you do each day اللي انت بتعملها كل يوم to keep your body healthy علشان تحافظ على جسمك صحي فزي ما احنا شايفين قدامنا في chart دي healthy habits او العادة الصحية ودي طبعا days of the week او ايام الاسبوع وهنا get enough sleep او الحصول على نوم كافي stay positive and calm ان انت تظل ايجابي وهادق eat healthy ان انت تأكل طعام صحي stay active ان انت تظل نشيد وطبعا لازم هنا نزود three goals او ثلاث اهداف اللي احنا قولنا عليهم قبل كده وبعدين نعمل هنا علامة صح في الايام قدام كل healthy habits من healthy habits دي في ايام الاسبوع المختلفة علشان نعمل tracking او نتتبع هل يطر احنا بنعمل healthy habits دي او لا وده طبعا activity جميل جدا احنا ممكن نعمل chart او جدول زي chart دي ونعلقها عندنا مثلا على الدولاب بتاعنا او في الاوضة بتاعتنا ونعلم كل view على healthy habits او العادات الصحية اللي احنا بنعملها بحيث ان احنا نعمل track او نعمل تتبع لعملنا لل healthy habits دي او العادات الصحية دي ونقدر كمان نحافظ على جسمنا ونخلي healthy body او جسم صحي زي ما اتفقنا مع بعض من شوية ونتنقل لل page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page 34 او صفحة 34 وعنوانها brain break brain break او ازاي ندي عقلنا break او ان احنا نريح عقلنا شوية طبعا brain break يعني ان احنا نفصل لنا شوية من التركيز ومن الاجهاد وطبعا يا اصحابي قبل ما ناخد ال page دي في المفروض ان احنا في ال classroom او في الفصل هنعمل play جميلة اوي او لعبة جميلة اوي ال teacher بتاعنا هيقول لنا كل واحد فينا المفروض ان هو يقوم يعمل activity من ال activities المختلفة الخاصة بال animals يعني واحد مثلا ممكن يقوم يعمل مثلا كأنه مثلا bird او طائر طائر في السماء حد تاني ممكن يعمل مثلا نفسه كأنه horse او حصان running بيجري حد تالت يعمل activity تانية خاصة بال animal تاني المهم ان احنا هنعمل play الجميلة دي بحيث ان احنا نشط نفسينا شوية وبعدين نبتدي نقرأ ال page دي ونفهم موجود فيها ايه فبيقول لنا brain break او ان احنا نفصل عقلنا نفصل مخينا شوية عن الاجهاد وعن العمل وندي نفسينا break فبيقول لنا هنا create your own brain break activity انشئ النشاط الخاص بك اللي هتقدر تفصل به عقلك من الاجهاد والتركيز write the name اكتب الاسم and short description ووصف قصير for your activity للنشاط بتاعك draw a picture ارسم صورة of yourself لنفسك doing the activity انت او انت بتعمل النشاط ده ثم بعد ذلك write one way اكتب طريقة واحدة this activity helps your body النشاط ده بيساعد جسمك to stay healthy to stay healthy ان جسمك يفضل صحي وندينا هنا طبعا مساحة فاضية نكتب فيها الاسم الخاص بالاكتيفتي بتاعنا او بالنشاط بتاعنا فزي ما قلنا احنا نكون لعبنا البلاي الجميلة دي في ال classroom بعدين المفروض التيتشر بتاعنا هيقول لنا كل واحد ده يكتب هنا favorite activity او النشاط المفضل الخاص بي وطبعا لو النشاط ده كان خاص بانيمال من الانيمال المختلفة فمثلا هنكتب هنا مثلا jumping like a frog jumping like a frog ان انا انط زي الضفضع اقفز كده وعمل jumping like a frog زي الضفضع ممكن حد تاني مثلا يقول running like a horse اجري زي الحصان فكل واحد فينا هيكون عنده favorite activity او النشاط المفضل بالنسبة له والاكتيفتي ده يكون خاص بانيمال من الانيمال المختلفة المهم ان احنا نكتب هنا favorite activity ده فانا هكتب هنا jumping like a frog او ان انا بقفز زي الضفضع مثلا وهنا بيقول لنا brain break activity name ده طبعا اسم الاكتيفتي بتاعي وبيقول لنا هنا brain break activity description الوصف بتاع brain break activity ده فمثلا هقول في number one هنا bend my back ان انا احني ضهري شوية bring my arm in front of me ان انا احط ايدي قدامي شوية كده كاني اعمل زي الفروك زي ما قلنا jump on both feet ان انا اقفز على رجلية الاثنين طبعا مرة تانية bend my back ان انا احني ضهري شوية bring my arm in front of me ان انا ارفع ايدي قدام جسمي شوية jump on both feet او ان انا اقفز اعمل jumping on both feet على اقدامي الاثنين وبكده ده description بتاع الاكتيفتي بتاعي وفي page number 35 او صفحة 35 بيقول لنا نرسم نفسنا واحنا بنعمل الاكتيفتي ده فكل واحد طبعا هيرسم صورة لنفسه هو بيعمل الفيفوريت اكتيفتي او النشاط المفضل الخاص بي هنا في البوكس ده وفي الاخر بيقول لنا how does this activity help our bodies to stay healthy بيساعد اجسامنا ان هي تفضل صحية هنقول مثلا it gives me energy او ان هي بتعطيني طاقة and keep me active and keep me active وبتخليني اظل نشطه للوقت بكده نكون انهينا listen to وانهينا معا شرح page 35 وانهينا درس النهاردة انا عارف ان الدرس طويل شوية بس هو جميل ومسلي وفيه تفاصيل كتيرة مسلية اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 like تحت الفيديو الدرس الجاي درس شايق جدا وجميل جدا هنتكلم فيه عن حاجات مهمة جدا في جسمنا اتمنى ان انتو تكونوا محضرين نفسكم في الدرس الجاي بالقلم والورقة والكتاب علشان هنكتب فيه كلام جميل قوي الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة واتفعل جرس الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسمة لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموع بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكوا يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 3 او الصف السالس الابتدائي term 1 الترم الاول وكنا عنهينا المرة اللي فاتت lesson 2 وعنهينا معا page 35 او صفحة 35 في شابتر 2 making a healthy body او ازاي نعمل جسم صحي ونهاردة بنبتدي في lesson 3 او الدرس التالت page 36 او صفحة 36 وزاي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم طبعا page 36 on one hand map of the human body map of the human body يعني خريطة الجسم البشري خريطة جسم الانسان وطبعا ازاي هو يقولنا map على الهيومن بادي او ازاي يقولنا خريطة على جسم الانسان طبعا يا اصحابي الماب من تعريفاتها ان هي بكيتشر او صورة لتحديد البلايس او الاماكن طبعا الماب مفهومها المعروف اللي احنا عارفينه هي بتوضح الاماكن الموجودة على الارض برضو ممكن نقول ماب على الهيومن بادي لان هي هتوضح لنا الاماكن بتاعة الارض او الاجزاء الموجودة في جسمنا والنهاردة بنتكلم عن الموضوع دا وهو موضوع جنيل جدا هيوضح لنا بعض اجزاء جسمنا وهناعرف كمان البلايس او الاماكن بتاعتها وهناتعرف على بارت مهم جدا في جسمنا وهو الاسكن الاسكن او الجلد وهناعرف ازاي هو مهم جدا او very important وازاي هو بيعمل لنا protection all the time او ازاي بيحمينا طول الوقت هنتكلم في الموضوع دا النهاردة وهناعرف كمان ازاي نقدر نعمل protect او نقدر نعمل حماية ل our skin فالنهاردة بنتكلم عن map of the human body او خريطة جسم الانسان وبيقول لنا هنا look at the picture انظر على الصورة what parts do you see labeled labeled يعني محتوط عليها الاسماء بتاعتها ايه الاجزاء اللي انت شايف موجود عليها الاسماء بتاعتها فانا موجود عندنا two pictures او صورتين طبعا ال two pictures دول او صورتين دول بيوضحولنا some of our body parts او بعض اجزاء جسمنا فانا عايز اسألكو قبل ما نتكلم عن body parts او الاجزاء بتاعت جسمنا الموجودة في ال two pictures ليه اللي احنا شايفينه قدامنا ده ليه اللي احنا شايفينه في ال two pictures دول ما بنشوفهوش في حياتنا وفي الحياة بصفة عامة ليه ما اقدرش اشوف ال parts الموجودة في ال pictures دي في حياتنا العملية يعني لما بص على حد ما اقدرش اشوف المكونات والاجزاء الداخلية بتاعت جسمه طبعا لان جسمنا covered with skin او جسم مغطى بالجلد وطبعا دي ال internal parts او الاجزاء الداخلية الخاصة بالجسم فطبعا احنا ما نقدرش نشوف ال internal parts دي او الاجزاء الداخلية دي بعيدنا المجردة فانا في البكيتشر الاولانية موجود فيه some of body parts زي ال heart ال heart او القلب stomach stomach يعني المعدة stomach stomach يعني المعدة veins 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 يعني الاوردة وفي البكيتشر التانية بيورينا other body parts او اجزاء تانية من جسمنا زي bones bones او العظام وزي skin skin او الجلد وزي muscles muscles او العضلات وطبعا يا اصحابي احنا بنشرح المنهج الخاص بconnect plus وconnect كمان في connect plus في جزء موجود في unit 2 خاص برضو بال body parts وبنتكلم فيه عن اجزاء جسمنا بشكل مفصل برضو علشان كده لازم نبقى عارفين واخدين بالنا ان منهج discover ومنهج connect plus متكملين بيكملوا بعض فلو انت شفت الدرس ده وشفت الدرس التاني هتقدر تشوف صورة اكبر عن body parts او اجزاء الجسم الخاصة بال human body او بجسم الانسان فمرة تانية ال body parts هنا اللي معمول لها لابل او مكتوب عليها الاسماء هيا heart stomach stomach veins 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 bones 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 scan 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 muscle 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 وبكده نكون خدنا فكرة سريعة كده عن body parts او اجزاء الجسم الخاصة بال human body او بجسم الانسان وعايز اقولكو اخر حاجة خاصة بالبيج دي طبعا ده according للteacher guide او لدليل المعلم احنا ممكن كمان نقول على الماب دي diagram هو شكل توضيحي بيوضحلك parts او الاجزاء او اجزاء او ازاي هي بتشتغل في اي جسم في الدنيا فممكن نقول على الماب وممكن كمان نقول عليها diagram او شكل توضيحي بيوضح parts and how it works بيوضح الاجزاء الخاصة بجسمنا وهي كمان بتشتغل ازاي ونتنايل للبيج اللي بعد كده خليكم معيه ونوصل لبيج 37 او صفحة 37 وعنوانها are we similar يعني هل نحن متشابهين فبيقلنا هنا يا اصحابي باختصار شديد علشان ما انتهش من بعض جايب لنا صورتين صورة للورنج الجميلة دي وصورة للهاندس الموجودة في البكيتشر التانية فبيورينا ان الورنج دي ليها cover عامل زي الاسكن بتاعنا والهاندس هنا برضو عليها cover اللي هو الاسكن او والجلد الخاص بجسمنا فبيسألنا بقى يا ترى ويقولنا هل احنا متشابهين احنا والورنج دي مثلا are we similar يعني هل نحن متشابهين فبيقولنا هنا look at the pictures انظر على الصور how are they similar كيف هم متشابهين and how are they different وكيف هم مختلفين finish the sentences below the images اكمل الاجابات الموجودة اسفل الصور فلما اجي اعمل looking وانظر كده على ال two pictures او على الصورتين دول هلاقيهم similar او متشابهين فان هما الاثنين عندهم cover الورنج دي عندها الcover بتاعها او الاشرة بتاعتها و our hands او ايدينا عندها الcover بتاعها واللي هو الاسكن بتاعنا اللي ربنا خلقه لنا فلما يجي اسألنا ويقول لنا تحت they are similar because they are similar because هم متشابهين لأن فالمفروض هنكتب هنا ايه اصحابي هنقول both of them has cover both of them has cover او كل منهم عنده الcover بتاعه وعند الغطة بتاعه الورنج عندها الcover بتاعها والهاندس كمان عندها الcover بتاعها او الاسكن اللي ربنا خلقه لنا طب لما يقول لنا في السنتنس التانية they are different because they are different because هما مختلفين لأن هنقول طبعا because we can remove the cover of the orange but we can't remove the skin of the human body because لأن we can remove احنا نقدر نشيل the cover of the orange الcover بتاع الورنج but we can't لكن احنا لا نستطيع to remove احنا ما نقدرش نشيل the skin of the human body او جلد الانسان وبكده احنا قدرنا نحدد هما similar في ايه وهما كمان different في ايه ونتنال الpage اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لpage 38 او صفحة 38 وعنوانها our scan protects us our scan protects us our scan protects us او جلدنا بيحمينا وطبعا هنا بيدينا general information او معلومات عامة معلومات جميلة جدا عن ال scan او عن جلد الانسان وازاي هو مهم جدا وهو كمان بيعمل لنا protection او بيحمينا من حاجات كتيرة ممكن تضرنا فبيقول لنا read the text اقرأ القطعة underline how our scan protects us يعني ضع خطة تحت العبارات اللي بتوضح ازاي الجلد بتاعنا بيحمينا circle ways ضع دائرة حول الطرق you can protect your skin اللي انت ممكن تحمي بيها ال skin بتاعك او الجلد بتاعك فطبعا هنا اول text بتقول our skin is all that stand between us and the outside world الجلد بتاعنا هو الحاجز اللي بيوف بنا وبين العالم الحوالينا our skin is all that stand between us and the outside world outside world العالم الخارجي it protects us from harmful germs harmful germs يعني غراسيم ضرة and raise raise واشعاعات from the sun from the sun من الشمس it protects us هو بيحمينا from harmful germs and raise from the sun it keeps floods in هو بيحافظ على السوائل بداخلنا and helps keep our temperature constant constant يعني ثبتة وبيحافظ على درجة حررتنا ثبتة it keeps floods in and helps keep our temperature constant our skin our skin weight وزن الجلد بتاعنا لو جبنا جلد بني آدم ووزننا لوحده كده هنلاقي about 4 kg هنلاقي حوالي 4 kg our skin weight about 4 kg it is the largest organ in our body it is the largest organ in our body هو اكبر عضو في جسمنا كله our skin is made up of multiple layers الجلد بتاعنا بيتكون من مجموعة طبقات some you can see بعضها انت تقدر تشوفه زي outer layer او الطبقة الخارجية and some are under the surface How our skin and some layers under the surface The top layer الطبقة العليا is about half as thick as a sheet of paper الصمك بتاعها حوالي نصص صمك الورقة اللي احنا ممكن يكون مسكنها ف ايدنا ضع no depression The top layer is about half as thick as a sheet of paper يبقى مرة تانية أريد أن نقوم بعمل Underline How our skin protects us ونقوم بعمل Circle كيف نقوم بعمل Protect للسكن فلما نقرأ التكست مرة أخرى Our skin is all that stand between us and the outside world It protects us from harmful germs and rays from the sun ويحمينا من غراثيم ضارة وكما من أشعة الشمس الضارة It keeps flood in and helps keep our temperature constant وكما بيحفظ السوائل بداخلنا بحافظ على درجة حرارة جسمنا ثبتة Our skin weight about 4 kg طبعا هنا ما بيقولش أنه بيحمينا It is the largest organ in our body هو أكبر عضو في جسمنا برضو هنا ما قالش هو بيعمل لنا أي protection Our skin is made up of multiple layers برضو هنا ما قالش أنه بيحمينا Some you can see and some are under the surface The top layer is about half as thick as a sheet of paper طبعا هنا عملنا Underline لإزاي how our skin protects us تعال نتنين للتكست التانية بيقولين هنا أصحابي We make new skin all the time إحنا جلدنا بيتجدد طول الوقت إحنا بنعمل جلد جديد طول الوقت Constantly باستمرار Making new layers بنعمل طبقات جديدة Keeps our skin healthy بتخلي جلدنا صحي and whole and whole وكامل Our skin provides good protection جلدنا بيوفر حماية جيدة The rays of the sun أشعة الشمس can hurt our skin can hurt our skin ممكن تضر جلدنا When we are in the sun لما نبقى موجودين في الشمس Our skin makes جلدنا بيعمل Substance to guard against harmful rays to guard لتحمي against the harmful rays للأشعة الضرة طبعاً Substance دي أصحابي مادة بينتجها الجلد كده بتحمي جسمنا بتبقى موجودة في الطبعات الداخلية للجلد علشان تحميه من the harmful rays of the sun أو من أشعة الشمس الضرة Sun screen كريم الوقاية من الشمس can help ممكن يساعد protect against harmful rays ممكن يساعد في أن هو يحمينا من the harmful rays دي أو من الإشعاعات الضرة بتاعة الشمس However ومع ذلك The best way أفضل طريقة to block out أن أنت تمنع the sun الشمس is to cover up أن أنت تغطي جلدك يبقى مرة ثانية Sun screen can help protect against harmful rays However The best way to block out the sun is to cover up أن أنت تغطي جلدك If we take good care of our skin لو حمينا جلدنا بشكل جيد It can protect us هو ممكن يحمينا for a long time لمدة طويلة إحنا دلوقتي نحتاجين نعمل circle حوالين إحنا إزاي ممكن نعمل protect our skin أو لجلدنا فطبعا إحنا هنا نشوف نقرأ التكست دي مرة ثانية علشان نعرف how to protect our skin We make new skin all the time We make new skin all the time إحنا دلدنا بيتجدد طول الوقت Constantly making new layers keep our skin healthy and whole Our skin provides good protection The rays of the sun can hurt our skin When we are in the sun Our skin makes a substance to guard against harmful rays Sun screen can help protect against harmful rays هنا هو إزاي إنا قدرنا من protect لجلدنا عن طريق إحنا ممكن نستخدم sun screen ممكن يساعدنا ويحمي جسمنا من harmful rays أو من الأشعاعات الدارة However ومع ذلك The best way to block out the sun is to cover up To cover up إن أنت ضغطت جلدك If we take good care of our skin لو إحنا عتنينا بجلدنا كويس It can protect us for a long time هو ممكن يحمينا لوقته طويل وزي ما إحنا شايفين هنا يا أصحابي harmful rays أو الإشعاعات الدارة اللي جاية من السن أو من الشمس وزي ممكن sun screen أو واقل حماية إن الشمس ممكن يمنعها ويقللها شوية وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 39 أو صفحة 39 وفيها experiment كده أو تجربة جنيلة كده عايزين نعملها مع بعض وهي خاصة بالprotection أو بالحناية الخاصة بالسكن أو بالجلد وبيخلينا نعمل هنا الأكسبرمنت دي علشان يوضح لنا إزاي أن الـ sun screen أو سائل أو كريم الحماية من الشمس ممكن يعمل protect أو ممكن يحمي الـ skin أو الجلد بتاعنا بشكل كويس فهنا بيقول لنا protecting our skin protecting our skin أو حماية جلدنا فبيقول لنا هنا read the instructions اقرأ التعليمات record your predictions اكتب التوقعات بتاعتك اللي انت تتوقعها طبعا قبل ما تشوف النتائج then follow these steps وبعد ذلك اتبع الخطوات to complete the experiment to complete the experiment علشان تكمل التجربة فهنا طبعا materials أو المواد اللي احنا نستخدمها هي بيقول لنا هنا materials you will need مواد انت سوف تحتاجها فأول حاجة بيقول لنا one piece of construction paper ورقة كده مثلا من الأوراق السميكة شوية زي ورقة الكنسون اللي ممكن نشتريه من المكتبة ورقة تكون سميكة شوية وبيقول لك لازم يكون لونها dark color أو لونها لون غامق انا طبعا افضل البلاك أو اللون الاسود عشان يوضح دي بشكل افضل ثاني حاجة بيقول لك هنحتاج كمان sun screen lotion or spray sun screen lotion or spray طبعا بيقول لنا هنا lotion أو spray الخاص بالحماية من الشمس اللوشن طبعا اللي احنا بندهنه وال spray اللي احنا بنرشه ثانت حاجة بيقول لك هتحتاج white crayon أو قلم ابيض or chalk or chalk أو قطع من التبشير علشان هنكتب بيها حاجة مهمة جدا هنشوفها في الاخر طبعا ال instructions أو تعليمات بيقول لنا هنا fold a piece of construction paper in half يعني اتني الورق اللي انت جبتها دي لنصطين زي ما احنا شايفين قدامنا دي ال construction paper وهي طبعا لونها اسود زي ما اتفقنا من شوية ده هيبقى افضل لون هنتنيها بالشكل ده نخليها متنية شوية بعدين بيقول لنا rub a very small amount of sunscreen on one side of the paper طبعا هندهن نص من النصين دول بكمية قليلة جدا من sun screen على نص من النصين الخاصين بالورقة دول وهنصيب النص التاني مش هندهن عليه اي sun screen زي ما احنا شايفين قدامنا قدينا بندهن ال sun screen على نص من النصين ثالث حاجة بيقول لنا put the paper in direct sunlight for most of the day هتحط بقى الورقة دي بشكل مباشر كده في اشعة الشمس لاغلب وقت اليوم يعني لطول اليوم كده هتحطوه في اشعة الشمس ورابح حاجة بيقول لنا record your observation record your observation اكتب الملاحظات بتاعتك فطبعا يا اصحابي لما نقوم بالاكسبرمنت دي او التجربة دي زي ما احنا شايفين قدامنا طبعا الجزء اللي تعرج للشمس وما كانش عليه sun screen اللون بتاعه بقى باهت تحس ان اللون بتاعه باس كده وبقى باهت اما الجزء اللي كان عليه sun screen او الواقع بتاعه اشعة الشمس فضل لونه زي ما هو لونه اسود غامق وزاهي وما فيش اي مشكلة فيه فزي ما احنا شايفين قدامنا ده النص اللي حطينا عليه sun screen وده النص اللي محطناش عليه sun screen احنا شايفين قدامنا الفرق بينهم واضح ازاي هنا طبعا في الصفحة هنا هنكتب الـ predictions بتاعتنا او التوقع بتاعتنا وطبعا النتاج اللي احنا شفناها او الـ observations او الملاحظات اللي احنا شفناها فبيقولين هنا على النص اللي كان عليه sun screen او واقع اشعة الشمس فبيقول I predict انا اتوقع The sunlight will not affect the color مش هيقصر على اللون باي شكل من الاشكال طب no sun screen الجزء بقى اللي ما كانش عليه sun screen I predict انا اتوقع ايه The color will change The color will change اللون هيتغير انا اتوقعت كده فعلا لانه sun screen المفروض انه هو يحمي الـ color بتاع الـ paper طيب I observe I observe انا الاحظ النص اللي عليه sun screen The sun screen protected the paper And the color didn't change The sun screen protected the paper The sun screen حما الوراء And the color didn't change واللون ما تغيرش اما طبعا الـ no sun screen I observe I observe انا الاحظ The color changed And turn it to white black The color changed اللون تغير And turn it to وتحول الى white black white black او لون اسود فاتح او light black لون اسود فاتح وبكده نكون وضحنا الـ experiment بتاعتنا وازاي الـ sun screen او ازاي واقي اشعة الشمس قدر يعمل protection او قدر يعمل حماية للـ color الموجود في الـ paper اللي احنا استخدمناها وكتبنا كمان على النص اللي احنا استخدمنا عليه الـ sun screen بالـ white crayon او بالـ chalk او بالتبشير حددناها وكتبنا على الجزء التاني او على النص التاني اللي احنا مستخدماش عليه الـ sun screen علشان نبقى عارفين كل نص منهم وبكده نكون انهينا page 39 وانهينا معها الـ experiment الخاصة بتاع الدرس النهاردة وانهينا معها الدرس اتمنى ان انت تكون استفدت لو استفدت اعمل like اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سيبلكم اللينك بتاعتها في الـ description وفي الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة واتفعل جرز الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسمة لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح discover primary 3 او الصف الثالث الابتدائي term 1 term الاول والنهاردة هنبتدي نشرح في page 40 او صفحة 40 lesson 4 او الدرس الرابع في chapter 2 او في الفصل الثاني making a healthy body او ازاي نعمل جسم صحي وزاي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم طبعا يا اصحابي في المرة اللي فاتت احنا عملنا experiment كده او تجربة جميلة قوي كنا بنشوف ازاي ان الـ sun screen او الكريم الوقاية من الشمس ازاي بيعمل protection او حماية وجربناه طبعا على الـ paper او على الورقة وشفنا ازاي ان الـ color حصل له change او تغير والجزء اللي كان عليه sun screen ما حصلوش اي change او اي تغير وحصل له protection او حصل له حماية من الـ rays او من الاشعاعات الخاصة بالـ sun النهاردة هنتكلم في الموضوع ده بشكل بسيط هنتكلم فيه في الـ page دي وبعدين هنعرف معلومات مهمة جدا عن our muscles او عن عضلاتنا او عن العظام بتاعتنا وازاي it works او ازاي هي بتشتغل مع بعض والكلام اللي هنقوله ده كلام جميل جدا ومهم جدا وكمان هينفعك ازاي تعرف اكتر عن جسمك فالنهاردة اول page اللي هي page 40 عنوانها investigation conclusion investigation conclusion conclusion يعني استنتاج انا بستنتك حاجة بعمل لها conclusion بعمل لها استنتاج يعني بعمل لها conclusion investigation يعني تحقق يعني تحقيق لما انا بشوف حاجة واتحقق منها ده اسمه investigation وبعدين بعمل conclusion او بعمل استنتاج بناء على الانفستجيشن دي فانفستجيشن conclusion يعني استنتاج التحقق بعد ما اتحققنا وشوفنا ان نتاج الـ experiment بتاعتنا هنشوف بقى الاستنتاج بتاعنا هيكون عامل ازاي فبيقولنا هنا use the information you recorded during the investigation to answer the questions استخدم المعلومات اللي انت سجلتها خلال التحقق عملية التحقق علشان نجاوب على الاسئلة التالية مرة تانية use the information you recorded during the investigation to answer the questions فاول حاجة بيسالها النا هنا يا اصحابي what happened to the side without sun screen ايه اللي حصل للجنب اللي ما كانش عليه sun screen did the papers color change or stay the same مرة تانية what happened to the side without sun screen بقى لونه باهت بقى لونه peel كده باهت والجزء اللي كان عليه sun screen ما حصلوش اي حاجة لانه sun screen عمله protection فالمفروض هنا هنكتب بقى طبعا الconclusion بتاعنا او الاستنتاج بتاعنا هنقول طبعا the color of the paper change it لون الوراء اتغير the color of the paper change it لون الوراء اتغير طب بيقول لنا في السؤال التاني how is the side with sun screen different from the side without sun screen ازاي الجزء اللي كان عليه sun screen مختلف عن الجزء اللي ما كانش عليه sun screen مرة تانية how is the side with sun screen different from the side without sun screen فالمفروض هنا طبعا هنكتب الconclusion بتاعنا او الاستنتاج بتاعنا وهنقول the side with the sun screen stayed the same while the other side turned into light black الجزء اللي كان عليه sun screen ماتغيرش والجزء التاني تحول للون اسود باهد اسود فاتح ومرة تانية the side with the sun screen stayed the same while the other side turned into light black طبعا السؤال التالي بيقول لنا you saw انت رأيت the effect sun screen had on paper انت شفت التأثير اللي عمله sun screen ده على البيبر what effect do you think ايه التأثير اللي انت تعتقد ان هو يعمله sun screen يعني what effect do you think sun screen has on our skin ايه التأثير اللي انت تعتقد ان هو يعمله sun screen على our skin او على الجلد بتاعنا يبقى مرة تانية you saw the effect sun screen had on paper what effect do you think sun screen has on our skin طبعا يا اصحابي احنا جلدنا بيختلف عن الورقة في حاجة our skin او جلدنا بيعمل production او بينتج لسابستانس او لمادة زي ما عرفنا المرة اللي فاتت السابستانس دي او المادة دي بتعمل protection او بتعمل حماية لour skin ان هو يتحرق ان هو يحصل له burning وعرفنا ده المادة دي اصحابي اسمها مالامن المالامن دي او مادة المالامن دي بيفرزها الجلد من جواه بحيث ان هي تخليه يبقى في حماية شوية من الريز او من اشاعات الشمس علشان ما تحرقهوش طبعا المالامن ده مادة غمقة شوية بتعمل شوية صمار في الجلد بس برضو ما بتمنعش اشاعات الشمس بشكل كامل فلو حد مثلا قاعد في اشاعات الشمس لفترة طويلة جلده هيتحرق ليه لان هي بتحاول تحميلك لكن هو لو ما عليهوش sun screen او احنا ماطين جلدنا برضو هيحصل له burning او هيتحرق وهتلاقي في اجزاء فيها حصلها burning وهيبقى فيها التهابات فالمادة دي لما بيكون عندنا sun screen على جلدنا جلدنا برضو بشكل تلقائي كده بيفرز المالامن دي او المادة دي فبيحصل له شوية صمرة كده بيبقى يسمر شوية اللي بنسميه التان فيه ناس كده بتروح تدهن جسمها على sun screen وبيعودوا في الشمس طبعا ده في الصامر او في الصيف ويعودوا على البلاج ويستنوا كده لغاية ما جلدهم ياخد لون صمرة يسمر شوية كده اللون ده بيحصل بسبب المادة بتاعة المالامن دي او مادة المالامن دي لان الجلد بتاعهم بيفرز المالامن دي علشان يحمي نفسه وكمان بيبقى فيه sun screen فالجلد بيسمر شوية فطبعا جلدنا بيختلف عن البيبر في الجزئية دي البيبر الكالر ما حصلوش اي تشينج لان هو بيبر ما بيعملش اي production او اي انتاج لأي مادة علشان يحمي نفسه لكن جلدنا بيحمي نفسه وبينتج المادة دي او بيعملها production السابستانس دي او المادة دي اسمها المالامن طبعا احنا مش مطلوب مننا ان احنا نحفظ اسمها بس لازم نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل فطبعا احنا لما بندهن جلدنا sun screen وبنوعب في الشمس جلدنا بيبقى فيه حماية فيه protection عليه بس كمان هو بيفرز المالامن دي او بيعمل مادة المالامن دي فبيسمر شوية فطبعا بيحصل change او بيحصل تغير في الكلر بتاع الجلد بتاعنا هنكتب الكلام ده ونقول ايه هنا بقى Our skin Our skin gets darker because of the melanin جلدنا بيتحاول للون جلدنا بيبقى اغمى بسبب المالانن The body's way to protect itself from burning المالانن دي هي الطريقة اللي بيحمي بيها جسمنا نفسه من ان هو يتحرق ونتنقل لquestion 4 او السؤال الرابع وبيقول لنا هنا What does this investigation teach us الinvestigation دي بتعلمنا ايه About the importance عن اهمية Of using something ان احنا نستخدم شيء ما To block our skin علشان نحمي جلدنا From sun rays From sun rays من اشعاية الشمس What does this investigation teach us About the importance of using something To block our skin from sun rays طبعا احنا بنتعلم هنا من الinvestigation دي ان احنا لازم نعمل protection للسكن بتاعنا من sun rays علشان ما يحصلوش burning هنقول ده ازاي اصحابي هنقول هنا It teaches us if we didn't block our skin From sun rays it will be burned يبقى مرة تانية It teaches us if we didn't block our skin From sun rays It will be burned لو احنا ما حميناش جلدنا ومعملنا لهش protection واغطناه بحاجة تعمله protection The sun rays هتحرقه ونتنقل البيتج اللي بعد كده خليكم معي طبعا البيتج دي اصحابي هي page 41 او صفحة 41 قبل ما نقراها كده ونعرفها هي فيها تفاصيل كتير قوي ولازم نقراها الواحدين According to teacher guide بس انا هسهلها عليكو انا هقراها في الاول وبعدين عايزكم تعملوا بوز وتقروها انتو بعد مني تشوفوا انتو بتعرفوا تعملوا reading بشكل سليم ولا لأ وبعدين شغالوا الفيديو تاني وشوفوا التكست اللي بعد كده وهكذا فقبل ما نعمل لها reading ونقراها مع بعض عايزين نفتكر مع بعض شوية Important information كده او معلومات مهمة عن our body وعن الجسم بتاعنا زي ما احنا شايفين في الـ page اصحابي اللي احنا اخدناها قبل كده هنا جسمنا جواه حاجة اسمها البونز البونز او العظام اللي هي لونها ابيض دي زي ما احنا شايفينها قدامنا البونز دي اصحابي او العظام دي بتبقى موجودة جوا جسمنا علشان تخليه شكل كده ولو هي مش موجودة جواه جسمنا جسمنا هي منبطت في بعضه كده وما لوش اي شكل يبقى عامل زي الكورة فالبونز دي بتجي لجسمنا حاجة اسمها الشيب الشيب او الشكل اللي هو ربنا خلقه عليه دي اول حاجة تاني حاجة البونز دي بتبقى موجودة جوه جسمنا علشان تعمل بروتيكشن او علشان تعمل حماية ليه؟ أورجنز أورجنز او أعضاء داخلية جوانا يعني هنا مثلا في منطقة التشست دي او منطقة الصدري دي جوه صدرينا فيه أعضاء حساسة جدا زي الهارت او القلب زي الاستمك او المعدة زي اللانجز او الرئتين الهارت ده مثلا لو لقدر له حاجة خبطت فيه وما كانش مضغطي بالبونز اللي حواليه دي وعمل حواليه كده قفص كده زي ما بنقول عليه بالعربي القفص الصدري هنموت لقدر له على طول فهي بتعمل بروتيكشن للأعضاء الداخلية اللي عندنا يبقى اول حاجة البونز دي بتدي الجسمنا شكل بتخليه مش مبطط في بعضه تاني حاجة بتعمل بروتيكشن للأعضاء او الأورجنز اللي موجودة جوانا تالت حاجة كمان البونز دي بتساعدنا ان احنا نحنا نقدر نتحرك بس علشان نقدر نتحرك البونز دي لازم يكون في حاجة بتحركها البونز دي لو موجودة لوحديها كده هتفضل ثبتة زي ما هي ايه اللي ممكن يحركها بقى ويشدها الفوق والتحت ويحركها يمين وشمال اللي بيحركها ولازق عليها على طول هو المسلز المسلز او العضلات يا اصحابي اللي هي لونها ردي او لونها احمر دي المسلز دي لازق على كل البونز او موجودة كده ولازق على كل البونز والمسلز دي يا اصحابي بتطاليد البونز او العظام دي بتتحرك علشان اقدر ارفع ايدي واكل لازم احروق المسلز الخاصة بادية النتى العوون الجوه دي هتتحرك مع المسلز وأحض med الأكل في بقى علشان امسك شي��도 احرك المسلز بالموجودة في الدراعي علشان امسك الأمر البونز هتتحرك مع المصد وهتمسك الحاجة اللي أنا عايزها فالبونز والمسلز بيشتغلوا مع بعض بيكملوا بعض البونز بتجل جسمنا الشيب الشكل الجميل اللي هو ربنا خلق عليه وكمان بتعمل بروتيكشن أو حماية للأورجنز أو للأعضاء الموجودة جوانا اللي بيخليها تتحرك بالطريقة اللي إحنا عايزين هتتحرك بيها هي المسلز المسلز أو العضلات اللي هي موجودة عليها على طول هنقرأ ده ونتعلم عنده أكتر في بيج 41 أو في صفحة 41 فهنا الأصحابي بيقول لنا بونز and muscles work together العظام والعضلات بيعملوا معا بونز and muscles work together فبيقول لنا هنا read the text اقرأ القطعة المكتوبة فبيقول لنا your body is made of many parts جسمك مصنوع من أجزاء كثيرة that work together اللي هي بتعمل معا to keep you alive to keep you alive علشان تخليك حي تخليك عايش بونز and muscles work together العظام والعضلات بيشتغلوا مع بعض to help you move علشان يساعدوك إن أنت تتحرك and protect soft organs علشان كمان يحموا soft organs أو الأعضاء الحساسة اللي جواك مرة تانية your body is made of many parts that work together to keep you alive bones and muscles work together to help you move and protect soft organs فأول حاجة بيكلمنا عنها بقى هي الموفمينت أو الحركة كيف يساعدون البونز والموسيلز بيساعدونا إن إحنا نعمل موفمينت أو نتحرك بشكل سليم فبيقول لنا هنا your bones made of your skeleton العظام بتاعتك بتكون الهيكل العظمي بتاعك طبعاً ده أصحابي السكيلتن أو الهيكل العظمي بتاعنا السكيلتن أو الهيكل العظمي بتاعنا ده زي ما إحنا شايفين قدامنا بيتكون من so many bones أو من عظام كتيرة البونز دي بتكون السكيلتن أو الهيكل العظمي بتاعنا بالشكل اللي إحنا شايفينه قدامنا فبيقول لنا هنا your skeleton could not move without muscles الهيكل العظمي بتاعك لن يستطيع أن يتحرك من غير عضلات بدون عضلات most muscles are attached to bones كل العضلات أو أغلب العضلات لزقة كده وموجودة على العظام when you move your muscle لما أنت بتحرك عضلاتك your skeleton moves too الهيكل العظمي بتاعك بيتحرك برضو muscles lift and turn bones to help you eat العضلات بتتحرك وبتطلع فوق وتحت علشان تخليك تقدر تاكل exercise تقدر تتدرب and play instruments وكمان تلعب على أي آلة من الألات الموسيقية يبقى مرة تانية your bones make up your skeleton your skeleton could not move without muscles most muscles are attached to bones when you move your muscles your skeleton moves too muscles lift and turn bones to help you eat exercise and play instruments بيقولنا بعد كده يا أصحابي hold your arms out to your side ارفع عديك وخليها جنبك زي اللي موجود في الصورة دي الشخص اللي موجود في الصورة ورافع عديه جنبه كده فبيقولك اعمل الأكسبرمنت الصغيرة دي وارفع عديك كده خليها جنبك في الهوى can you feel muscles working هل يطار انت حاسس بالعضلات وهي بتتحرك are your shoulders getting tired هل يطار اكتافك حاسس ان هي وجعك شوية وتعبانة شوية لما انت تسيبها في الهوى حبة كده shoulders muscles العضلات الخاصة بالاكتاف are attached to your arm bones هي موجودة بين عظام اكتافك وعظام درعاتك these muscles هذه العضلات lift and move your arms بتحرك درعاتك وتخليها تطلع وتنزل يبقى مرة تانية hold your arms out to your sides can you feel muscles working are your shoulders getting tired shoulders muscles are attached to your arm bones these muscles lift and move your arms بيقول لنا بعد كده يا صحابي think of all the ways your body moves فكر في كل الطرق اللي جسمك بيتحرك فيها كده وبيتحرك بيها when you walk لما انت بتمشي muscles move bones in your leg العضلات بتحرك العظام اللي موجودة جوه جسمك زي ما قلنا ان المسلز موجودة على طول على البونز فلما احنا نحب نحرك رجلنا بنحرك المسلز بتاعتنا فبالتالي البونز بتتحرك معاها and the feet والقدم نفس النظام when you chew when you chew لما بتنضغ حاجة بتنضغ حاجة بقك muscles pull your jaw up and down العضلات بتحرك الفك بتاعك لفوق والتحت علشان تقدر تعمل chewing او تنضغ الحاجة اللي انت عايز تمضغها and side to side ويمين وشمال كمان even when you are sleeping حتى وانت نايم muscles move your ribs العضلات بتحرك the ribs اللي هي الضلوع اللي موجودة على صدرنا يا أصحابي هي دي ال ribs اللي موجودة في جسمنا العظام اللي بتحمي صدرنا كما احنا بنبقى نايمين المسل دي بتاعتنا بتحرك ال ribs دي علشان خاطر تخليها تطلع وتنزل ونقدر نتنفس بشكل سليم وإلا هنموت يبقى مرة تانية even when you are sleeping muscles move your ribs to help you breathe حتى وانت نايم العضلات بتحرك ال ribs بتاعتك علشان تقدر تتنفس بيقولنا بقى في ال protection او في الحماية muscles and bones العضلات والعظام have another important job ليهم كمان وظيفة مهمة تانية they shield soft organs shield اللي هو الدرع يا أصحابي الدرع اللي احنا ممكن نستخدمه لو بنحارب ونصد بيه استهام اللي جامل الأعداء في الحروب بتاعت زمان ده كان اسمه shield او الدرع المسلز والبونز كمان عاملين زي shield او الدرع ده بيحموا soft organs او الاعضاء الحساسة اللي موجودة جوه جسمنا like your heart زي قلبك lungs الرئتين بتوعك and brain organs organs do a lot of work the organs تعمل شغل كثير جدا to keep you alive علشان تخليك عايش so they must be protected علشان كده لازم the organs تبقى في حماية لازم تبقى محمية your skull الجنجمة بتاعتك اللي هي موجودة جوه دماغنا your skull bones الجنجمة بتاعتك اللي هي موجودة جوه دماغنا work kind of like a helmet عارفين الهلمت يا أصحابي اللي احنا بنلبسها على دماغنا واحنا ركبين البايسكيل زي الشخصية اللي موجودة في الصورة دي هي لابسة هلمت على دماغها دي اللي هي طاقية الحماية لو لقدر لال واحد وقع ولا حاجة بتحافظ على دماغه ان هو يتعور او ان هو يحصل له حاجة وحشة فبيقولك هنا ان the skull bones او عظام الجنجمة بتاعتنا work kind of like a helmet بتعمل كأنها طاقية حماية if you bump your head لو انت خبطت دماغك your brain is shielded مخك محمي can you feel bones هل يا طرق انت تقدر تحس بالعظام behind your eyebrow اللي خلف حواجبك فيه عندنا فوق عينينا على طول حاجة اسمها eyebrow الحواجب بتاعتنا الحاجب كل حاجب منهم ورا عظام لو انت حطيت ايدك على حواجبك هتحس بالبونز اللي ورا eyebrow او الحاجب بتاعتنا if you get hit in the face لو انت خدت خبطة في وجهك with a food bowl بكورة this bone protects your eyes العظام دي بتحمي عينيك muscles also shield your eyes by squeezing them shut العضلات كمان بتحمي عينيك بان هي بتخليها تخش جوه شوية وتقفل عينيك ورموشك علشان خاطر ما يحصل لها حاجة حتى لو حد جاه مثلا يدخبط بكورة ولا حاجة فوشه بيروح قافل عينيه جامد وعمل كده بحيث ان هو يحافظ عليها لما بنقفل عينينا جامد ونخليها مقفولة جامد كده many organs are found in your chest and torso chest يعني منطقة الصدر and torso ومنطقة الجزع اللي هي صدرينا وبطننا يا أصحابي بيقولك فيه أعضاء كثيرة جدا حساسة موجودة في منطقة الصدر ومنطقة الجزع كمان اللي هي منطقة صدرينا وبطننا your ribs الربس بتاعتنا الدلوع بتاعتنا اللي موجودة في صدرينا اللي احنا شفناها من شوية form a protective cage بتكون قفص للحماية around your chest حوالين صدرك اللي احنا بنسميه القفص الصدري العظام بتاعت الربس بتكون قفص كده يحمي صدرينا من جوة زي ما قولنا من شوية can you feel them حط ايدك على صدرك كده حاليا ترى انت حاسس بالربس دي او بالعظام بتاعت الدلوع دي اللي موجودة في صدرك these bones shield your heart and lungs العظام دي عملة زي الدرع حوالين قلبك ورئتينك from protecting your brain من حماية مخك to wiggle your toes لحد ان انت تحرك اصابع رجليك and fingers واصابع ايديك your bones and muscles have many jobs عظامك وعضلاتك عندهم مزيف كتير جدا من اول مخك لحد صوابع رجليك وصوابع ايديك muscles and bones بيشتغلوا وبيساعدوك على ان انت تعمل الحاجات اللي انت عايزها وبيحموك كمان they work together هما بيشتغلوا معا to keep you safe علشان يخلوك في امان and on the move وكمان تقدر تتحرك بشكل سليم بكده نكون انهينا البيتج دي نتنقل البيتج اللي بعد كده خليكم معا بيكلمنا هنا يا اصحابي عن experiment جميلة قوي هي experiment صغيرة وجميلة مسلية جدا تقدروا تعملوها وانتوا في البيت او وانتوا في ال classroom فبيقول لنا هنا mechanical finger او الاسبع الميكانيكي ان احنا هنعمل صباع ميكانيكي كده نقدر نعمله ببعض materials او الادوات اللي ممكن نلاقيها موجودة حوالينا وازاي هنقدر نعمل ال mechanical finger بالادوات دي نخليه يتحرك ويفتح ويقفل فبيقول لنا هنا read all instructions اقرأ كل التعليمات carefully بعناية before you begin قبل ما تبدأ to build your mechanical finger ان انت تعمل الاسبع الميكانيكي بتاعك فبيقول لنا هنا materials you will need المواد التي سوف تحتاجها one piece of card stock اللي هي ورقة واحدة من الورق المقوة زي ما قلنا ممكن نجيب ورق cancel من المكتبة او اي ورقة كارتون one drinking straw واحدة من الشفاطات بتاع الشرب بتاع المشروبات المختلفة اعيزين شفاطة scissors 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 one piece of yarn 30 cm قطعة من الخيط تقولها 30 cm glue or tape يعني سامغة او شريط لاصق instructions يا اصحابي او التعليمات بيقول لنا طبعا اول حاجة هنحط ايدينا على الورقة اللي هي الورقة المقوة او الورقة الكارتون دي ونرسم عليها صبعة من اصابعنا ونحدد الاماكن اللي بيتاني فيها الصبعة بتاعنا بشكل سليم بعدين هنقصها فهو بيقول لنا هنا trace your pointer يعني التتبع وامشي حوالي الصبع بتاعك بالالم الرصاص trace your pointer finger تتبع الاصبع بتاعك اللي هو ده وامشي حوالي بالالم الرصاص on a piece of card stock على ورقة من الكارتون cut out the finger اقطع الصبع اللي انت رسمته ده draw lines ارسم خطوط where your finger bends في الاماكن الصبع بتاعك بيتاني فيها three lines total هم ثلاث خطوط في الإجمال bend the paper finger اتني الورقة بتاع الصبع ده along the lines في الاماكن اللي انت رسمتها يعني هتتنيها في كل خط من الخطوط هتتنيها فيها these are the joints these are the joints ده الاماكن اللي بيتاني فيها الصبع ثالث حاجة بيقولك cut the straw cut the straw into four small pieces لأربع أجزاء صغيرة بيقولك بعد كده glow or tab الزق بالسامغ او بالشريط اللاصق a piece of straw onto each of the four sections of the finger الزق قطعة من الشفاطة دي في كل حتة موجودة من الحتة الموجودة على الصبع هتلاقي عندك فيه أربع أماكن كده فاضية بين الثلاث خطوط هتحط في كل حتة من الحتة دي piece of straw او حتة من الشفاطة اللي احنا قصناها بعدين بيقولنا push a piece of yarn دخل قطعة من الخيط through all of the straws داخل كل الشفاطات اللي احنا لزقناها طبعا على الصبع the note should be at the tip top of the finger لازم نهاية تكون عند قمة الصبع بعدين بيقولنا tap the noted end of the yarn to the fingertip بعدين بيقولك الزق بقى نهاية الخيط في قمة الصبع زي ما اتفقنا من شوية هنا هايلزقها هنا وفي page 43 بيقولنا في number 7 hold the base of the finger flat on the disk امسك بقى القاعدة بتاعت ونضع الفنجر دي او الصبع ده على المقعد او على الترابيزة اللي انت قاد قدامها pull the yarn near the base of the finger to move it هنشد بقى الخيط لتحت كده علشان نخليه التاني ويتفرد فهنحطه على ترابيزة او على ديسك قدامنا ونثبت القاعدة بتاعته فيها او نمسكها يعني ونثبتها عليها وبعدين نشد الخيط كده هنلاقي الصبع ده التاني ويتفرد قدامنا بيقولك بعد كده answer the questions اجب على الاسئلة اول حاجة بيقولك what part of your model ايه الجزء من اللموذج اللي انت عملته ده represents the muscles بيمثل العضلات طبعا ايه اللي بيحرك هذا الفينجر ده اصحابي احنا اتفقنا ان المسل هي اللي بتحرك البونز فاللي بيحرك هذا الموذج ده او النموذج ده هو اليارن فهنكتب هنا the yarn هو اللي مكان المسلز طب بيقولك هنا what part of the model ايه الجزء في النموذج بتاعك represents the bones بيمثل العظام فطبعا ايه الجزء الصلب اللي بيماسك في الورق علشان يخليه تحرك طبعا ده the straw او الشفاطة اللي هي مكان البونز فنكتب هنا the straw اللي هي الشفاطة فالاجزاء بتاع الشفاطات اللي احنا حطناها اللي بيتحرك جواها اليارن طف نمبر ثري بيقولنا how do the bones and muscles in your model work to make the finger move ازاي العظام والعضلات في الموديل بتاعك بتشتغل مع بعض علشان يخله ده يحصل له move ويتحرك فانقول هنا اصحابي the straw and the yarn are attached together by glow يعني الخيط والشفاطات متوصلين مع بعض ولزئين مع بعض عن طريق السمغ when i pull the yarn لما انا بسحب اليارن او الخيط that represents the muscles اللي بيمثل العضلات the straw that represents the bones الشفاطة اللي بتمثل العظام can bend ممكن تتاني and the model moves and the model moves والنموذج ده يتحرك يعني انا لما بشد اليارن بعمله pull يعني انا لما بعمل pull لليارن او بشد اليارن بشد الخيط ده اللي بيمثل المسلز والبونز اللي بيمثلها stroke او الشفاطة سابتع طبعا جوه المودل بيخلي المودل يتحرك يبقى مرة تانية the straw and the yarn are attached together by glow الشفاطات والخيط متوصلين ببعض عن طريق الغلو when i pull the yarn لما انا بشد الخيط that represents the muscles اللي بيمثل العضلات the straw that represents the bones الشفاطات اللي بتمثل العظام can bend تقدر تتني and the model moves والنموذج يتحرك وبكده نكون انهينا page 43 او صفحة 43 وانهينا معاها درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموع بتاعتنا كمان انا سعب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرز الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسمة لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموع بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعلمية افهم وتعلم ببساطة وزيكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 3 او الصف الثالث الابتدائي term 1 الترم الاول والنهاردة هنشرح مع بعض lesson 5 او الدرس الخامس في شابتر 2 making a healthy body وطبعا ده في بيج 44 او صفحة 44 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم طبعا يا اصحابي احنا اخدنا المرة اللي فاتت ازاي المثلز والبونز بيشتغلوا مع بعض او working together وازاي احنا بنتحرك وازاي البونز بتعمل protection او حناية للاعضاء الداخلية بتاعتنا اتكلمنا عن معلومات جميلة قوي النهاردة هناخد new part او جزء جديد وهو digestive system او الجهاز الهضمي هناخد جزء كده من الجهاز الهضمي بتاعنا هناخد ازاي احنا بنحتاج الفود او الطعام علشان نعيش وايه اللي بيحصل للفود او الطعام في جسمنا النهاردة بنتكلم عن الاستومك او المعدة وطبعا ازاي الفود ورحلة الفود من هو بيتحرك من اول mouth او من بقنا لحد ما يوصل للاستومك او للمعدة بتاعتنا فنهاردة بنتكلم عن موضوع جميل جدا فطبعا يا اصحابي في الماب بتاعتنا او في الخريطة بتاعتنا اللي احنا اخدناها قبل كده اللي بتوضح الهومن بادي بارتس او اجزاء الجسم البشري هي دي الاستومك او هي دي المعدة زي ما احنا شايفين وده اللابل بتاعها او ده اسمها الاستومك هنا موجودة هنا طبعا زي ما عرفنا المرة اللي فاتت فيه موسيلز كتيرة جدا في جسمنا اغلبها بيبقى موجودة على البونز او لازق على البونز وعرفنا كمان ان فيه موسيلز تانية او اعضلات تانية موجودة برضو او في جسمنا بتساعدنا على اداء حاجات تانية زي الموسيلز الموجودة في عينينا وزي الموسيلز اللي هنتعرف عليها النهاردة اللي هي بتساعدنا ازاي نعمل سوالو او نبلع الفود بتاعنا او الطعام بتاعنا زي الموسيلز الموجودة في الاستومك بتاعتنا او في المعدة بتاعتنا علشان تساعدنا ان احنا نهضم الطعام وازاي تخليه يتقلب وازاي تخلطه على بعضه هنتعرف على حاجات جميلة او النهاردة وطبعا بيج 44 او صفحة 44 عنوانها what happens ماذا يحدث to the food you eat to the food you eat للطعام الذي تأكله ايه اللي بيحصل للطعام اللي انت بتاكله طبعا according to teacher guide او طبقا لذليل المعلم ان مفروض ان انتو تعملوا reading لوحدكم بس انا بساهل عليكم الموضوع انا هعمل reading وبعدين انتو وقفوا الفيديو ان نلو reading للجزء اللي انا قريته وشوفوا انتو هتعرفوا تقرؤوا ولا لا وبعدين شغالوا الفيديو تاني وهكذا لحد ما نقدر نعمل reading لوحدنا بشكل سليم فهنا بيقول لنا read the text او اقرأ القطاع المكتوبة فبيقول لنا a train القطار plane الطيارة and car والثيارة all need fuel كلهم بيحتاجوا للوقود to run علشان يتحركوا the fuel provides energy الفيول او الوقود ده بيوفر الطاقة بيديهم energy بيديهم طاقة our bodies also need fuel برضو بتحتاج للوقود for energy علشان تحصل على الطاقة but we do not use the same kind as trains or cars لكن احنا ما بنستخدمش نفس النوع اللي بيستخدمه القطارات والعربيات هم بيستخدموا البنزين او الجاث علشان خاطر يتحركوا احنا بنستخدم another kind of fuel او نوع تاني من انواع الوقود luckily يعني الحزن حظينا the human body الجسم البشري runs on a variety of delicious fuels بيتحرك على اساس متنوع من الوقود اللذيذ ايه هو بقى delicious fuels ده او الوقود او انواع الوقود اللذيذة دي اصحابي طبعا زي ما احنا عارفين كلنا هي بتبقى متنوعة زي fruits والvegetables والcarbohydrates او الكاربوهايدرات والخضروات والفاكهة وكمان الميت او اللحم والchicken او الدجاج انواع كتير جدا كلها delicious او كلها لذيذة بيقولنا هنا we get energy احنا بنحصل على الطاقة from the food من الطعام we eat اللي احنا بنكله food contains الطعام بيحتوي على thousands of different nutrients الاف من العناصر الغذائية nutrients provide العناصر الغذائية دي بيتوفر some of the energy بعض الطاقة that the human body needs اللي بيحتاجها الجسم البشري هنا اراها مرة تانية a train, plane and car all need fuel to run the fuel provides energy our bodies also need fuel for energy but we do not use the same kind as trains or cars luckily the human body runs on a variety of delicious fuels we get energy from the food we eat food contains thousands of different nutrients nutrients provide some of the energy that the human body needs بيقولنا كمان يا اصحابي the body has a process that changes the food we eat الجسم بيعمل عملية كده على الطعام علشان تغيره بعد ما ناكله علشان نستفيد به طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا الفود بعد ما بيدخل في الماوث بتاعنا او في بوقنا يعني بيتحرك وبينزل وبينزل حيات ما يوصل للمعدة هو بينزل كده العضلات او المسلز بتاعت الجهاز الهضمي بتاعتنا او الديجستف سيستم بتاعنا بتاعت تدفعه على حيات ما يوصل للمعدة بتاعتنا هو بيتحرك بعد كده بعد ما يخرج من المعدة يروح حتة تانية مش هنتكلم عليها دلوقتي المهم ان احنا عايزين نعرف لحيات ما بيوصل للمعدة بتاعتنا بيحصل له ايه فاحنا هنا بنعمله سواله بعدين بينزل لحيات ما يوصل للستمك بتاعتنا الاستمك فيها مادة كده اسمها الاستمك أسد او الحامج بتاع المعدة هو عامل زي الأورنج جوس او الليمون جوس عامل زي عصير البرتقان او عصير اللمون كده هو أسد او حمض بيحلل وبيفكك وبيكسر الفود اللي احنا بنكله ده ليه اجزاء صغيرة خالص بعد كده جسمنا يقدر يعمل لها absorb absorb او يمتصها يعني ايه يمتصها لما نجيب سفنجة كده نحطها على مكان فيه مية مبلول يعني السفنجة دي بتعمل absorb او بتمتص المية اللي موجودة في المكان ده جسمنا برده بيعمل absorb او بيمتص النوترينتز او العناصر الغذائية الموجودة في الفود بعدما الاستومك بتاعتنا تفككه لأجزاء صغيرة في الجزء ده بقي اصحابي بيعرفنا ايه اللي بيحصل فبيقول لنا البادي بتاعنا بيعمل process او بيعمل عملية بيتعمل change او بيتغير الفود اللي احنا بنكله فبيقول لنا the body has a process that changes the food we eat into simpler parts simpler parts لأجزاء اصغر اول ما بيتكسر الطعام the body absorbs it to get energy the body absorbs it to get energy الجسم بيمتصوا علشان يحصل على الانرجي او على الطاقة يبقى مرة تانية the body has a process that changes the food we eat into simpler parts once food is broken down the body absorbs it to get energy في التكست الثالثة اصحابي بيقول لنا digestion او عملية الهضن begins بتبدأ when you put food in your mouth اول ما بتحط الطعام في فمك chewing breaks up food into smaller pieces عملية المضغ بتكسر الطعام لأجزاء اصغر this makes it easier for salva in your mouth السالفة يا اصحابي اللي هو اللعاب في فم كل واحد مننا فيه لعاب كده انت بتحس بيته للوقت وبتبلعه ده اسمه السالفة السالفة او اللعاب ده بيساعد على تكسير الفود ويخليه يتحول ل smaller pieces او اجزاء اصغر وطبعا وانت بتعمله chewing او انت بتمضغه in your mouth في فمك to soften and begin the breakdown ونبدأ عملية تكسير الطعام after you swallow بعد ما انت تبلع الطعام بتاعك muscles العضلات push the food down بتدفع الطعام لاسفل to your stomach to your stomach لحد ما يوصل للمائدة بتاعتك زي ما احنا شايفين قدامنا الفود بينزل من المouth يتحرك لحد ما يوصل للاستمك بتاعتنا مرة تانية digestion begins عملية الهضم بتبدأ when you put food in your mouth chewing breaks up food into smaller pieces this makes it easier for salva in your mouth to soften the food and begin the breakdown after you swallow muscles push the food down to your stomach بعدين بيقولنا inside your stomach لما الفود بيوصل بقى للاستمك بتاعتك داخل المعدة يعني muscles churn 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 يعني بتعمله عملية خد كده وايه وبتدخله في بعضه لما بتيجي تنسي الكيس كده وتقعد تروج الحاجة اللي جواه ده اسمه churn churn ان انت تقعد تقصره بعنف acid to further break down the food وكمان بتحط عليه الاسد او الحمض ده علشان تقصر الطعام زي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي دي الاستمك طبعا هي عاملة زي ما تكون كده كيس بينزل فيها الفود هي بيبقى جواها الاسد او الحمض بتاعها اللي هو الاستمك اسد الفود لما بينزل جوا الاستمك اسد ده بيحصل له عملية break down او بيتكصر زي ما احنا شايفين قدامنا علشان يبقى سهل على البادي بتاعنا ان هو يعمله absorb او يمتصه زي ما قلنا من شوية digested food الطعام المهضوم leaves the stomach بيغادر المعدة the nutrients العناصر الغذائية are carried بيتم حملها away in the blood بيشيلها الدم بعد ما تنتصها المعدة بيشيلها البلاد بتاعنا ويتحرك بيها بقى علشان يديها للبادي بتاعنا giving all parts علشان يدي كل اجزاء الجسم of the human body الخاصة بجسم الانسان energy to run الطاقة علشان يتحرك يبقى مرة ثانية inside your stomach inside your stomach muscles turn acid to further break down the food digested food leaves the stomach the nutrients are carried away in the blood giving all parts of the human body energy to run احنا كده خلصنا الريدنج بتاع البيتج دي عايزين نعمل revision على جزء صغير جدا اول حاجة ايه هو الفيول اللي احنا بنحتاجه علشان نتحرك ونفضل عايشين شطرين هو الفود طيب الفود ده احنا جسمنا بيعمله ايه علشان ياخد منه الانيرجي شطرين بيعمله عملية الديجيششن او عملية الهضم اللي هي عبارة عن breaking down او تكسير للفود طيب الديجيششن ده بيحصل فين يا اصحابي شطرين او في المعدة بتاعتنا زي ما اخدنا من شوية بكده نكون انهينا البيتج دي نتنال البيتج اللي بعد كده اخليكم معي ونوصل لبيتج 45 او صفحة 45 وانوانها how the stomach works how the stomach works او كيف تعمل المعدة طبعا البيتج دي فيها experiment او تجربة جميلة جدا هنتعرف عليها انا هولها الكوب بشكل مبسط وبعدين هنقرأ التفاصيل بتاعتها هنا احنا المفروض ان احنا هنعمل هنجيب بلاستيك resealable bag او كيس كده قابل للغلق بيبقى فيه مكان نقفل منه الكيس ده وهنجيب lemon juice او عصير لمون وهنجيب كمان cracker او بسكاويت هنحط الحاجات دي على بعض وهنشوف عملية بتحصل ازاي in our stomach او في المعدة بتاعتنا فبيقولنا هنا read the instructions او اقرأ التعليمات follow the steps اتبع الخطوات to make a model علشان تعمل نموذج stomach للمعدة draw what you observe ارثم اللي انت لاحظته طبعا احنا هنا هنعمل هنعمل ال experiment وبيقولك هنا materials you will need المواد اللي انت هتحتاجها lemon juice about 60 ml يعني حوالي نص كوبية عصير لمون plastic resealable bag او كيس قابل للغلق cracker cracker او بس كويت ال instructions او التعليمات بيقولنا هنا pour the lemon juice into the plastic bag حط العصير لمون داخل الكيس القابل للغلق the juice represents and acts like the acid in your stomach lemon juice ده هيمثل بالنسبة لنا acid او stomach acid اللي موجود في المعدة بتاعتنا هو ده the plastic bag وهو ده lemon juice وطبعا cracker او البس كويت هنجيب بقى lemon juice وهنحطه في plastic bag ده او في الشنطة البلاستيك ده وده هيكون بالنسبة لنا هو stomach acid او حمض المعدة ثاني حاجة بيقولنا break the cracker into a few pieces هايزين نقصر البس كويت ده لقطع صغيرة this is what your teeth and tongue do before you swallow food ده بالنسبة لك زي ما احنا كده بنكصره بسنان قبل ما بنبلعه بنكصر بسنان قبل ما نبلعه فاحنا هنكصره كأننا كصرناه بسنان قبل ما نعمله عملية swallow او قبل ما نبلعه يعني فحنا بيقولنا مرة تانية break the cracker into a few pieces this is what your teeth and tongue tongue اللي هو اللسين يعني do before you swallow food ده اللي بيحصل للطعام قبل ما نتا تبلعه بيقولك بعد كده put the cracker into the bag and the bit up حط الكراكر او البسكويت ده في الباغ على الليمون جوس و the bit up اللي هو قفلها يعني بالسوستة اللي هي المفروض تتقفل بيها بيقولنا بعد كده carefully بحرص shake the cracker in the lemon juice بحرص كده هز الكراكر او البسكويت على الليمون جوس وانت ماسك الباغ في ايدك you can use your hands ممكن تستخدم اديك to gently squeeze it too علشان خاطر تعمله عملية عصر كده تدخله في بعضه برفق كده كأن المعدة بتعمله squeezing هي كمان وزي ما قولنا بتدخل جواء الاسد بتاعها this is what the muscles in your stomach do to squeeze food during digestion ده اللي بتعمله معدتك وهي بتهدم الطعام زي ما احنا شايفين قدامنا هيكون بقى الشكل بتاع الفود وهو جوه المعدة بعد ما نعمله squeezing بالشكل ده هو اول ما بيتحطى طبعا بيبقى شكله عامل كده بيبقى الفود لسه مكسر بس مش قوي بعد ما نعمله بقى squeezing ونعصره جامد هيكون شكله عامل كده فبيقولنا في نمبر 5 هنا describe what happens اوصف اللي حصل to the cracker للبسكويت as your stomach model digest it بعد ما نموذج المعدة اللي انت عملته ده عمله عملية digestion او عملية هضم المفروض ان احنا نرسم بقى اللي حصل للفود زي ما هو طلب من هنا فوق وقالنا draw what you observe او ارسم اللي انت لاحظته فبيقولنا هنا cracker before digestion او البسكويت قبل عملية الهضم طبعا المفروض هنا هنرسم شكل الكراكر هو قطع صغيرة بس مس صغيرة قوي وطبعا cracker after digestion او البسكويت بعد الهضم هو تحول لسائل زي ما شفنا من شوية او liquid هو thick liquid او سائل سميك شوية المفروض احنا نرسم هنا برضو حاجة بتمثل cracker after digestion او البسكويت بعد عملية الهضم في الحتة دي ونتنقل الpage اللي بعد كده خليكم معايا طبعا في page 46 او صفحة 46 بيقول لنا هنا i observe او انا لاحظت المفروض هنكتب هنا اللي احنا لاحظناه هنقول طبعا the acid and the muscles break down the food very well او الحمض البتاع المعدة والعضلات كسروا الطعام بشكل جيد جدا بيقول لنا تحت هنا answer the questions او اجب على الاسئلة يقول لنا اول حاجة why do our bodies need to digest the food we eat محتاجة ان هي تهدم الطعام اللي احنا بنكله مرة ثانية why do our bodies need to digest the food we eat ليه الاجسام بتاعتنا محتاجة تهدم الطعام اللي احنا بنكله طبعا علشان خاطر تحصل على الانرجي او الطاقة فهنقول هنا to get the energy from it to get the energy from it علشان تحصل على الطاقة منه ممكن كمان نقول to get the nutrients او علشان تحصل على العناصر الغذائية to get the nutrients فاحنا نكتب هنا الاجابة اللي احنا شايفينها مناسبة بالنسبة لنا اخر حاجة بيقول لنا how does the stomach help digestion ازاي المادة بتساعد في عملية الهضم how does the stomach help digestion فنقدر نقول هنا اصحابي it has an acid that helps to break down the food with the muscles هي فيها حمض بيساعد على تكسير الطعام مع العضلات it has an acid that helps to break down the food with the muscles هي موجود فيها الاسد بتاعها والعضلات كمان بتاعتها بتساعد على ان هي تعمل the food breakdown علشان تعمله عملية digestion زي ما اتفقنا من شوية بكده نكون انهينا البيتج دي وانهينا معاها درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الاقي الف واحد استفادوا او الف لايك تحت الفيديو ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سيبلكم اللينك بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته